انزل يا اخوي انزل! انت انت نهرك زي وشك! لو كانت طاردة الحاجة وصلت! الحاجة عيودينا بداية! انا اعمل يا صحيحاتة! ما انت نايم طول الطريق! ودينا كانت زحمة! والعربات ضرشة ببعضيها! انت هتحسبنه ولا ايه! اسكت خالص! انت عتودينا بداية! اسأل ميني بالدواء! اسأل ميني! لو سمحتي! هو الحاجة فواز الصياد! ما جاش معك على نفس الرحلة اللي جاء من العمرة! ماذا؟ هل انت مجرد؟ الحمد لله طم انتي! انا انا غيب يومين! تتعطل الدنيا! لا اله الا الله! رمضان كريم يا سيدي! بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير! وعندنا موعيد لازم نحترامها! يلا كلام موزول! سلامه عليكم! فواز بيه! رب صدفة خير من الف مئات! سليم لاشقر! الله! والاتفاق كان ان انا هنتقابل في المطار! احنا اتفعنا انه هنتقابل اول ما هوصل على مصر! وانا بعد نجي من بيروت! يا ألف الحمدلله على السلامة! يا أهلك! كيفك؟ استأذن انا بقى عشان يا دبل حيلفطار! واحنا على معادنا! نتكلم في التليفون واخدك فرجك المول الجديد! كتير منيح! ازا ما معك سيارة من وصلك بطريقنا! بنتي جيتي خدنيك! لا لا انا عربيتي هنا! يا أهلم يا أهلم يا حاج! الحمدلله على السلامة! عبرة مقبولة ان شاء الله! دخلت لاش حاجة! يا حاج انت عارف بقى! الشوارع زحمة! انت عارف مهارنا مدان كل سنة انت طي! طب يالله خد الشولة! حاضر حاجة! قولك يا بابا! وين كنت كل هالوقت؟ سلي ساعة ونبش عليك! الشوفير ما اجا بس طلبتلك أحلى الليموزين! فواز بيه! وعرفك على بنتي ماية تدرسوا بالجامعة الأمريكية! بسم الله ما شاء الله! فواز الصيار! أشهر مصمم أزياء محجبات بمصر كلها! أهلا وسهلا! أهلا وسهلا! لما أجزة ما بسلمش! ما بتخلم كرمان رمضان؟ لا كرمان ربنا! العربية جاهزة يا حاجة! ما في داعي نعطلك هلا! بقى يا وين عربية الليموزين؟ الليموزين ازاي؟ معقولة! سليم بيه لاشقر يكون موجود عندنا في مصر في تغرفيتنا ويركب الليموزيننا! شحاتة! نعمليني حاجة! انت فيهمت طبعا هدايم اللي! فيهمت يا حاجة! ود الشغط على الليموزين والجماعة يركبوا معايا! فضل يا سليم بيه! فضل! فضل يا سليم بيه! شكرا! 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 رمضان كريم يا حاج! كله بما يرضي الله! انا بقول نيرى الفتحة بعشة ربنا يا باركلنا! لك اي فتحة! ما تتخضيش قوي جادة! دي فتحة تعارف! امم! ايه بس نحنا بعد ما تعرفنا! ايه احسر! طالما القلب نضيف! وده شغيل! انت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعة! الحقيقة اللي ما بيعرفك بيخسرك! شو رأيك يا مايا! امم! ظاهر انك ركبت ادمار البابا بسرعة! وهيدا الشي نادر ما يصير! الحمد لله! ما احنا قولنا انه هيحصل! ما تسمعونا الفتحة بقى ولا مش حافزينها؟ لا لا حافزينها! الحمد لله رب العالمين! الرحمن الرحيم! مالك يوم الدين! هو ما يحسش انه في رمضان إلا زكال من المكرون بتاعه! شو مرحيتها يا بتي يا زينب! وخرمت منخيري يا زتي! اللهم إني صايمة! صحيح هو اتأخر قوي! ده خلاص! المدفع قرب يضرب! قلبه مش حيطلع انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبة دي كلها! وبعدين مش انا اللي قلت انه هو رجع وهو بعد شحتها بالشنف! اكيد ورا مشوار مهم وحيرجع عليكم! برضو ما بيردش! هريدو اتصالات! يا امه مقفول يا امه ياختي ما بيردش! بجد بقى يا موري! وايه ياختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه! بدل ما تيجي تشيلي معي طبق ولا كوباية وتساعديني! لا اسكيوز مي بقى يا انهار! يا حبيبتي انتي عارفة ان انا ايدي مجزوع ما بعرفش اشيل بيها حاجة! حتى هو! ارحميني! مرارتي خلاص وتشالت! هتعملي فيي اهتاني يا سميح! روحي يا زينب! ساعدي ستك انهار وعاتي بقيت الاكل من المطبخ! قدد يا ست! يو مردو ما بيردش! تبداي وتأمني بالله! تلاقي البت اللي عادة فوق اللي عامنا ربع العدوية عارفة هو فين وبتخبي علينا! وسايبانا عمالين نحني وننقض فين الثانة! ايام شور! 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 انا كل حاجة بعملها في البيتة الوحدي يا ربي! فين هودة! انا كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله! ولو كنت اعلم الغيب لا استكسرت من الخير وما مسني السوء! ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنين! صدق له العظيم! يا اختي مش توفر الاراة دي للتحجد بالليل بدل ما تروح عليك نومة! هودة! يا هودة! زحلان انا بينك! سايباني في المطبخ محتسى لوحدي واحنا في ساعة ضيقة! المدفع قرب يضرب! يلا! نادي العلم تعالي! حاضر! انهار! نعم! هو وصل يا اختي! ان شاء الله هيوصل بالسلامة! بس انتي قوي يا! ربنا يرجحوا بالسلامة يا رب! يا رب احنا بس كانت احنا في ساعة ضيقة جميعا! السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حج. كده الهلال ظهر والرؤية. ظهب الزمق وابتلت العروس. وحشتوني. يا ربنا يا تقبل يا حج. الحمد لله على سلامتك. وحشتين. وحشتين يا هودا. الحمد لله على سلامتك. وحشتين يا او يا فواس. لا اله الا الله. الهدان لسه مدهش يا سميحة. يا بنت في حدي شوية مش كده. وحشتوني. ما انت وحشتنا يا حج. وحشتوني كلكم. ربنا يخليك لين يا حج. يبتلكوا حاجات حلوة حلاوة. وانها مزحيح. شنطة لكم كل الله. العيال في. يا عيال. يا ولا. الله اجيه. الله اجيه. الله اجيه. يا عشاء الله. على مهلوف. الله اجهر الله. قربة. قربة. يا حبيبي. الحمد لله. متأخرة ده. ده يا حبيب. الحبيب. مين صايم. اه. طب يا أنا ، أولا لنبي حكّل ، متصح حياته اللهم ہے に لك صنط 분�活ك وتعامل ذلك ذهب الزمقب و بسم الله الرحمن الرحيم يلا وين انسان المغرب؟ يلا يا حاج يلا وين هو أبويا مجاش يختار معنا دي ما زاود اللحمة شوية هو كل عشو روز انت بتاكل فراخ زاود اللحمة حاضر يا حاج ما هي لحمة يا حاج طيب يلا يلا بسرعة يا عم عملا خليك لينا يا حاج ادعو الحاج فواز ابني كله ببركة العمر ان شاء الله انا عاوز كله يا كل حد ما يشبه واللي يشبه يا كل اخر زاده الخير كتير والحمد لله والغلبة اكتر حاج علي اقولك انت مش هتفتر حاج يا عمي لما الناس تاكل والاكل حيروح فين يعني نفع الناس اللي نقصوا حاجة ديرو يلا حاضر حاج اللهم ما ديمة نعمة وحتزة بالزوان يا رب حاضر حاج لدينا السراطة المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد للشكر حاضر حاضر يلا على الباب ملك مسروع كده إيه يا نوح مش سمع على الباب يعني حاضر إيه يا بنتي كل ده عشان تفتحي يا ألفا أهلا وسهلا اتفضل يا عبا اتفضل ازاك يا نوح الحمد لله يا جدي ما عليش يا عبا بلبيت مكاركت شوية أصلي ما صدقت إنه علي يروح يصلي التراويح فقلت يعني يا نظف كده من على الوش ولا يا عبنك بس انت سايب فواز لوحده ليه برضو حفيني تصياب يترم الراو يا ريك ما بيفصلش ولا ثانية واحدة يا عبا وإيه ديم خليها عين يفص الراس يما حيجننوني نوحا نسلين على جده ايه؟ زيك يا جده يا عبا يا جده يا عبا يا جده شوفي جده جابلك ايه؟ قولي يا نوحا اهو اتفضل استاني قولي كمان اتفضل يلا يا نوحا قولي الجده شكرا شكرا يا جده العفو يا حبيبي الجده بتشرب ايه بقى يا حاج؟ ولا قولك أنا عندي رز بلبن من اللي انت بتحب سينك من رز بلبن؟ خلي الوقت فواز فحضك الله معلش يا باحا دخلوا جوه ها؟ ثانية واحدة يا ابا ثانية واحدة معك شوكرا تانية يا جده؟ لا يا حبيبي الجده بس اه اقولي تخلي كل دول على الشامي هاتي اللي نبسك فيه كله ليه كده بس يا حاج؟ ليه؟ هو انت ولا فواز اخويا يعني حرميني من حاجة؟ هروح اعمل شاي جده هم زور كام يا جده؟ لا يا حبيبي الجده ما تعدهمش لا يتقل براكتهم يلا امي نعبي جوه يلا وقف عامة في الطابور التوهوة يدعو الفواز ميه؟ بسطرنا 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 وديه على قد نهيته ايه الصحة يا كريب ها هو ها هي دي اللي عايزنا كله ورايا ويديم عليك الصحة يا كريب 意ه الصحة يا كريب يليه جهز حاجة هو الحاج ما هو يعملها تاني ولا ايه؟ ربنا ما يقطع له عدعموس وساعي 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 تنازل حاج تواصل يا اهلت يا اهلت يا حاج يا اهلت يا حاج السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام يا اختلاب ركزة زكرا دا سون طيبين سون طيبين هو دا سون طيبين زكرا دا لا اهلت يا حاج بص يا حاج ما فاطلتش غير الشوية دول ويبقى كل خب نسيوه الحمد لله هو عاش حاتة تكون نسيت حاجة احنا فيها مفترجة الدعوة تسوى كتير قوي طب والنعم يا حاج من بعد اتفطار واقفيني الوقفة دي حتشاف ما نزرب عامل ازاي حاجة مانك يا دا ارفش كده ليه كله بثواب واشحاتك كله بثواب رعت بنفسك يا موسي زي محارتك امرت لحد باب البيت لسهوم ما يعني معلش معلش خليها يا جاهزة ولا هتصرف وابوها فين مش ناوية تخلي جوزك يفكه شوية يا حياتي انا مش فاهم هو باع الوظيفة بتاعته دي دي ايه الله يا بنتك انجش تغل معانا وهو اولى برضو كل حي بياخد ناسيبه ياب وهو فواز رجع من العمرة رجع النهاردة بصراحة يا حبيبتي انا مش جايني قلب اشوفك من المنظر ده قبل اذا انا عارف ان جوزك نبسه عزيزة بس برضو ده خرابوكي واخوكي حرام تتحرمي منه يا بنتي يا بابا انت عارف عالي دماغو ناشفة ازاي عارف يا بنتي عارف بوزك راجل وابنه اصلي بس انا صبر على تعبك اوي حياتي انا مش تعبانة يا بابا ورادية بنصيبي واكحها العيني بالتراب اللي بيمشي عليه عالي يعني كنت مبهدلة شوية فده من هدة الحلم على عيال مش اكتر وبعدين فوز مش سايبني يا بابا الشهراء اللي بيبعتها كل شهر بتزيد ومش مخليه ناقسني حاجة لهي ربنا نزيدك يا فوز يا رب ويسعيدك طم تسعيد ابوك يا حبيبك بقى كبان بندحكة الحلوة اللي بيموت فيها او كده شوتي الشمس طلعت وديلي انا واردت ربنا يا بنتي يسعدكم احريبكوش من بعض الابراد ربنا خليت ليه يا ربنا يا بنتي السلام عليكم ورحمة الله السلام الله اهيه طمس يا حبيب ابوب حبد الله سلام يا بواس حبد الله سلام يا باحشتين انت يا باحشتين عمر مقبول ان شاء الله يا بينا يا رب بلاد قبل يا باحشتين انت كمان يا حبيب كان نفسي تكون معي انا كمان كان نفسي والله بسخوف تبينيه بينك بالزحمة ميكة زحمة ايه حاجة طيب كنت اعمل يا انا بقى احطك عالكورسي وتماشى بيك كده فوق برواءة في السطح معنا بسنة ان شاء الله مرحب ان شاء الله انا قلت ارجع على ايك في البيت مستنيني وخصوصا انك عارف معاد رجوعي ايه محناش على بال بقى ولا يا معلم شاكلنا مش على بال بقى يا اخويا يا اخويا يا اخويا انت كمان سايب لي هام ما يتلم انت تلقى السلامة حاجة فوقت الله سلامة حمر وابقول ان شاء الله امين يا رب قطر كل اكتبالنا يا رب امين يا رب امين وكل مستبعوين ان شاء الله اشترك بقولك يا حاجة قولك بتايل عليك خير العين لولادة عمي لك دعو الحاجة فانا بقول لو انت تاقد الحاجة بنفسك وتروح ماك يعني هيتكسفوا منك ويعملون لك خاطر مستحيل يحرجوك بقوكله في الاخر عشان خاطر انهار حاضر فواز. تمام البركة. اني تشوفوا يا ابني حاضر. طب بقولك ايه ماريت تيجي معايا انت يا كلام. لا لا. اسمع بس كلامة. اسمع كلامة ابوكم بل يا فواز. يا ابني مشيك بالايام المفترج يعني تصفر النفوس وتشيل انا شاوت الان دي ايه. بيعيال نفوسها سودة. نفوس هم سودة بالجوة. ما عارش ما هقولك ده مهما كان دي صرت راحة ما ينفعش تقطع على الابا اللي ريابني. اسمع كلامة ابوكم. عاش الخطرة والله العزيم عاش الخطرة. عاش الخطرة بفواز. حاضر. بروح معاين انا بتخنق الي اروح عندهم ببقى انت عارفني مامسك نفسي ببقى. عاش الخطرة بوك بقولك. ماشي. يلا بيدنا. الشاي. حاضروني بتحط الشاي من غيب نفسي ازاي. بله هلوا. نعمل باصلينه. حاضر حق السبينيومينك هي وليه النقصة انا موعد مش اظن الكلمتين ترد عليهم قبل ما تقولهم يا عمي عمك ده تخلت فيها يا عمي اظن احنا لسه مبقناش كلاب عشان ترملنا حتة عضمة نتلهي فيها يا سفواز حسنات فواز ابني مبيرمش عضم ولا حدش في عيلتي الصياد ينفع يبقى الكلب احنا بس عشان خطر العشرة وصنة الدم بيتزوق في حواراتنا عشان نوصل الى القطع الى القطع ولو ما يتوصل لما الحق يبقى على اصحابه يا عمي حق ايها انتو بتجدموا الكلب او حد صدقوها احنا ما بنعرفش نجدب يا حج وللو حق لازم ياخدو ولا ايه يا جزبينتي استغفر الله العظيم يا رب انا سكت من الاول عشان خطر افوية اللي بيتكلم واللي جابني هنا برضو ردة بوية وخطر مراتي انهار بنت الاصول وعشان انا ابن اصول اتعلمت من الراجل ده يعني ايه صلة الرحم خليك لينا يا حج بطولينا في عمرك هامين يا رب ومدت ايدي بدل المرة كتير وانتو اللي صدتوها ابي انا كده يا حج عدك العيب يابني وازح وازح وليليه حق يشاور عليه يشاور وهنا اغرف وديله بما يرضي الله حين المصنع اللي فتح عليك من نعيم الدنيا ابو يا هليفي المصنع ده زي بوك بالظبط عملوه ايد بييد وكتف بكتف تانك يا عمي يعني كل اللي عندوكو ده احنا لينا فيه اه وقالهالك اغرف بقى يا جزبانسي مصنع ايه وكتف ايه وإيد مين يا اخويا مصنع ده بتاع انا وابني ده اللي طوره ابوكو يا هدوب وقف معايا فيه وعلى قد ما ده خد قصاد واضعاف مش انا اللي أبر على نفسي ولا على ابني قرشي حرام قبل مش اللي علمكو كلام ربنا وصلى بيكو في الجامع اللي يتقلوا كده ويوم ما ربنا افتكر اخويا جيتلك يا حسنات وديتك اللي قدرني عليه ربنا واستحملت كلامك وانا بقى عشان خاطر عطم التربة اديتك كل اللي انت عايزاه مش كده برضو يا حسنات حق ايه؟ حق ايه؟ حق ايه؟ حق ايه يا عمي منعب؟ ولا يا تسوي؟ لعاش ولا كان اللي علي صوته الحاج منعب الصيادة؟ واسمعوا بقى يا خلال تقول صلة الرحم انتوا عطعتوها والدم بقى مية واللي بيني وبينكم مقاش فاضل منه اللي عنهار ولاجل عيون عنهار انا اعمل نفسي ما اسمعتش اللي تقال وهعد الفرغة دي عشان ما زعلش وربنا ما يوريكم زعل وربنا يا ربينا حاج يا ربينا عمدي الحسنات قال اللي ما شيف لك حسنا واحدة حتى في افاكي جاتك الهم هيا ceس سنا де عنده بيتك خطتيني عدوتيها في ستين داية انت مش عارف ان ده حرام وكمان في رمضان حرمي بتعليك يا عشتك اتتكي علانه في ايه؟ مالك كده مش على بعضك ليه؟ انت بصبته وش هو داخل كان ضرب ازاي بوط قد كده شبرين ما كانش طيق ولا معدها فيه راح واخدها من ايديها وداخل على قدتها رغم ان النهاردة مش يومها اولا من ساعة ما تجاوزنا وهو محددش لاي واحدة فينا يوم معين طيبها حسب الكيف كده زي ما بيقول سانيا يا اختي وماله ما يمكن يكون فيه حاجة موين ما عايزي قلالة يا عبيضة انتي كده داخل ما بيضا افاهمك ازاي افاهمك ازاي مش ممكن يعني يعني ايه؟ يعملها يعمل ايه يا اختي؟ يا كوز ويطلقني؟ ما طبي يا المامين هيطلق غيرك يعني بقى اينا سامح الله تخضيتي قوي يعني هي دي عط ولا هشتريها؟ لأ يا اختي قصة انا كلما اسمع السيرة دي قلبي بيترهش كده مش عارفة ليه بقولك ايه سامحة سامحة ايه التاني بايها لا ايه اختي حرام ده ربنا اقل ولا تادي استاسه خلاص خلي روح يجوز بقى لا ما يتجوزش نتسنط قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم كل ما اشوفهم احس بامتك ابتر واستغرب اه اقول ازاي هم يا ربي بالسواد ده وانت بالحنية دي سادي اللي قال البطن اللابة ربنا بيهدي النفوس يا حج اخواتك يا انهار اخواتك طمعنين فيا بزيادة مش هياخدوا غير نصيبهم يا اخويا ما هو نصيبهم اللي هم عايزينه ده ما لهمش حق فيه نصيبهم مش اللي يهزوه نصيبهم هو اللي يستهلوه وبعدين انا عايز اقولك ان القره لما بيعرشش في القلب بيعمل عين والعقل بيخلي الواحد مش عارف هو بيعمل ايه وبيتخبط يمين مش مال خلوه على قواته الا بالله استغفرك يا رب واتوب اليك طب يعني يا انهار ده وجيه اليوم اللي يخياروكي بينهم وبيني قوعد كمل ده اللي بدنا اقوى من انه يتقل علشان يتوصف ده اللي بدنا اقوى من الدم اللي رابطني بيهم ده انا حيطة منك وانت كل حاجة في حتى لو كت روك مصغير في بيت شارك مع حد يا نهار هوا الفجر ايه دهن ولا لسه لاي يا اخوى اخد راحتك ده فاضل له يجيه ساعة ونص كده هم هااااااااا لو قربت مين دلوقتي حيث حمسروع انا بقول لك او تتحاني في الوقت يا ساميحة وانت عايز تمدي ايدك عليها من عامة يا فواز واحنا من عامة بنتجسس على بعض يا حبيبي من ساعة ما بقيت غامض ومتخبي علينا غامض غامض واحد امرأة في قط النوم عايزيني احطالي الكاميرات عشان تشوفينا اوه يا ربي لاي بيت اوائي ليه دلوقت انت مش شوف نفسك عامل ازاي لا 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 اوه ده الحاج فواز يا ناس اسم الله عليك يا حاج اللي جرالك اللي جرالك اتغير بعد غبت عشر ديام بتعمل كده بدل ما تيجي تطبطب علي وتقول لي وحشت اني يا ساميحة بحبيك يا ساميحة اخبارك ايه دي كذاتي دست اني بحبك وبموت فيك وبغير عليك وعايز اطبطب عليك وعرف مالك نييمي لو قد في سريره يا ساميحة مش مينييمة يا فواز خليي يشهد على انت عايز تعملو في امه ياولي انا عملت فيك حاجة اهو اهو بتزعق بتزعق تعم زعق يلا زعق اسرع للواد عشان يطلع معقد نفسيان زي امه اللي محدش تقولها كلمة في البيب ده ما تطلعيش زربينا يا ساميحة تلاوي ربيتنا فلماني ياختي 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 زبو فيه لعدك يا فواز حصمي يلا هو نعم الوكيل فيك راجل بتعزبني علي روح يا اخويا تشطر على الولية اللي عاملة نفسها رهبة اللي وزيتني عشان اتصنت عليكم ماشي يا ساميحة ماشي هوريكي هوريها الله واجب ده بتكرهها هتخيل علاي يا عودة ده اللى ربا خير من الاشترا اللى ربا خير من الاشترا انا عايز اعرف الصمة اللي بتصلي ربنا ليلو انهار ده ما أقل لك إيش إن التجسس والتصنط حرام ولا ده منزل عملاها قدامنا ومنزل بتشتغلينها بإيه حقاك علي يا حاجة والله الله حسين ما كانش قصدي انت يا هودة انت يا هودة ما تعذبنيش أكتر من كده يا حاجة أكتر ما أنا معذبها نفسي حاجة علي يا والنبي توبة من دينوبة ومش هتتكرر تانية أمد ده انت يا أكتر واحدة عارف يا ربنا وده اللي مخلي لكي ما كان عندي ما أنا يا خوي ما استحملتش اللي قالته ساميحة قالت إيه بقى ساميحة؟ قالت يا خوي إنك هتعملها تاني هعمل إيه تاني؟ ولا كل بكلم واحدة اتعملت قالت إيه ساميحة؟ قالت إنك نوتها مالها تاني وتتجوز نوي إيه؟ والله العظيم داشتنه وداخل فجأة علينا وديني جايب لك البت تسمح معي هاي علشان تعتذدلك وتبص على رأسك والبيت هودة دي غلبانة هاي البت هودة بتاعت الكلام ده دي هابلة والله حيشتن داخل علينا فجأة احنا مش طائق خلت حدي فيهم اول عاجبك كده؟ عاجبك؟ وانت؟ هتولى إيه لي في البت يا هودة؟ هتولى إيه في البت يا هودة؟ خليكي معايا هاي وإيه لي كان بيقولك إيه؟ ياختي أول حي يقول حاجة ما تدخلت إيه لي زي العظة المستعجة قالت ياختي إنه حيتجوز؟ لقدم تطاعده خالص عاجبك كده؟ اهو الفجر بيده امحي لأ مراحتك انت في بيتك تتصارنا بتعمل اللي انت عظه لا إله إلا الله انا بقول يا جماعة روح لصال الفجر عشان نخرج الشيطان اللي داخل علينا فجأة ده اهو النبي يا خلي داخل علينا فجأة يلا يا بيت يا هودة يا هودة مخاطرين سأل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما فكرت أخد الأرض دي أنا عليا مجنون مين هيجيلك؟ انت عندك تلت مولاد في أماكن حية بتشغي باشا وديكو شايفير المكان بعمل إزاي؟ والمول جار رجلي ناس كتير وهي ناس اهي بتحاول تعمل إزاي وكمان بيرني بتفايل بالمول ده لأنه رقم أربعة وانتوا عارفين أنا بحب رقم أربعة ده ما شاء الله يا رجل مهندس لا الله يموت وقل لي بقى الألوان هتبع عاملت زي الألوان هتبع عاملت زي الألوان هتبع مجهزين معاينات دي أيوة دي الألوان الواجهة مبارسة ما انت شفتها وده لون فريدون ودي هتبع الألوان المحلات من جوة دي الألوان المحلات من جوة أيوة مش محتاجة تتغمى شوية ولا ولا يا زكي؟ تتغمى طبعا يا حاج مش كده؟ اه يبقى نفتحها فتحها يا باش مهندس على آخر عايزها فريحي عشان الزيبون ما يخش يفرح يفرح يا زكي الزيبون ما يخش يشتري يشتري يا حاج ويفرح برضو ما تحفش أولا تماما حاجة تفعلها يا باش مهندس؟ تفعلها يا حاجة بس والنبي أنا عندي بضعب ملايين مرمية في المخازن عشان خطر ده ولا يا إدمك يا حاجة إن شاء الله بنعيد المهلة كل حاجة هتبعى تماما على البركة اتفواس 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 بطلع يا شايفة باستنيه بالي مدة بس هو اللي تأخر بحاجة الفاطر اسلين بيه الفاطر نفسي أقولك تشرب ايه النمى رمضان كريم بقى الله أكرا أنا ما بيجي على مكان شغلك إلا لأنه عندي شغل معك أنا تحت عمرك انت ليه ديف النفسك هو شغلتك في إلا سوق عشان واسمك حلو وشغلك كله مطلوب يدي على كدفك يعني انت بتعرف انه في عرب كتير في دول أوروبا وجنوب شرق آسيا وستاتهم مبيلة بصغير العباية والإحجاب وبدل ما تستورد خامات من تركيا بتصير بتصدي شو رأيها؟ ده كلام موزود بس عايز قاعد على رواقع كده عشان يتوزن صح يعجبني اتباغك أنا تحت أمرك في أي وقت اقمرني وأنا بجي لك لا لا أنا اللي تحت أمرك هجي لك أشرب الشاي وده للفتحة فتحة؟ ما إحنا عريناها لا لا فتحة العروسة عروسة آه عصبك بنتي معي شو رأيها؟ أنا أمر رأيك بسم الله ما شاء الله تسلم بديكي هلق فيها أعرف أنت ليه مستعجل هلقات؟ مش أنا اللي مستعجل أبوكي اللي مستعجل عايزنا سافر معاه في صفقة عشان تتمني فقلت نخليها عشان رأي عسل أنا فين وفيد لما بعرف يخلع مش هلق إيه بس أنا كتير بخاف من الاستعجال مش بيقولوا العجل من الشيطان مش أحسن لما نسيب له فرصة إلعب مع النفس الأمرة في السوق عن مين عم تحكي أنت؟ الشيطان ربنا يبيعتنا عانا شوفي همايا أنت عششتي هنا ومش هتخرجي ولا بالطاب لبلدي يبقى نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نحصن نفسنا باللي حللولنا ربنا يلا رفتحة بقى كده وإحنا في رابطة لعشان تحصل البركة وهتحصل كده كده إن شاء الله لأنه كله بميور دي الله إيه بس أنا لازم أخد وقت تحت تكون جاهزة وحضر حالي فواز إنتي كده بقى مش عايزانا نستفيد من خبرة السيد الوالد إنت اللي شكلك بكتضحك علي تتجوازني على السكت إنت هربان من شيء؟ لا إله إلا الله هو الواحد لما يلاقي اللي بيدور عليه طول عمره ويبقى عايز يمسك كيب إيده وثنان ويبقى هربان من شيء لك يا فواز أنا بعدني ما بعرفك وهو فيه أقرب من السيد الجوزة علشان تعرفه الراجل قبل الجواز بيبين أحلى ما عنده أنا بقى الحلوة عندي بعد الجواز قلت إيه؟ لك إيه بس؟ بس إيه قديمي المشيئة وكله هيمشي بما يرطي الليل طب خلاص اللي تشوفني يبقى على بركة الله يبقى الخميس اللي بعد العيد زي ما اتفقت مع الوادي هلف من الموكة عروسة الله يجريك فيك ما انت عارفة؟ لما يحصل إن شاء الله؟ الحمد لله الحمد لله انت إيه يا أخي؟ انت إيه؟ إيه؟ إيه إيه كاك أول؟ إيه يا عد؟ أنا عملت إيه؟ ده ده تقولي الجواز اللي هتتجوزها ليه هتبقى ريمة كامة؟ لا عد ما تطلعش واشو قلت لك خلصت ده لسه ده الليلة لسه كلام يعني ما حصلش لما يحصل إن شاء الله هتبقى الجوازة ليه من الكام الرابعة حسب شارع ربنا كله بما يرضي الله ايه؟ 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 هم القمس اللي قبل كده يا فواز مش كانوا برضو الرابعة 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 قول بسم الله ما شاء الله لا تعمل مش هتحسن خلو انت بيتحوق فيك حاجة لا 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 حد هو مش الواحد من النا الراجل في البيت بيسيب قوضة كده المزاجه في البيت يقولوا عليها قط المزافين والناس اللي فوق شوية يقولك تي قط الضيوف والناس اللي هم النخبة يقولك قطة مكتب الغرض ايه؟ قوضة في البيت متسابة لمزاج راجل البيت يشوف ده يابل دي يقعد مع نفسه أنا القوضة الرابعة اللي عندي دي مخليها المزاجه ارتاح فيها شوية بالحلال ها وبين ما يرضي الله يابني افهم حريمة كلهم ما فهمش واحدة فيهم فيها عين ملاش بقى تتشارق بالشرع ربنا ويتعلق علي فرقة عينك اذا كان ربنا نفسه سبحانه وتعالى ادينا الرخصة دي عشان عارف طبعينا يا حج منها مفيش راجل على وجه الارض على وجه الارض مهما كان مخلص مرحتش نفسه كده الوحدة بالنظر بالتمني او بالحرام بقى استغفر ده العظيم يا رب احنا بشر لا يا فواز لا يا بي انت كده بتظلم والخير اللي بتعمله كل ده نقطب في بحر الظلم اللي ما تنساش نفسك في فواز يابني والله يا حج ويحس بنفسي انا بلاي نفسي كده روحي رايحة واحقالي بتشعلم ومش حقالي اين بيجرالي ولاي الكلام بتقرع على لساني وفجأة وصدر مأزوم وقعدين يا حج انت لو شفتها ايه لو شفتها مش هتبسك نفسك بس اللي درجاتي حلوة يعني حلوة يعني حلوة بس بسبوسة مقرمشة وغير ايه نفسك ده بتاخد حيطة متطرفة يا ريت ايه حج فيه مش قلت احنا بشر السلام عليكم الجامل اتفضل لحج بص بنفسك وتطمم تعرف فواز قال الان قد ايه عن البضاعة ايه ها طبعا حج ايه البضاعة متخزنة ايه في الانتظار الفرج ما ايه ما انا بفهم كان لازمته ايه المول ده سايد بضاعة بملايين مراتراتة كده ومهنز دكور قال ايه لسه بيفهمني فيها حبينا يسطر هاني تحج انا عاوس حراسة جديدة على المخازن يا مرسي انت عارف السوق بلوي والعين علينا وما فيش اكتر من اللي بيكره والخير للناس حصل يا حج والدنيا متأمنة على اخر ماشي خليك على اتصال بين ما تشغلش يفوز باي مشكلة سينه في شوره تحت امرك يا حج انا مش عاوس حد من اللي غير يبقى رأسه حاجة انا عاوس اينيهم تبقى مفامجلة انا معايا وما حج ما تخافس رب الله معاكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حج ازاودي الحراسة يا شوية يا مرسي من عنايا حج يا شوية يا شوية حلوة قوي الجهاز دا يا بيبي انت عارف دا بقى تخليني افضل محافزة على رشقتي طول العمد وارخص على فكرة يا فواز مش غال وما تغيرلنا البتاع دا بقى عشان صبعني استنى هنا بي حبيبين شوية بيبي فاقولك ما تشتري اللاصقة السحرية لاصقة ايه يا اختي السحرية يا حبيبي سحرية وانت نقصة سحر يا حبيبين ما انت سحريني واما شفت العلاد بتاعتي شفتها بس بصراحة ما عجبتنيش البلد بلدي قوي ومالو البلد وحش البلد مش وحش تريدت ملك محلوة كلمة يعني انا طول عمري حلو بس انت اللي مش واخد بلد مش احمل لحواليه وحشتك قد ايه لأ اخلاصي كده الفجرة هيد حاضر يا رجل بس ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقت عليا النعمة دي واحدة من القرشانات اللي بارد عادي لي بواد وللتي هلو همه هلو ايه 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 انت حصل الكلام ده فيه ايه ليلة سودة فيه ليلة سودة انا جاهد الباكت حصلة احنا حصل ليلتك يا سميحة ملها مصيبة مصيبة لو انها بيحك يفو مصيبة ثلاثك المصيبة مصيبة صحانت مصيبة عزففة مصيبة يا دهوي يا خرشي يوم الغذائف القوم قوم ده انت ليلة اهلك سودا مش محددة يا النهاردة قوم قبل مقوم ايام تركوا شو بيكالمك بساعة زي اللي دي يا خرشي ايفني انت كسي شو ده دي قوم قوم قعد بكرة وريني الزوجة التانية ايه خبرية شوية؟ هو شد بحقل تاني هوريك كل الالوان يا ولية يا ولية يا ولية يا ولية هدي شوية ايه دي شوية انا فاهمك فاهمي ايه ها؟ زيكوة تانية يا عرّة يا عرّة طب ما تسطر على الاول يا الاول ها؟ افصل ايه شوية يا لو دي بتبتصل تاني استني اللي بشوف عايزة ايه ايلو ايوه يا شحات ايوه يا سي ساميحة وكبال بتبتدوس ها؟ شو خير تحت امرك فيه مسيبة يا شحات اا موسيبة ايه؟ مطلطة يا رجل بقدمتلك بسناني هو فيه ايه؟ ما تسكت اللي جنبك دول لا 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 ما فيش حاجة ادخنقة في الشارع ما انت عارفة العالية طيقتك هو في حاجة؟ فيه مسيبة يا باجم هو انت مش عارف حاجة ولا ايه؟ ها؟ لا لا ما عارفش اصلا كنتي ناية. طيب طيب. هاشوفه اكلم حضرتك. معايب سلامي. ياولي يا حراب عليكي. انا رايي انك تتشاهد وتنام على جنبك اليمين. عشان موتك تبع شارك. هو بقى فس هو بقى في سنين عشان ننام على جنب اليمين. ياولي عايز اقولك دي الست سبيع حبرات الحج فواز. وكتب حذوك التانية. هي رقمها كده عميلي. غبي غبي يعني. ايه يا اختي? قال المخزن حصل له حاجة. مخزن ايه? هو در ينب حاجة. الرجل مش عارف اي حاجة اطلا وفتابع نومة. ما يمكن يا اختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضو. انا بدأ الفر يلعب في عبي. ما هي بصراح حاجة تماخل. ما عبالش يا اختي. الغيب حكيتو معاه. ما هو احنا لو عرفنا مين اللي يكلمه. هنعرف في ايه. السلام عليكم ورحمة الله. خيب. خير. ايه اللي حصل. كنا عناس اصحابنا. واحنا رجعين. سيارة تحشط علينا. ما يا ما عرف تسرق. لقينا حالنا فايتين بشجرة. صارت سيارة مثل العجيم. لا حاولة ولا قوط إلا بالله. مش تخلي بالك. الف سلام عليك. انت شاكلك كده عايزة تشوفي غلوتك عندنا. الله يسلمك. ستعجيب لك شي تشربه. سلام بشكرك. كنت مراهنة نفسة انك رح تجيب سرعة. وهو انا اقدر تأخر عليكي في حاجة زي كده. ليش ما بتعرف انه انت السبب. ازاي? صرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي انا وسيقا. لا ما ليش حق اي كده. انا كده غلطان. ما قد ما بتدلك تنق على قرس. هياتنا رح نتأخر غصبا عنا. لسه بدري قوي على الفرح. وعلى ما يجي هتكوني بايته زي الفل. دكتور قالي تحتها يبقى جمعة بالتخط ويبقى اتحرك بعدين نتفى نتفى نتفى. ده انت تتحرك براحتك خالص. فضل يا فواز بدريقك قبل الادام. لا قطر خيرك متشكر قوي. انا لازم امشي على طول. ما صح اشعبت بقى في وقت متأخر كده. بيا مالح اي خلص شغله. وقال رح يجي بعد بكرة. لانه ما هم تغيرها وانت بتعرف. نا براحته خالص. واي حاجة تحتاجوها لحد ما يجي انا موجود. العربية خلص راحت للكسر. فداكي. فداكي هينا رح نقضيها بالتاكسي لكن اجا البابا وشاف لنا شي حال. تاكسي وانا موجود برضو. على ما تخفي وتقومي بالسلامة ان شاء الله. هتكون اجدع واشيك واحلى عربية موجودة قدام الباب تحت. ومعاها اجدع سواء. اه. احنا ما عندناش حريب بطسوق هنا. عن جدا عم تحكي? طبع. دي اقل حاجة نقدمها لستة الكل. وبعدين انت مش قلت ان انا السببب. فلاص. منقات لفى شيء علي اصلاحه. انت بتجنن يا فواز. بس هيك كتير يا فواز. كله ما يرضي الله. يا زينب. مخربة مخت. يا بيت يا زينب. ايوة يا ستي جاية. يا بيت. هعملالك صمت تهدم كذا. غسلتاني. يا بيت لأ. يهدم على شانب ما تنسلش بي تطلعي تخديم. ياخد عدوك ربنا. يا ربي يخليك ويكتب لك الساعد والهانة. يا حبيبتي يا ستي ديك على قد ميتك. يا اختي يا ربي يسمع منك يا رب. ده انا انها سمع بيك الخيء وليم عليك اوفي اتلعي لها الا الله يا انهار. بقى انا. تضربيني ليلتي. يا بنتي يا جزمة في عيالك في البيت. عيب نسمحهم فضايحهم. اشتهدي بالله يا ستي مين فرعش. وش اصول اللي بتقريد. اطلعي منها يا اختي انت ماكيش لها وخليها تعمر. وانتي للا اهلك بتتحشف اللي ملكيش فيه لا. اما انتي صحية غريبة. جوز دراني مواسكين في بعض. انتي الا حضرك في النص. اولا عمون طول اتنين. ده انتو عيلا تشلي يا ربنا ايه. ربنا يا اخدك يا شيخة. يا خبيتك. حبك الفضايحي انتي بتعملي عنا في البيت دي. وانتي يا اختي يعني عقبك انك تضربيني ليلتي. يا اختي هو مش كان عندك وهج منك. لا يا حبيبتي. المفروض لما يرجع يبقى عندي. والله كل واحد بينام الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي. ده انتي اللي طمعه عايزة تجوش على كل حاجة. مش كيفية يا اوليه ان انتي عمالة تدحلي بيليه لحد ما بقيت سره. عايز ايه تاني يا انهار. يا خسينا مش عايزة حاجة. انتي اللي طلعالي زي المدفع. انتي اللي جاية بتقول الشكل للبيع. ماشي يا انهار. طب قوليلي. ما قلكيش هو كان فيني? ايه اللي حصل عشان يطنفض ويسيبنا ويمشي ومين اللي كلمه? يا دينيلا. يا بدي انا مش قلتلك البضعك هتحتزرق. والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش. مرجعش في حجني له يا حبابتي. ابقي لما يرجع يسأليه. يا غلوية. حياتي. عامل ايه? انا كويسة قوي. لا يا حبيب انت برحتك الله. روح تيجي. اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حج. عايز اروح لامي بعد الفطر قاعد معها شوية. يا اختي ربنا يخليك ليه وما يحرمنيش منك ابدا. اللي واه. برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده. هيطلع كام? خمسين يا مام. بسم الله يا ما شاء الله عليك يا حبيبتي. برافو برافو. يا اختي انت على طول نايمة على وداني كده ومش حاسة بالدنيا. فيه يا ساميح مالك. صوتك علي كده ليه? فيه ان الهنم اللي تحت فاك نفسها الزجة الوحيدة لفوز بيه. والباقي بسلطة. طب واميه حبيبتي اميه دخلي قدك. لف لف. انهارة عملت ايه تانية يا ساميحة? عملها اسود ومنيل بستين يلا. طماعة. يا ساميح انت كل شوية تعملي مشكلة في البيت. وامبارح يا اختي كنتي هتخلينا نخرب بيتنا بيدنا بشكك ده يا اختي لمالوش اي لازمة. والحمد لله زي ما انهار قالت. ازمة يا اختي في شغل. دلوقتي عايزة توقعينا في بعض. هترتاح يا اختي لما البيت يا ولا. مكرا يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميك في الشارع زي غيرك. هتقولي ساميحة قالت. ساعتها بس هتقولي متشكرين يا ساميح. طلقني. انا كان قلبي حاسس. على فكرة. الحجة حيفطر النهاردة عند اخته حي. يا ساتر يا رب. شفت عايزة تفرسني ازاي? يا ربي يا اختي تموتي بأهرتة واخنص وارتاح منها. هو اي لك يا اختي انه حيطلقني? يا اختي توكسي. هو بيقول حاجة لحد غيرها. احنا فيه وانتي فيه? تفضل حاجة تفضل. 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 وصح يا عمي. تفضل حاجة. تفضل. تفضل. وشعه. تفضل حاجة. تفضل حاجة. السلام على من اتبع على المدى. علي افضل استبدا والسلام. الحمد لله السلام يا حمد. زكي هانا. حمد ايه? الحمد لله يا حمد. كل حاجة جميلة. الله. حلوة قوي جملة كل حاجة جميلة دي. بيادة لما تبقى نفسه صافية. وعينه حلوة. بيشوف كل حاجة جميلة. الله جمين يحب الجمال يا حاج. على الله يا مدام هناء تكون يا العلاوة للصرفالك الحاج بمناسبة عقد قراءة نكة تكون قدة الغرض. طبعا طبعا يا حاج. كتار لما بعد صلاة الظهر. مبروك. اتقبى الله يا حاج. شكرا نعم عبدالله. شكرا يا بيه. عارب عش حتى تبتفكرني بيه. بيه يا حاج? بتفكرني بالمنابه اللي جانب وادني في كل قوة نومي. اكره رانيته مع ان انا اللي زبط. يا حاج انا محسوبة كلها مكتافي من خيرك. يا عم احنا محسيب ربنا. ها. نمرة اتنين طلبتك تاني. لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا مناجم المالك حلو. والعربية. وصيت عليها زي ما امرتاني. حلو. والسواق. جاهز. ومستني اشارة ساعتك. على البركة. روح شوف بقى ورانا ما واعيد ايه النهاردة. ما تاخذنيش حاج. هو حضرتك هتشتري العربية لا لا. شحاتة ده ولا ايه? ده شحاتة اللي بيتكلم. ده شحاتة ده. يا شحاتة. ايه. روح يا شحاتة. حاضر. روح شوف ورانا يابن. حاضر حاضر حاضر. الهو. يا رب بتكوني احسن النهاردة. لا انا في الشركة. اه. لا انا ناعد بطور النهاردة. لا. طب بصي بصي هيكلمك تاني بعدين. اه. 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 صباح الخير يا حج. صباح الخير. قول مين وصل وهيموت عشان يشوفك. مين? صفات يونس. حلو. مين صفات يونس? يلا فتحي بوقك عم. عمتاش فاكه ازاي? صفات اللي كان معي في الجامعة يا حج. الله. هو بس سافر وانا طبعا زي ما انتم عارفين انا مكملتش. صفات يا حج. معقولوا مش فاكرو? الله يا ابني انا دماغي فيها اللي مكافيها. مجدتش تقدر تشيل اللي هتأثر عليهم بس. ربنا يديك الصحة يا باوي خليك لينا. الله يكريمك يا بنت. والنبي تاكل بقى سيبك منها. سيبك منها انت صحي. اندي بتتدلع. يا ستي تتدلع براحة رحيتها. ها. بكرة هتصوم مش كده? وما تصومش من النهار ده ليه? تتعلم الصوم. ماشي? هذا يا خيالو. يا حبيبي تخيالو. بتعودي بقى يا حياة. وانا تجري عشان واندا كله وعدنا. بتعودي كله معنا. يا رب بس اللجوه ده يفضل ساكت. يا بنا يا بريك لك. يا بس انا فرحان فرحان انا اشوف صفوة ده النهار ده. مش عايز اقولك ازاي يا علي. فرحة فرحة. بابني وبينك بقى يا فواز. احلو حاجة في الدنيا الصحوبية بتاع الزمان دي. صحوبية لا فيها مصلحة ولا فيها طمع ولا اي حاجة. يا عندك حق يا علي يا ابني. صاحب العمر ازا ما يتعوضش ابدا. عارف ليا حاجة. لانه ده الحاجة الوحيدة اللي انت بتختارها بمزاجك انت. انما كل ما عادة زالك بقى فهو مفروض عليك حتى الجواز. نعم يا اخويا. اه 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 الا ازا كان يعني مختبط بالحب والود يعني. اه 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 اما في ناس جبانات بشاك. طيب حسن يا حاجة. حسن والله يا ابو نوع حسن. ماشي علي ماشي. خلاص بقى. نخبرش جغل يا ابو نوع. الحمد لله ماشي. الحمد لله مش ناوي بقى تجي معي. الموظفين اللي عندي كل اللي يهمهم في قصة الضرائب دي مولادة بقى في الشهر. لما انت لو جيت معي. على اللي هتبعي بتخاف علي. ولا يا حاج. طبعا يا ابو. اه ده قولك على حاجة حاجة فواز. قول. كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. وانا شخصيا راضي بنصيبي اللي اسمهولي ربنا من رزق. الحمد لله. الجرائي يا فواز. الجرائي يا اخويا متاكم. ايه انت مكسوف ولا ايه. وايه اللي يا عكنينه بقى في اللي انا بقوله. ما كله هتحر في نفسه. مش كفاية ان انا ساكت على اللي بيدهولك كل شهر. بقولها يا حاجة بتتمي من اخ واخته. فواز نفسه يعمل لنا اي حاجة يا عالم. وده من حبه فينا. والله العظيم عارف. عشان كده نفسي ما طلعش قليل قدامه. نفسي ما حسش ان انا بمدي ايدي واكبش من خيره. هو انت ما تشتغل معي تبقى بتكبش منه. بص يا حيات. واضح قوي ان القصة دي كل ما بنفتحها بتفتح علينا بواب مشاكل ما بتخلص. وانا شخصيا مخنوق من المشاكل دي. عشان كده عشان خاطري. سيبينها الحق اروح اصلي العشاء. يا عالي انا زهق. والله العظيم زهق. مش عاوز اتكلم واحنا في ايام صعبة مش بقيلها ملامح. يا عالي محدش عارف بكرة انا كل اللي عاوزان ان احنا نقامل نفسنا ونبقى. حياتي. انتي عارفة كويس قوي زموفي من اول ما عرفنا بعض. وانا ما اتحبتش عليك. وانا ده ان رضيتي يبقى استحملي. انا مستحملة عشان بحبك يا عالي. ما بتحرق منيش يا حياتة ان نرفع رأسه الدمه لك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله اكبر. سمع الله لمن حمله. الله اكبر. ايوه ايوه. سمع الباب انت ها. انا هرق ايه مفاجة الحيبة دي. يا اخي اخي اخب مني درعي خدل. يا حبيبتي طبا قد تتكلمي انزل اخب منك بحاجة عبدالما اصلاقي بيه عالسلن. اخيرا يا اختي افتقلت ان لك يا اهل هو جاي تتطميني عليه. ليه اختي ما حستيني. ايوه رمضان كريم. الله اكرم. الله اكرم. الله قلق تسمع بلوبة اتدك ايه زوجي ياهلك. وعدا بتجاه المعارات. ما تدخلش علي بالحامي اوي كده يا تسوقي. شوية لما القط نفسي. حبيبتي سينك من الكلام ده انت وحشاني. وانت كمان. انت ايوه ما بتعديش عليا ليه. ام الفنل ما زغدش عبان راح فاني. نزل من شوية. انت ايه ما اجبتيش معا كماني اعملين. معلش حجيوه معا اموان رجال. ممكن يكون بيصقهاري من زده او من خلاله. ما احنا راضي بطى السودة. بطت ايه وزت ايه اتسوقي. ده وقته كلام زي ده. بسم الله يا اختي. يعني اللي جيه وقاله الشاملول جوزك. هو اللي كان يتقال. قال ايه يا اما جوزي. ولا كان جايه ليه اصلا. مش كان جايه يعمل الواجب. مش كان جايه يتطمن عليكو. اللي شايف منوكل مره الوان. وشرب القاسا كسات. ومع ذلك عمل بالواجب. وعمل بقاصله. وجايه يتطمن على اهله واهلي. وانتو نزلتو ده ممحروب. اسكوتي. اسكوتي وكفي عالخبر مجول. بقولك ايه يا انا. ونبقى فارب وقيل ان اندي بتقوليه بكل مرة دوك. خلاص حاملناها. بتسمعيه من زعب ما اتجوزت يا هاني. من يوم ما اتجوزت يا خير انا بحاول افهم فيك. ده ابن عمي وجوزي وابعيالي. ومش حاسمح لحد يهينه ولا يعطر دمه. يعني ايه الكلام جايه. ايه لايه 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 لايه. ده تهديد ده انا تسميه ايه. افهمه زي ما تفهمه يا اخويا. انو هي ما تسمعه كويس. جرابت. ما تفوق لنفسك يا حبيبتي. انت جايه على اخواتك عشان راجل. الراجل ده يبقى جوزي ياما وان امراته. امراته؟ اسم الله امراته. ده انت حالة نمرأ. نمرأ بلسطة طويلة عريضة عنهار. قطر خيرك يا اخويا. يا ابن امي وابويا. على فاني انا هار. وعلياتي مش ساعة تعالي بيت ابوكي. زي ما بدقول كده يا اخويا ده بيت ابويا. وجايه اشوف اللي فاضلي من اهلي فيه. واني لسه فكر اني اخته. مرألة. ما تفوق لنفسك. شن البت من دماغك عيب. البت مهما كانت ولية. ومش بيدها اي حاجة. نبي امي خليك انت بس في الترسين وكيش دعا بينا. اخويا اتنايل. ببهام. وما لسبتنا ليه برا وجيت قعدت في قطك لوحدك. انت عايزان اقولك هي يعني. انت عادب اخوان دفرس. مش قادر استحمل انا القسطوب بتاعهم ده. اتخنك. يا ودا انت اقرب واحد ليا في البيت ده. تعرف مع انك الصغير لسه ساعة ده شوفيك ابويا الله يرحمه. وبحس انك ضغر اللي بقيل. ربنا اخليلي جوزك. اي ستة في الدنيا مهما عاشت وتجوزت وخلفت. بتفضل متعلقة في قشاية بيت ابوها. ولو تقطعت بتحس كأنها تعرض في وسط زحمة الناس. والكل بينهش فيها. اوعى تقطع القشاية دي. اوعى انا هتجنن ما اطلق واتنبيتش فيها اي حاجة. انا بشوف منهم اللي خليني يشير من جوزك. بعدين بشوف فيك اللي خليني يحط فيه راسي. انا بيتش عارف مين دي حق عند مين. اوعى تكره زي هو. الكره بيعمل عين وبيقسي القلب. ويخليك تيجي على اقرب الناس لي. وديك شايف اخواتك. كره فواز فجم علي. وسمعوني ان لعمري ما كنت متخيل اني ممكن اسمعه حتى من ضرير. ما هو ده اللي هيجننني. انت ازاي يعني قبل ان كل شوية يتجوز عليكي ويجيب لي بدورة طوض على قلبك كده. صاحبك على عيبه. وبعدين هو مين فينا خليم العيوب. ايوا بس دي كرامتك. عمره مداس لي على طرف. ولا عمره مساها. زي ما اخوك المعافن ما عمل دلوقتي. بس امر. انا كل اللي عايزه من الدنيا دي ان اشوفك مرتاح. رحتي في قربك مني. وحميتك علي. اوعى فيهم تبخل علي بيهم. ماشي؟ ماشي. رحمة الله. انفع الكلام ده في رمضان. سمع هوس. احلى سلامه وتحية للمعلم الكبير. الكبير قوي. اللي ما بيسألش عن صحابه. مين؟ فوز الصياد بنفسه عندنا هنا في العوامة. ايه النور ده؟ اه يا جزم. يحية. وصفوت. وفريد. وزي ما انتم ما تغيرتوش برضو. انت اللي تغيرت كتير قوي يا صاحبي. ايه ده كله? ايه ده كله? بالحضن يا حبيبي بالحضن. بالحضن يا صاحبي. اهلا. 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 ازاك يا فريق. اهلا ازاكي. سلام للدقوة والهدى والبشار اللي اللي على الاباب. حبيب قلبي يا فواز. انا بقى عايزك تقلع العباية دي وتفك نفسك ها? ارجع فواز بتاع زمان. اه والله. ضع ضع. اه. كده برضو يا زاكي. اتضيع لنا الصيام والعمرة? دي شوية تفاريح يا فواز. وبعدين احنا هنا اصحاب. عايزك تاخد راحتك على الاخر ها? سيفوكم بقى من شوة لتلات وراءات ده. وطمنوني عليكم. عمدين ايه? زي ما احنا. بس ازاك شوية اتهم على شوية نكد. ودينا عايشين زي الطير ما بيعاود عشو. زي الطير. ما تعاود عشو. زي الطير. ما تعاود عشو. بس بس يا حكي. ما تعاود عشو. ما تعاود. يا حكي. ما تعاود. يا بنا يتوب عليكم. يا بنا يبريك لك يا امه ويتوب عليكم. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا يا ام فواز. ما تغني معنا يا عمنا. حض الله يا امه انت عارف اني ماليش فيه. يبقى تشد النفس ده. يا اخي دي اللي. دي اللي احنا في شهر رمضان وشهر مختلف. انت هاد يا احنا مش كنت باك ليفت زباني. يخيبك. يا جماعة دي احنا في شهر رمضان. شهر المغفرة. ينفع الكلام ده يا مصفت. هنعمل لهم ايه بس يا حكي. هنعمل لهم ايه ما هم صحبنا. والمثل بيقولك صاحبك على عيبه. واحنا طول عمرنا نقول لهم حرام. وهم مفيش فايدة. ايه اللي جاد دي يعني. حب تفريح بعد المطاق. خدناها جادة قبل كده وصلنا لايه? زي ما انت يا فريد. زي ما انت. وزي الطير ما تعود عايشه. زي الطير ما تعود عايشه. زي الطير ما تعود عايشه. ما تعود عايشه. ايه. 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 ايه يا مزغود. كنت بتقوله ايه. قول ما انا نفسي افرح معاكم. نهار. لا ده مفيش حاجة ده. قصوم الدوني علاقة وفي الشغل. وكده يعني. انا عارفة انك انت بتحب كنافة البلدي. عملتلك صانية. تعالي كلي معايا. معلش ياما مليش نفسي. اتأخرت ولازم امشي. ما بدري يا عمر. بدري من عمرك ياما. حماني قط. بتقوله عمرك ما دابه ومصحوب اللسانك. بس ما تقولش مصحوب من لسانك. وبعدين هلاش حرف من اهينا. بتتواد ودو على اي اواد منك له. لا لهوي. ما ترحمني بقى. ارحمني. كمان عايز تجيب منها عائلة عشان يقزمني في اللي حد سبهولي. يا بيت فال الله ولا فالك. حد يقول كده. دي الملاف الساعدة برضو. انت بتبشر على بوكي. يعني انت جوزته وقلنا ماشي. معلش. راجل قاعد لوحدة في البيت اهو واحدة تونسك بدل من انت قاعد لوحدك. بس تخلف منها. اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وانا قلتلك ابنها حامل. انا بقولك نفسي. نفسي. هتحاسبين اعلف نفسي كمان. طبع عيب. عيب انت داخل عالستين. يعني سكيوز ميه بقيت تشاطيب. لما الدور. عايش لكيومين حلوين تدلع فيه ومنبسط. بدل ما تخلف وتجيب عيال وواجع قلبه وهم. فاشر. ها ها. ابوكي لسه بصحته. اسأليها. ريلي. اي انفري سوري بقى. بصراحة دي وسعت منك. خلاص. قفلي على الموضوع ده. انا اساسا جاي الجوزك. هو فينا. عايز منه ايه. حاجة ما تفهميش فيها. حبقى جيله بعدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاك حماية العزيزة. ازاك يا جوز بنتي. جيت في وقتك. عاوزك. بابي. اوعى. بابي. الله يرحم امك. اتوكل انت على الله. عايز اتكلم مع الراجل. لابو اخذ الحاج. سلولي يا بي. سلولي. يلا عمللنا حاجة نشربها بقى. حاضر. يلا عسد. عاوز اتكلم معاك في كلمتين. ومالك بتتنفت كده ليه. ده حاجة نتماشى شوي في الجنينة. يلا. فواز يا ابني. انا انا وقعت بالسماء وانت السلقتني. خير بس. انت بحتاج فلوس. لا الفلوس ايه. انا في ظروف. ماينفعش فيها الفلوس. انا في قزمة. ماينفع فيها لأمال ولا بنوم. يا ساتر يا رب. خير ان شاء الله. مش عارف اجيبها لك ازاي. جبها لي دغري. وقف فيها احلم الدغري. خلاص. بالاخر كده حاجبها لك على بلاطة بقى. قولي. بابي. جبتلك عنا بتشرب. ممكن تهدى شوية. ده انا مش عايز. خلاص بقيت تكل على الله. وفيها مش عايز. الله يا فواز يا ابني. انا في البيت رقبت بقت زي السمسمة. جربت كل وصفات العطار لكن ما فيش فايدة. اه. هي دي الحكاية. ده انت حكاية. والله مكسوف منك. يا عم انا ارحم من غيري. ووت. لا لا كده هتزعلني. هتخليني قندم ان انا فطفط معجب الكلمتين دول. اولا بلاش عنام. ليه بلاش عنام. ده حتى سائع. انت جاي تشرب ولا جاي تفهم. لا جاي افهم. يبقى بلاش عنام. خلاص بلاش عنام. سانيا تاخد حباية من العلبة دي. بعد الاكل بساعتين. وهتدعيل. ابوس ايدك. استغفر الله. ابوس ايدك يا جزبنتي. ثالثا ترشيد الطاقة. يعني ايه. يعني ايه. يعني ما تبعترش البوس كده عمال على بطاقة. ايه ده. عشان تشحي. فجون. فجون يا جزبنتي. وعلى رأي المسهل ادي العيش لخبازه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجه. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. انه كان توابة. انه كان توابة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اخصى عليك يا منعي. وانا علبة الدنيا عليك. تعالي يا انهار تعالي بسم الله ما شاء الله. منعي من صوته حلوة قوي في قرية القرآن. وبعرف اغني كمان. بس يا ودي خربتك عسن ابوك يسمعنا ينايل عشتنا. ده انا جسمي كله بيطرعي الشيحة ببتي من حلوة صوته. عارفك. وانا لما ببقى زعلانة بجيبه يوعد يقرالي شوية. وسعب بغني كمان. يا ودي خربتك ابوك حيطلعني. يلا عشان تتصحر. بقول لك ايه النهار. نعم. انا ياختي عايز اتكلم معيك شوية. روحي انت لزينت خليها اتأكلك وتنام بعد كده على طول. العيل دي كلت. لا يا اختي ما كلوش. روحي لحبابي يلا عشان تتعاشر مع اخوك. يلا تاكلوا كويس. مش عايزة حد يسيك في طبقه حاجة. حاجة بص على اللي تبا. ايه المزغودة عملت فيك حاجة تانية. لا يا اختي مش حكاية تسميحة خالص. اما الحكاية دي. مش عارفة يا اختي مالي. بقى لي كتير كده النوم طير من عناية وحسة بقلق. وبحلم بالكوابس كتير قوي. احكيه لك يا اختي. لا يا اختي ما تحكيه ابعد احكي. الحاجات دي بتتحقق. وبعدين مش صح. انتي قول ما تصحي تزافي على شمالك ثلاث تفات. وتستعيذي من الشطان. اعوذ بالله من الشيطان الراشيم. هو انا ليه يا اختي مش عارفة. حسة ك كده انا على طول فواز حيطلقني. عشان انتي خايبة. وفواز ما بيطلقش واحدة مخلف منها. وعشان كده ما بيخلفش من الرابع اللي كل شوية بيجيبها لنا. انا ماليش حد يا انهار. وامي ستة كبيرة ومش حتستحمل تشوفني مرمية بعيالي. دي ممكن تروح فيها. يا خايبة فواز عينو زيغة اه. لكن عمره ما هيعمل حاجة وحشة في واحدة مني. صدقيه. انتي قريبة منه يا انهار. اوعديني يا اختي. لو في يوم حستي انه ممكن يعملها معايا. تقفي ج ما تخفيش يا هودا. ما تخفيش. ربنا يا بسطور يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت فيني يا شهتام الصبح. حاج يسأل عليك يجربع مرات. اعمل ايه طيب اعمل ايه? ما انا عايش مع جرمق في البيت. عبر ما اخلصت منه وجيه. جرمق. تخلفتو ولاي? اخلف. اخلف ازاي? اخلف ازاي وانا اللي عرف لها اول من اخر. حميك شفتي واحدة ستة عبارة عن قتلة واحدة من غير اي تضاريس. يلا. الله ما هي النصاي. يا شيخنا انت مفتري اوي حرام عليك. مفتري? الناس لها اربعة الفرازة. و الناس لها واحدة باربعة. حاج مع ايه? هو نوع الرابع ولا ايه? وانت مالي كدوة تخليك في حالك ده انت رخبة اوي. بقولك ايه? ام. اقول الحاج الجوة? لا الحاج راح على المصنع وبيقولك حصل. ماشي. اه بصحيحة هانا. ام. يا حكاية الجوازي كان بجد ولا حركات عشان العلاوة. ازا كانت على العلاوة اجيبها لك وعالها جز جنهات هي ده. ايه رائيك? بس انتي انقذيني حتى ولو عرفي. رمضان كريم يا بسته الشحاتة. واحوي يا واحوي. اخوانا رمضان كريم. موسيقى موسيقى تعال يا مرسي. فضل يا حاج. قلتنا يا خلافاوي العباء على الترابيزة دي. لما بسرعة خلافاوي. قلنا يا مرسي. نعم حاج. اخبار التصميمات الجديدة ايه? خلصت يا حاج. ومفروض شحاتة يجيبها هو يجي. وانا كلمته وقال ان هو في الطريقة. حيل. روح شوكو بقى وصل لحد فيه. نعناه يا حاج. ايه يا شخاتة؟ ايه يا مرسي يا نصبت؟ وصل لحاج. معلش يا حاج اتأخرت شارع زحمة قوي. وبعدين فيه طربيات كتير قوي من دول. لا طبيعي يا شحاتة. ما احنا دخلنا على عيد يا بدي. خد منه التصميمات يا موسيقى. امرك حاجة. مات. تقول لك يا شحاتة. ايه رايك في التصميم ده يا شحاتة؟ اميزنج يا حاجة. ايه رايك في التصميم نفسه؟ اميزنج يا حاجة يعد الله ينور. ده صوت شحاتة ده ولا ايه؟ يا شحاتة اللي بيكلم انجهزي. انت بتاخد رأي مين بس يا حاجة؟ باخد رأي كلبة. طب استأذن انا مع يا حاجة. بض. وقول لك يا موسيقى. وامر حاجة. انت هتعدي على محلات النهارة مفصل. وانا مش حياتة هنروح محلات ابويا. لازم نلاقي طريقة نصرف بيها البضاعة دي قبل بنفتح المول. انت تؤمر يا حاجة. بس بعد اذن قطع كلامك يعني حاجة. ألحى أخطف العصر قبل المشاور دي كلها. تعالي يا موسيقى. عصر ايه اللي تختفى؟ خير يا حاجة. استغفر الله العظيم يا رب. يا موسيقى. اقمر يا حاجة. انت رايح تقف بيدي دين ربنا. رايح تسلم نفسك يا ربنا. ما صحش بقى تقولي اخطف وركز في الكلام دي يا موسيقى. دي احنا بندور على رضاء. رضاء. طول عمرنا بنتعلم منك يا حاجة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم. الحمد لله ايه رايكو بقى نتوضى ونصال العصر جماعة كلنا. وربنا يجعلنا من الخاشعين. يا رب. يا رب. احنا كده قفاشنا السكة اللي تجيبوا ارض ارض. باخد حقنا ونشف غانيرنا وقول حق برقابتي. طب هتعمل ايه مع عمك. امك هتتجنى عشان تفهم احنا متوضد في ايه. يا حت امك. الكلام اللي بينا ده مالوش ده عبادة الحليل. امك تديها كارت احمد ما تبصرهاش ولا كلمة يا شعبان. طب اعملها كلمة كده ولا كده نلبس الأساور الحديد وحي مش وش ذلك. اقول لك يا تسوي. يا الحدوطة بتاعتنا دي فيها طرف تلت. طرف ايه اخويا. طرف تلت. طعبيت يا رب. طب والتليفون. التليفون اللي جالك مبارح في مص الميل وتسحبته عشان ترد عليه. انا صحيح ما سمعتش المكالمة كلها. لكن سمعت ترتيش كلام حوالين الحدوطة بتاعتنا. اسميها الحوار كلها ابن والدي دي انا معاك في مركبة واحدة. رابا شعبية. رابا. تلاقبني يا رب. تلمي ويدني. يا غابي. دول اللي هنفزوا العملية. تفاكل انا وانت قدها. انا وحضرتك اللي عايز تعلق كل كوز. هتبقاش غاري بقى يا شعبان بقى وخليك معاها مفيش وقت. معاك. معاك يا ابن والدي. تليفوني يا سيزوري. قابل. تبقى تطلع تدعى كرنشي قلبات حلبس يا عمر. تلقى بعديسه يا عروس. ده اللي هطلع اهلك عليك العرف هيا دي عارة يا سبالة يا عارة الرجال انت. بتقول لي يا بيت انت مش عارفة لها مين ولا ايه. عارف لها مين ايه ولا هتجوزك يا رحمة جرية. انت بستافيني ولا ده لطفنك مكانك. قولي يا بيت تعالي ايه. بيت تمت بيت تجري يا رجالة. هي رجالة ماتت في تلاتة وسبعين ولا ايه ما تلحقوني يا رجالة. بيت خل يا بيت. ولا. ايه يا تكننت ولا ايه. عايز انت كمان. يا بيت الحكاة كده عين عينك وفي رمضان كمان. للبنت بتاعت ولا زمن يا ربية ولا يا رب لا شراح. شراحوا. شراحوا. يا ربي يا كلبي يا حسابين. احساب. امشي انا. امشي. يا رب يا رب يا رب يا أهاس. اشتركوا في القناة اشكر حاج خلاص ما بقاش فيه اخلاق ولا رباية خلاص خدوا عزيهم بعيد عنك ده انا نزف امان تلا اشتريلي طرحتين شوف يجرالي اللي يجرالي ده في لمح البصر علش حصل خير حصل خير احنا معرفناش الاخت اسمها ايه هو انا جاي اشتري طرحتين ولا جاي احجز في مستشفى حكومة لا ده مش القصد هو قصد بصراحة يعني فيك البتين محشورين في زوري من اول ما شرفتين المحل وصبر عن نفسك كل ده ليه خدلك بوئين من العناب ده بلعهم وصوره عشان نخلص بكلمك جد انا مبغزقرش اصلا انت مالك كم مرة تيجي تلاقي وتشتري ويعني المحل عدم مغزفوش اللي طرح وعمايات وانت ايه اه قصدك يعني عشان انا مش محجبة وكده ايه مش حاجة غريبة شوية مغربة للشيطان يا حاج انا حبقى اجي بكرا انا اقيل انا عايز عشان انا اتأخرت سلام عليكم طب فاهميني الاول يا حاج لكل واحد قدرة بظروفة واحسن حاجة ان احنا نسيب الببان بترابيسها زي ما هي مش منجوعش دمهنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الببان ايه وترابيس ايه ايه الله 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 ده اللي اسمات وطلاب صحيح بقى اسمات ايه شعابة زمان دبت فيها الروح وقال قليل الادب كان لازم يترابي اه ومين بقى اللي صح صح ايام الاكشن ايه قولي مين مين تلحق حاجة في ايه يا علق الواضن ان انت ضربته بالقلم جاب اهل منطقته وجه يا بقى يا اخويا اتعلم افتش راجل ورافق راجل يطاحت اثقاء ها ح tots ها هوا ها هوا هوا ها هوا اشتركوا في القناة 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 يا حبيبي انا جاي اقولك ان من الاخر كده فكرت وشغلت دماغي شو حسبتها؟ دايمين ونطرتها شمال لحد ما عرفت بمخي ده مين اللي عمل العملة السودة دي مين بقى فالحة؟ اخوات انهار هم اخوات انهار مفيش غيرهم ايوان دي عيال سودة ونبهة ازرق وكل اللي يهمهم في الدنيا دي؟ يقزوا الحج فواز او النعمة الشريفة وانا عرفاهم والعلمك انا متأكدة انه انهار راحت هناك مخصوص لما عرفت القصة دي ومش بعيد تكون شريكة معاها او الله تصدق بقى فكرة؟ هي ممكن ترقى شريكة معهم يا حج لان العلمك بقى النفس وحشة او وحشة وقمر بالسوق احيانا لو هتفتكر يا حج ان انا جاي يقلبك عليها لا سامح الله ولا اخونها ولا حاجة لا اله الا الله يا حبيبتي بس انا كل الموضوع اني عايز انورك ونور لك طريقك يا حاج عايز اشاور لك علم يحبك ويتمنى لك الردق طردق يا عيون سميحة ريون سميحة من جوه اقمرني يا قلبي قدامك حل من ثلاثة يا ولع فيك بجاز زي المخازن يرمي عليك يمين الطلاق واخلص منك ومنسوسك اللي عمالي نخور بيني وبين بنت عمي واخوتها يا تقوم تلمي هدومك وهلهيلك دلوقتي وتطلع تكباسي على بيت ابوكي يا حج لك انا انت قالي وبكده ابقى انا خلصت زمتي قدام ربك يا لهوي انتو ليه كل يد في اللي حصل لجوزي ده حصل؟ هو ايه اللي حصل انا ها ما لجوزك حصل له ايه؟ ونبسكت انت شوية يا اما ولا ما تستعبطش علي حرق المخزن وكسر المحل انت ليه يد فيه؟ مخزن ايه ومحل ميه؟ احنا لسرقنا ولا حرقنا؟ انت جايب تلمي بلويك علينا ولا ايه؟ الله تقرالي بيها نهار تجاعد اتوضي اخوتك في دهلة ولا ايه؟ وبعدينش معنا احنا ما جوزك له عدويني انا بقابلت الخبر الحلو اللي كنت غايبه لاخوك ولما شفت وش اعطبت الكلام ولا تكونش فكرة ما دخلت عليها اللعبة بتاعت الوظيفة والعلاوة ولا تراختك عجلات وخفزات وجاجات من اولك لاخرك الله بيت اتلمي يا بيت اتقراليك ايه؟ ياما اخواتي عصابة لا 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 دعنا ها عمر اخواتك ما كان عصابة علشان يحرقوا يكسروا وبعدين اختحنا اصحابها وحقنا هناخدوا بالقانون ماشي بس قصما باللع العظيم لو اكتشرت اليك ويادة في اللعبة الوصحة دي لاحكولينا اللي ملاقنوا لسهم سلمكم بإيضاء الحكومة تعالا تعالا يا مسعود تعالا يا مسعود يا صيان شفوا لانا كما بيأكلوا ببعضيهم ايه دي بس يا امه؟ باقول لي كما ها بنتي مش غريبة اعملوا في خيلك الكبير انت حتوقعت ملنى معاكل ايه؟ قلنا لك ما عملناش كوان يا رب باتمنى اي اخويا من علبي والله باتعي ربنا خايف ظني فيك واطلعنا اللي زربة وفد كن فانت شغطاني اهي بحي لبيتة من الهداوة مش كاف ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ اللي قالتو اختوكو دا صح؟ انت يا وادم انك لو قد نموت فيها؟ يا حسنا انت هتعمل على العامها قال ليه؟ احنا لينا حق عندهم قهر بس ناخدوا بالوصول بالزوق مش بالبلطاجة وبعدين لازم تبقوا فاهمين كويس قوي انو اختوكو انهار عايشة فوسطيهم يا رجالة عليك بولتيها يا امه يا امه يا امه يا امه يا امه بنقولك ما عملناش حاجة حظ بي الله ونعم الوكيل يدقى يدقى يا امه يا امه كتر التسخين يرخ العدل وانا مش ناقص وانا خلاص نفس يتقاطع من كتر الرأس وبعدين الرأس ده قديم قاوي قديم قاوي؟ ليه هو انت نفع معك قديم ولا جديد بلا ليلا؟ لا 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 الإحباط مش كويس للفسيني والكاب تخطر على اللي في سني ما تقطعيش وادعي الجزبينتي اللي اللي دي حتشتغل وحنسخن واللعبة حيبقى تمام التمام ايه ده من السخيفة ابن السخيفة اللي جلنا دلوقتي روح افتح وانت تعرف ثانية واحدة وراجعلك اوعي تمشي اسطرها مع الغلابة يا رب الست لما والست لما 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 طير طير يا ساتر يا ربا بعدي ساعة وقفة عالباب انت ايه نايمة لو جانك ولا ايه ايه ده انت ايه اللي جابك دلوقتي وايه الشنطة دي وانا بنت عليك اسئلة يعني واحدة جاية في نصص الليالي ومعها شنطة خدومها تفتكر ايه مسافرة طلع رحلة اكيد مطروض ارضي غضبانة نعم غضبانة مين يا شوشو اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ملكيش ساعة وانتي اخذ عليك يا ابا متشكرين اوي متشكرين اوي اي عيني عليك يا ساميحة ملكيش بختة حتى فقرة بالناس ليكي وانا لو امك اتعايشة كان زماني دلوقتي ترميت في حضنها وعيط عايزة عيط يا ناس نفسها اللي مش عارفة عيط ما انت عادة تزن بقالك ساعة هو اجبلك حاجة ساعة يا ساميحة متشكرين يا عماتي خشي اختي لتستاوي خشي دابويا عايزة فك معابك المتين الراجل دابويا من عيني يا حبيبتي يلو عايزة لفغولي كمان ما يغلاش عليكي شش اهب كده خشي جوا لأ شديد شديد يا عمينا ما انت قاعدت هو بس واتحيس ومنتش دريان بالدنيا اللي خربانة برا دوني تيه اللي خربانة طواس حراولو المخزن وكسرولو المحلات هم مين دول ما هيدي المصيبة يا حاج اتسحبت من لساني قلت اناورو واشاورلو عاللي بيكرهوك مخلصتش يا حاج رماني رمية الكليبة بقولك ايه انت لازم تاخدلي حقي وترجعلي كرامتي اللي تهانب واقل لو رحمة امي لو ولع في نفسي وريحت مني يا ريت بتقول ليه عياتي يا روح امك عياتي اوه اغبتك الزوت يا ساميحة يا عظك الفقري شو شو يلا بقى يا شو شو ما تتحذي يا بيت شوية الراجل مش قدك شو 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 يا ابو ساميحة أخ اللي عملوها دول ناس يا جبية الناس مش فهم اي حاجة بس الحمد لله الحمد لله يا رب الاسدراء ايوا بس احنا برضو لازم نعرف ميل اللي عملها حاجة والله كلام السيدة ساميحة منطقي لازم نفكر فيه كنوصلنا لاي حاجة حاجة لو فكرت شوية يا شحاتة هتلاقي ان كلام سميحة ده كلام فارغ كلام مثل نار بتحاول سميحة ان هي تشعللها بيني وبين انهار شغل ضرائر يعني بس ده ما يمنعش يعني انه احتمال وقالد برضو حاج احتمال ايه؟ ولادة عمي هيستفيد واما هيقولي بضعف المخازن فاشغل هيخساره والسلام يا ابني الناس دي هتعرف من ايه اصلا ان انا عندي بضعف المخازن وبضعه امه الله المعلومة دي محدش عرفها غيرنا احنا وابويا ايوه بس لما اغذف الكلمة حاج انت مش قلت ان الستة انهار عارفها انهار انهار مستحيل يكون ليها يد في حاجة زي كده مش شرط يا حاج يكون ليها يد ممكن تكون وقعت بالكلام قصاد اخواتها صدفة يعني اه يعني اتكلمت كده يعني بحسن نية وهم لقتوها خلاص بقى يا مرسي خلصنا مش عايز افتح تسيرها دي تاني في نيابة بتحقق وما بحس بتدور ولما يوصروا اللي اعمالها يبايح لها ربنا وبعد احنا نتبطر عالنعمة ولا يا اخوانا احنا نحمد ربنا الحمد الله حاج احنا عشان شغلنا بما يرضي الله البضاعة لحقت الحمد الله واللي راح منها سهل ان يتعوض سهل ولا ايه سهل ان يتعوض اعوض ان شاء الله الحمد لله الحمد الله خلاص روحوا انتوا هلا وضبوا مع اللي بيوضبوا في المخازن حاضر اتكلمني من هناك هاشحات حاضر يا حاج ستي ستي كنت فين كل دا ايه اللي كنت فين كل دا كنت عن دومي ما انتي عارفة ايه اللي حصك مش ستي سميحة خدت دوم وحطتها في الشنطة وراحت على بيت اهلاء وقالت يا فاكيك فاكيك انت يا ولاش هل بحاجة لو انها مع هو دا اللي حاصل نزلت معياتا شوية وبعد كده خدت شنطة وراحت على بيت اهلاء طب والحاج كان فيه الحاج بعد كده وشوية نزله هو خد في وش وخرج خدت عيالها ثبتهم يبقى راجعة لا المرة دي عكت دامي على الاخر عكت دامي ازاي يا ولية ما تنتقي يا ولية انا حقدت حيل عليكي ما تقولي في ايه ما انا سمعت طراطيش كلام وانت عارفة سامن على قدي ايه؟ بتعزينب انتا يقولي ايه اللي حصل حرام يا ستي احنا في رمضان حرام رمضان ماشي كت بتوزي الحاج على اخواتك وبتقول هم اللي حرقوا المخزن والحاج ما سكت لهاش انهار هارفتي يا اختي اللي حصل هو انا حاخب حاجة على ستي انا قمت لها كل حاجة طب وبعدين يا انهار حنعمل ايه؟ ايه اللي احنا هنعمل يا احنا مدنا يا اختي كل واحد اضرب حالي بحال وزاي يا اختي احنا لازم نكلم الحاج عشان يرجعها نتكلمه عشان يرجعها ويتردنا احنا الجوز برا لا يا اختي لا دي صعبان علي قوي ما تصعبش عليك يا اختي وبعدين ما تخفيش دي عاملة زي قرشة ببراني ترميه برا تلاقيه بيرضه في وشك تاني حرم عليك يا انهار دي كانت بتعيط يا اختي وهي ماشي وكي انها زعلانة قوي لكنها هي اختي مطروضة يا اختي صعبان عليك يا قوي ما تروحي تعودي جنبها ولا اقولك على حاجة احسن لما يجي الحاج انزلي حبي على ايده عشان يرجعها بس لما يقلب عليك يا تاني ما ترجعيشتوا على قصيري وطيق يا اصدهو حيطلقني او ايه موشي لذا كل عرصبتي جمعت عرصبتي بتمنون كلكم يا رب استغفر يا ستي مالها ارشم الحيطك كده ليه؟ ارشم الحيطي؟ امشي من وشي يا زينب امشي من وشي انتو عيلة تشل انا الحق علي خايف عليكم استغفر يا رب انا دايما ياختي الحيطة الميلة اللي فيكم ليه كده؟ حسب الله ونعمل كده حسب الله حسب الله و acknowledged ارشم العصر منبك inhas حكنان متى حف!!" حفوظ حفظ اشتركوا في القناة 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 وانت تخبي عليها لي حاجة زي دية عالية هوفة وارزة مش اخوية انا مش عاودة شايل النفوس من بعضها ايه يا شايلة الوحدة مش محتاجة حد يعبيها انت بتقولي ايه يا بنتي الله ولاد عامك لا يمكن يستحيل يفكروا في حاجة زي دي انجرة ايه يا عبا ما هي باينة زي الشمس مين يعني ليه مصلحة غيرهم ولو برضو ما يعملوهاش ولو سمعتكوا بتفتحوا الحكاية هريتاني فانا بقى مش هقتيب لكم ايه رايح فين بس يا حاج دلوقت انت كده يا عبا كلما نجيب سيراتهم تعمل كده عشان انا انا هعيش الارضة مش ده من بكر ولو سمحت بداه دلوقت يا ربينا حيحزبني على حيحصل معني كده فيمتي يا بنتي وانا مش اهد سؤال زي ده لما اقابل وجه ربي كريم فيمتي يعني ما فهمتيش انت عايزت فهمني انك مبسوط بكل الجوازات دي الحمد لله رضا من عند ربنا يا عم انت كده بتستهلك نفسك بتفتري على روحك اه والله ستات دي نعمة نعمة صفت جوهرة الخالق عز وجل وانا طول عمري بحب نعم ربنا كلها وبدل الجوهرة عندي اربعة كان نفسي طبعا بني وبينك كان نفسي بتسعة ان ما شرح ربنا بيقول لا مستحيل انت فواز كده مبهدل نفسك انت حتى ما بتديش نفسك فرصة تعرف الست اللي انت جوزتها عارف يا فواز اجمل حاجة في الست انها تقسمك كل حاجة تبقى نصك التاني نصك الحلو زي ما بيقوله لكن انت ما بتديش لنفسك فرصة ممزع نفسك مية حتة حارم نفسك يا اخي من مخلوق ربنا خليها سكة راحة كل ست فيها الحلو بتاعها يعني مثلا الحلوة قوي ممكن بدمات ايه قوي مش ظريفة يعني والظريفة ممكن تبقى زنانة والزنانة ممكن تبقى مخيلة يعني كل واحدة فيها احلى حاجة فيها عارف يا فواز انت لو ديت نفسك فرصة هتلاقي كل الحاجات اللي انت عايزها دي في ست واحدة بس ابا كداب لو قلتلك اني ما تمنيتش لقي كل الحاجات دي في ست واحدة بس ازاي بقى والكمال لله واحدة؟ عارف يا فواز انا عشت كل حاجة مع امراض اللي اتجاوزتها وبحبها ومهما شفت اي جمال في حد غيرها برجع ادور عليه فيها صحيح انا ممكن اتعب شوية لحد ان ما لقيت بس في الاخر يا حلاوة تكذبش على نفسك يا صفط تكذبش على نفسك اكيد عينك بصت كده ولا كده وعدت عليك ايام عينك رايحة يمين وشمال وتدورت وبصت كده وبصت كده وأكيد عينك زاغت انت العام ليس اي الكمال لله واحدة وانا برضو بني آدم والبني آدم ايه ضعيف البني آدم ضعيف يا صفط والشيطان شاطر شاطر قوي انا بقى طلعت اشتر من الشيطان بالجواز قفلت عليه كل السكك الحرام ولو حتى بنظرة وبما يرضي الله بإستشبت ما بيتين يعني لأ؟ نلمي نفسك بقى يا روك انت ما بتتحدش قحيلت أمك لا خليها ليلا سوضافه دماغك رمضان الكريم يا أخوانا نلمي نفسينا بقى عشان ما نتفدحش قدام الناس جرعي يا ساميح مالكي ياختي واكلف نفسك ليه هو حد دسلك على طرف هو غوز يمو السيف اللجوع ده مش هيخلص ولا ايه جرعي يا حد ايه اصلي ما تزوقيش الباب كده لا ياخد لطشة هوا اصلي قده مولع على الآخر هو صفلي قوي ده انا اللي حولع فيكي لو ما تلمتيش يا نعمة جرعيبت مش عارفة تمسكي نفسكي الكام يوم اللي انا عداهم عندك ولا ايه ده احنا حتى في رمضان والمسحرات بيلف لسه بدري قوي يا حبيبتي على الفجر ثم ده حلالي بلالي نصيبي اللي ربنا كاتبولي اقوله انا بقى لقا الهي حل وسطك يا بعيدة بقولك هي يا ساميح لو السود تعبك يا حبيبتي حطي على ودنك مخدة ولو اتحريتي خشي خد دوشي سائع عشان تهدي ربنا ما يكتبوا علينا اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يا أخويا دولة مجانين ماتلية يا أخويا سلام عليكم وعليكم السلام والرحمة يا حاج مال فين الناس الستة أنهرت حصابت حسيتها هدى وكل واحدة راحت قضيتها وستة سميح انت عارف طب يلا روح يكملي نوم عشان تقوم تسلم على الفجر كده ربنا يتوب عليك حضرلك السحور لا مليش نفس روح انت يا الله أمرك يا حاج العمري اللي ايه حاج نروح عند مين جالي لادين نروح عند مين عادي بادي كرومب زبادي شاله حطه كله عادي علادي يا حاج يا حاج اصحى يا حاج اصحى يا حاج يلا تصحك يا عبودة الساعة عشرة ونص ان شاء الله يا عبودة بتصحيني دلوقتي ليه انايلك على صلاة الدور مش كيف يفهمني ايه ماني بعد الفجر يقطعني يا حاج غزبن عني والله بس في ناس مستانيينك تحت ناس ناس مين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا اهلا اهلا بيك لما اخذها حاج صحيناك بدري اصلي سامحة ما نميتش طول الليل عشان مزعلاك ولما هي حكيتلي انبتها وحلفتها ميت يمين ما تعمل كده تاني ما هو انت لو كنت على اللي انتهى يعني ايه عيلة واض ويعني ايه دم وصلة رحم ما كانتش هلفاطت بالكلام اللي قانته ده حقك علي ابوس ايدك المرة دي خدها على ضمانتي ايه الليلة اتضربت ولا ايه شش انت هتسيح ولا ايه شكلها يجده اتضربت انا اصلا باعتها لك عشان كده ايوا يا سيدي ما هقامت بالواجب اعتقني بقى الوجه اللي ايه وانا اعمى بالله الليلة لله عشان خطرك انت المراني بقولك ايه ما تكمل جميلك علي وتجيب واحدة تانية واحدة تانية بتعيز لتجيب وزحلة تانية على بنتك ولا ايه ياله هارس ودومنا يلبي ستين لك كرا يا بابي هي انت بتقول ايه ما بقولش حادة سكوتي ايه الفضايح اللي انت بتعملها دي امى ليه واحدة تانية دي واحدة فوسفور ما اللي بتنور هيا انا بتنور بقى بقولك ايه؟ ما تطلع لعيالك انت والفها مع الرجالة اليه؟ اطلع يا حق طلع يلا طلع يا مقدم طلع يا أخلاق طلع يا بتربيه يلا يا أبني أنا شطط البتة عملت كل حاجة وأنا مفيش ولما ها بدأت مرتك طبت علينا زي القضل مستعجل كل شيء راح كله كله يا أبني أنا قادلا بالله خالص خالص يبقى أنت ملاقش الرحل واحد يلحقني بيها أنا في عرضك عين الكاتكوت تاخد حباية لا مش ده أيوة تاخد حباية ترفع وتدعيلي أمال التاني ده إيه؟ وانت مالك إنت أمال التاني ما تخليك في اللي معاك الله ما يوقعك في ديئة ولا يأثر رقابتك أبدا يا قادر يا كريم بقولك إيه؟ معكش حاجة للشعر يا عم معيش خلاص بقى تدخلني يا جزخنا لا إله إلا الله حكايا يا عم بشاين إنت وانا موافق يبقى اتفقنا خميسة جاية تالت يوم العيد بتكون أنت جهست نفسك واحنا رتبنا حالنا للسفر والله من زمانة نفسي روح بيروت حلوة سويسرة الشرف وبعدين مايا حتخليك تلفة من شمالها الجنوبة وهونيك حعرفك على ناس لو لضمت معهم حتبقى فرصة العمر وأنت وشطرتك بقى مقضية معون الله خلي بالك هيدا شغل كبير كتير ومنه للعالمية دغري وحيبقى اسمك المصمم العالمي للأزياء الشرقية فواز الصياد كلام موزوعي بس ما تقطيه عشانت أقول إن شاء الله إن شاء الله يا حبيب قلبي أنا عم وضح لك عشان تعرف شو عم بعملها بالله كانت فتكرتني رحت على غيروت عشان اتفسح واتمشور أنا عارف انت بتضيعش وقت أبدا على فكرة بدي أشكرك كتير كتير عالسيارة اللي دي كله سلف ودين حبيبي شو رأيك؟ نقرأ الفاتحة؟ لا دي نقراها بكرة إن شاء الله عالفطار معه يا ومسط أهلي وناسي إنما دلوقتي بقى تتطيب دين ايدك بسم الله يا بسم الله 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 أمال دعوي بكمبودي بجيبهم بالهند مخصوص يا لأهوي إيه هقولي يا لسلو يا حاس موتنا؟ حتعمليهم علي يا حرباية طب ورحمة أمت لعلم على جتتك بشب شابي عارفة حلسلو عليك لنسايا المساعد يا خرب بيك يا بوكي الولاية كمالة؟ يا لأهوي يا أختي سبحان لا إله الله سيدنا محمد الرسول الله في إيه يا أخوات؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أنا يا رب ما تجيبي سيرة إخواتي على لسانك عايزة تقليب الرجل عليهم عايزة تقول عيلي في البيت وتكوشي على كله أخذ عليك يا أنهار أنا برضا أكوشي ذلك يا أختي؟ لا يا أختي متعمليش كده إيه يا أنهار؟ ليه كده يا أختي؟ يا أختي وعي من وشتي كمان؟ إيه ولا يا جنلة رسمي يا أختي أقولك على حاجة؟ إيه؟ وحيا دمك لكون مبلغة عنك العسكري عشان يجي ياختي ياخذك على السجن ويحط في إيديك الكلام وش كده؟ العسكري ده علشانك يا رمّة يا خرابتك بيوت الأمرانة يا لهو يا ناس مش كده مش كده الحج لو جيه المصحف ليرمي علينا اليمين يا أختي يا رب يعملها يا رب يحتي عشان تتبطل من شعلالة دي على طول يا أختي اسمال الله يا حنيانة اسمال الله عليك دمتي لو تطوري يا أختي تولعي فينا كده روبة واحدة كلنا كنت عملتها يا أرهر عسكي كويس أنا يا حقنة أنا يا متجزم شعل اللي حيولع في البيت ويأكله زي العدّة يا جزم يا رمّة أنا عدّة أنا عدّة يا أختي يا لما تسويش في طول الحريم ريحتك جدا يا لهو يا أخوانا حرام عليكو حتودونا في دهية أيوة يا أختي في عصني يا بان عصلي يا وط يا يا رمّة معلش يا أنهور معلش يا أختي مسامح كريم انت العقلة لأ أنا بقى مش عقلة ومجلونة وأطلع جنني على جتاتها جني لما إلخبطتك يا بيئة يا تلقيح لأ وواطية واطية قوي وحتشوفي ستنع لمعالك عارفة نفسك يا أختي شفتي طول تلسارها؟ لأ لسه وإيضايا ورجليا يا جزمة لأ ماينفعش كده يا ستة أنهار ده أنت الستة ساميحة بتحبك قوي قوللها يا زينب شايف هي أختي مع الضبك في القلب شايف المولايا الكدهبة المنافقة يا لهوي يا لهوي الحج يا أختي الحج سكوتوا سكوتوا مش عايزة أسمعه ولا كلمة آلوه أيوة يا حج أيوة يا أخويا الحمد لله إحنا كويسين أنهار؟ أنهار يا أخويا موجودة هي كويسة وزي الفل وساميحة كمان هي ما بيردوش على التيفون يا حج يا لهوي يا لهوي يا لهوي مهالش يا أخويا أصلحنا كنا لسا ختمين الكرآن حالا وكنا عاملين الموبايل صامت آه يا أخوي آه آه تيجي بالسلام تيجي بالسلام يا حج مع ألف سلام مع ألف سلام استغفروا الله الحظيم استغفروا الله الحظيم حرم عليكو يا أخوان حرم عليكو خالتوني أجدد حقيقين تحريرت avete مجاحة في اتجاه ن 오래 ناسф لحھی وانا محبيتش خالي الحكاية أخد الشكل سياراسمي إلا بعد انما أقولك واسمعك وإلا سيخصون إزاي انت今حم امكن ابدا 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 بالأسف استغفرى الله العظيم arkadaşlar استغفرى الله العظيم 어ارب فالحالة وتقلوه يا الله، ازاي كلام ده باشا؟ هو ما فيش دليل قوي ده دههم إلا إنك تتهمهم وتسيب النيابة تحقق وتثبت هلا، نيابة ايه بقى وتحقيه فيش الكلام ده طبعا مش فاهم يعني أصدق ايه؟ ولا دعمي ما يعملها شابير طب بط حريات المباحث أكيد فيها حاجة غلط بالشكل ده القضيعة تقايد الده مجهول أحسن ما يروح فيها حد من قرية الظلمة باشا السلام عليكم بقولك سامحهم بوداني هما بيتفوا على الحاجة فواز عما لما أنهارك يا تينا كنت ممكن أتكلم مبطاحهم إخرس، ما تنتعش بولا كلمة الوقتش أنهار في بيت الراجل يعني لو شم الخبر إنهم ورا أي مصيبة مش بعيد يعمل فيها حاجة إنت أبوسكت، أبوس إيدك أسكت لغاية ما تلايم على نفسي واشوفها تنايل أعملي يا حبيبتي أنا خايف على أنهاريا ما تستهلش القزير يا عامل الراحة الله الله ميني صايب يا فواز؟ ماش تفضل حاجة فواز؟ يا تسوقي إزاي كاميرا تعمني؟ خير يا حبيب، هو فيه إيه؟ خير إن شاء الله، عايز نتعرفي في إيه؟ تعيش حبيب أنا جاي يا عالي آه! آه! صدق الله العظيم راح براحة راح حبيبتي، إيه اللي حصلتك؟ أول وقعت يا حبيبتي يا خوكي وما يقصدش، معلش؟ براحة عليها منعم، جو حد صاحبك دي؟ بس قوية الرجلة هي، قوية هههههه وقعت وقلبي، ربنا يهديكو، يلا، لعب يسلم قلبك يا حاج، طول عمرك حيني من قلبك بقى؟ قلبي وكل ملكك يا حاج قودي يا نهار، قودي عايز أتكلم معيك قولي يا حاج، قول كل اللي انت عاوزه هو أنا وحش قوي وحش؟ كفال الشر عليك هو أنت فيه زيك في الدنيا؟ يعني ما كتش شايلة في نفسيتك حاجة مني لو على اللي عملته مع أخواتي فنعيني منك في الأرض وبعدين إذا كنت ضربتهم فدأهم بيكتب من إنك كنت ترميهم في السجن وده جميل أنا شايلة هولك في رقابتي طول العنبي حتى لا يا نار أنا عايز أفضل في قلبك طول العمر موجود يا حاجة وبتكبر كل يوم أكتر من اليوم اللي قبل ربنا يخليك لينا ويخليك لكل اللي بتحبه أنا ببقرة همش خالص أنا بس مهدت إيدي عشان أعرفهم إن الله حق ويشيروني من دماغهم عارفة يا حاجة عارفة بس أنا اللي والله ما عارف أعمل إيه وسطيكم حاسة إني متقطعة متحتة خايفة عليهم من نفسهم وخايفة عليك منهم ومش عارفة أعمل إيه قديني كل اللي قادر عليه بروح عن دمي وببخ بيهم كلمتين يمكن يفوق لكن هم مفيش فايدة وباجي عندك بقولك كلمتين علشان أكبر بيهم خطرة وانت بتكسفني الكرم آه تصنعر انتي قارج واحدة لايه في الدنيا أنا بحس كأي إنك حتة مني حتة مني حتة مني أكتر واحدة في الدنيا'm بتفهمني بتحسني أختي لأ هو أسعر لا ما قصواتش أختي أختي يعني مش حياتي يعني بس يعني عارفة عارفة آه وبعدين هنقول امتى اللي احنا عاوزينه هنقول ايه؟ انت عاوز ايه؟ انا اصلي قابلت واحدة ولايتها عاجبيني ولايت نفسي بتقدم ليه عشان اتجوزها ده امتى ده يا اخويا حصل؟ في حاجة يا نار؟ لا يا اخويا حقك هو حد يقدر يقولك حاجة؟ سبحان الله انا بس مش عايز حد يعرف حاجة إلا ما الموضوع ده يحصل طبعا يا اخويا واللي تؤمر بيه كله يحصل الحمد لله بس على الله بقى تبقى جايبلين حاجة عادلة مش واحدة موقوسة؟ لبنانية من لبنان شبه اللي بتشوفيهم في المسلسلات دي ليه النهار دي؟ روبي؟ لما اني صايف الله ده انت بقى ايه دولي يا حج؟ لا بس المحلي مفيش احلى منه برضو انت جوا قلبي ربنا ينولك كل اللي بتتمناه يا حج آمين يا رب اقوم بقى انا عشان الفطار انتنسيش تبعتين تجبيلي صوبية وانه بقى نهار هو لازي كفان بس يا حبيب بس يا عنومك بقى بس بس السلام عليكم ورحمة الله وبركات مال الوقت؟ صعبان عليه اللي انت عامله في امه انت اللي عمل فيك يجدر طبعا ما هو انت لو كنت بتسأل كنت احريفة بس ازاي؟ انت عامل نفسك مقموص من ساعة ما جيته وما بتسألش فيا سلام الله العظيم يا رب استفال الله العظيم يا رب مش هنعيده تاني مين اللي عمل فيك كده يا ساميحة؟ العقربة اللي انت رامي نفسك في حضنها للونهار وكرفني ورميني رامية الكلابة انت بتضحك لي دلوقتي؟ انت عايز تستفزني وخلاص؟ انت مش ملاحظة ان الوادسة كده والدريعك تصلح وشوحتي بيه يو بقى طب اهو بقى اهو بقى اهو بقى اهو بقى اهو بقى بطعياتي لي دلوقتي ما انت عارفة انك ما تهونيش علي ما هونت يا أخويا واللي كان كان هونت يا عبيطة ده انت الدحكة اللي بستدها ما بدخل البيت ده خفت دمك وشقوتك دول والعسر اللي بدخل من بقى بقى بيخفف على الواحد اي حاجة وحشة تحصله طول اليوم وطبعا انت عارفة وفاهمة الكلام ده كويس عشان كده شايفة نفسك علي ما هونتوا كده اما الواحدة فيك وتعرف ان جوزها ما استغناش عليها تقوم تعمل فيه كده اهو لا اعملت حاجة حرماني حرماني من ضحكتك الحلوة صحيح يا فوز مات قداش تستغنى عني برضو بتسألي لاي لاي الا الله وانا اللي بقول ساميحة دي ايه لماحة بتلبح الحاجة قبل ما اتطير حاجة هي الحاجة لو كنت ازعلك ما بعرفش هزعل منك يلا قوي ننزل نفطر وليك يا علايا بعد الفطار هاخدك واخد العيال وننزل نجيب لبس العيد وكل اللي نفسك فيه صحيح يا حاجة مش بس كده تقالي ده انا هواديكي تشرب الفخفاخين اللي بتحبيها مش هنصرقني فخفاخينة في جنة نعم ما اني صايم اتهدي بقى اتهدي دهن لسه مدنش لاي لاي الله لاي لاي الله صحيح يا حاجة هتخليني يا زور امي يا سلام طبعا وتشوفي اخواتك وتجيبينهم لبس العيد والجحك والبس كويت مش دي الاصول ولا ايه طلع عمرك صاحب واجب وما تفوتكش حاجة ابدا يا سلام يا عودة ياه ياه اه الراحة اللي بحسها في الهوضة دي دونت على ايهوضة تانية اه انت عاملالي عامل ولا قاري عليها اولا انت عامل ايه انت بدايلك يا حاجة بدايلك ان ربنا ينصفك ويريح بالك اه يا وده اه راحت البال دي تسوى الدنيا واللي فيها ربنا ينولها لك يا حاجة وما يحمك منها ابدا بس يا حاجة احنا هنلحق نجيب كل الحاجات دي النهاردة هنلف وربنا هيعدلها دا الولاد هيفرحوا قوي يا حاجة انت عارف دول بيستنوها من سنة للسنة وانت يا وده انا اي حاجة اه متستنيش لميتنا سوا انا ظل الوقت مستنياك يا حاجة الله الله عليك يا ابو قلب ابيض وظاف انت الادان يا حاجة اللهم لك صنت على رسك افطرت حاضك الله شهوتا داعبان ومش مستحن خلاص خلاص انا ما بيقتش قادع ايه 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 ملك يا راجل فياصي بدري كده لايد دي ليلي تعيد والناس كلاها سهرانه سكوت يا سعاد طول النهار عبل ألف على كعابي رايح كي رايح جاي لحد ما استويت يا راجل يوه بطل صلبطة وقمتوشي وشك بشوية مية وانت تفوى دليلة سهرة صباحة يا سعاد حرام عليك انا هموت وانام مستبني في ليلة زي دي ده برضو اسموك انام تحت اتبقى عيبة كبيرة في حقك يا سعاد انا جيتتي مش خالصة يوه ما لك يا راجل ما انتش على بعضك كده ليه الحبيدي بقى يا سعاد بقى شحقته يوه يا شحقته يعني ما حشكش الزهر معايا حس بصراحة يا سعاد ركب يicemكلعه ومفاصل بصايبة بس كده هكم هارملك عدمك باكلا تصلب طولك اي يا راجل هو انت شطابتي ولا ايه قصة يا سعاد ضهري قافش وكعابي ايضا الار بس كده يا كوكو حطاهى بشوية مية وملح وهي الطوش طوشي طوشي بقولك يا سعاد هي الليلة يعني لازماكي قوي قصة انا مش لازماك يا شحاب مش العبارة سعاد بس اه. انت بس هتبس بس. ما تخمسنا بقى. انت عارف يا سعاد? ايه? انا مش هطس وشي مش وقت مياه بس. انا هخش هطس في الدوش على طول. عشان افوق للليلة الصباحي. بنشطين وميا. عشتكم معينايا. يا غالينا عليا. يا غالينا عليا. يا غالينا عليا. يا غالينا عليا. يا اللي اسكندرية يا اسكندرية. الله. لموني يقالوا مني. قال لي مش عبك فيك فيك. يا نهار السود. ايه ده الجرمة ده? يا لهو. يا ليلتك الشودة يا شحاتة. ايه ليلت عامل في نفسك ده يا شحاتة. كده تستاوت اخد لك لطشة برد. ده انا هاخد فيك ستوش. ايه اللي جاء بإخواتك يا شحاتة. مش قلتلك السهرة الليلة صباحي. يلا خشو صد نفسك. فيه حريم قاعدة. وتعالى عشان دلحق لك لقمة. وحب ترمس. يلا اخيها كلهم يا اخيها كلهم. ترمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الف اهلا بكبير الحجات كلهم. ازاك يا دكتور? وحشتنا. انت اللي تعلان علينا. شالينك لعوزة ما انت سيد العارفين. تحت امرك بس تشرب حاجة ساعة. لا 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 حتى عارف انا مليش فيها. وكمان مفيش وقت. امورنا يا حج. نفس التموين بس باحباحة سنة. من عناية عايزهم امتى? مكرا الصبح شحات هيعد عليك. ولا كنوش قفلين عشان العيد. ما انت عارف يا حج ما عندناش اجازات. عالبركة. ما تنساش بقى الموانع. بس يا ريت تبقى حبوب. بلاش الحاجات الجديدة اللي بتشاكشك دي وتقل المزيج يا دكتور. امورنا يا حج بس كان لازم تشرب حاجة ساعة. ما فيش وقت والله يا دكتور. يا دوم الواحد يرايح شوية من صلاة العيد. ربنا يجي على يامنا كلها يا عياد يا رب. من صفحة شوية ناكل. يا دكتور. يا حبيبي كان هنا ما انت دنيا علي بالحب والهنا حبيبي يا انا هي اغلى من عناية نسيت مين انا انا الحب اللي كان اللي نسيته قوام من قبل الاوام. نسيت اسمي كمان نسيت يا زمان على قدر الانسان والا زمان يا هوا زمان والا بسم الله يا ما شاء الله زيكي حبيبي ما شاء الله يا صوت الجميل ده صوت الجميل ما شاء الله يا منعم شادر جدح جدح الصوت ده نعمة من عند ربنا ربنا بيخص بيها واحد وهد صوته حلو وهد شكله حلو عشان كده لازم نستغله في الصالح مش في القناة بس انا ما بيعرفش اعمل حاجة تاني ازاي بقى؟ ازاي الكلام ده؟ انت ممكن تبلي صوتك ده بايات من الذكر الحكيم تلاقي بقى النعمة تكتر وربنا يحفظك من الشر مش نستغله ونستهلكه في المغنى والكلام الفاضي بس انا بحب يغني يا بابا وزمالي بلولي ان الشيطي حلو طب ما الشيخ محمد رفعت كان صوته حلو كان صوته جميل الشيخ محمد رفعت ما شاء الله اهه انما شوفه كان بيستغله في ايه؟ وانت بتستغله في ايه؟ ربنا ادى البنيادة من نعم كتير قوامنا قوي المفروض بقى يستغلها في الخير في الصالح حاضر اماما هنظرلك الخير يا حبيب انا قولت اجا عيد على حمايتي وولاد عمي الحجة قال مش معقول العيد ييجي ولا نجيش نقولكو كل سنة وانت طيبين كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي كل سنة وانت طيب يا منعب تعال تعال يا حبيب روح لديتة روح ايه دا انت ام وحشتيني اوش وانت كمان اعتيتها حشتيني اوش ايه ايه دا الجمال دا ياه؟ ايه حلوة دا ربنا براكلك بيه حبيبتي ايه شامورة ايه اوه كمان يموت في خالك يا حبي بخاله حب وبهيد خلانه فان صحيب بهيد خلانه مش يجو عيده على الود اه اه ايه 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 اولاد تعالوا عيده على اختوكو اهلا بالرجالة ايه دا ايه دا بيه اللي عمل فيكو كده اسكت يا وان تعالوا هنا وجابي تعالوا هنا انا نقصك اختص خاص بس اقل ابوك يا حبيبي مين اللي عمل فينا كده ايه ابنك تفرجوا علينا حق يفوز ليه كده بس يا تسوقي دا ايام مفترجة وبعدين الضفن ما بيطلعش من اللحم ولا الدم بيبقى مية يا سلام واللي جوزك عمل وفينا دا اسمه ايه؟ مولنا عفا الله عما سالف بها الله الله وبعدين هو ربنا خلق الاعياد ليه عشان نستعيد على بعض الله يفتح عليك يا امار ويزيدك من العيد وعلشان النفوس تتصفر والود اللي اتقطع يتوصل بين الاهل والاقارب والاصدقاء امير شوفي الحج ياما جايب لكو ايه عشان العيد والله دا حلف انه ما يجيب اقل ما بيجيب لنفسه ولا المنعم ولا المنعم الكبير كمان بس يا ود الفنطنون دا بتاعك مجد والله يا حج مش عارفة اشكرك ازاي الفنطنون تحفل تشكرني عليها عمورها على انه بس يطلع معاسك كنسانا وانت طيب وده يا شعبان اتسوين كنسانا وانتو طيبين وقدروني بقى انكو تبرتوا على عيديها يسلم فهمك يا فواز يا ابني خير ما فعلت طب والله انا كنت احطب منك انك تصلاحهم بس استحيت من عميلهم معهم برضو اخواتي يا عم اهه معهم ولا ذا اخوي انا كبان يعني حتة مني انا ما حنعمل ايه بقى شوفلك صرفة بقى مع جوك يا فواز مش راضي يا اخوي يجي اهود عندي بدل قعدته الواحد وديه ومش احتطني معاش انا عمله لقمة ولا نضاف له هدمة يا اختي كان من باب اولى يجي اهود عند انا ما هو على يدك يا انا بست ايده ورجله عشان يجي هو اللي مش راضي لو قدرتوا تشيروا الحطان دي خدوها ولا جمعات يا اولاد انا حتة من البيت ده والعظمة متستريحش اللي على فرشته ده بيتي العيلة ريحة الايام الحلوة ونفس امكو في كل ركن فيه وانا بقى مش خارج بينه الا على ضعر الف بعد الشر عليك يا حاج يديك طولة العمر قبل يا كريمة كتفوز يا ايه ده بس عشان تريحوا نفسكوا وتريحوا لي بقى خلاص ماشي يا عم الزكرياء خليك على راحتك انا هاجعب معاك انا يا جده يا السلام دي الديني كلها تنور يا حبيب جده قوم قوم يا حبيبي تعالها في حضني وحشتيني بتعيلت ايه ده بقولك ايه انهار انا ياختي حاجات الواده ومهره عندي ايه ايه اما في المستقبل العروس ايلا تدفع المر للعريس امال ده البقى اكتر من الهمة على القلب وبعدين ده ابن الحاج فوز يعني يتقل بالدهب لا ايش يا حيات ربنا يخليك كلامك دايما حلو زي العسل ده والنبي يا اخي هتقوله يمكن يحس ايه انت هتقلبي عليها ولا ايه يا حيات انا عملت ايه لا يعني ما بسمع منه كلمة حلوة كده ولا كده الله 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 ايه عليك زختي ايه انت؟ لا والله عايز اقولك الحاجة انا اقول كلام وكلامك والس اوي وكتير اوي بس بيت نفسي اه يبقى حسن خطأك بقولك ايه انهار بزمتك اخويا بيقولك كلام حلوة ولا ما بيقولش بيقولي يا اختي مشكلتي انه بيقول بزيادة في حاجة انهار لا يا اخوي اقول براحة لا بو امي اختي احكيلي لس انا اقرب Revel lavor لا نا دا انا خافكرك اوي تعالي ما توليش كل حاجة آه ها يا عم ايه في البتاعة ده بقى اهو احنا قصير بقى اوش يا فوازي خلاص بقى الحجي انا ما عمت لما همشي حقينا ما صدقنا رايحنا دماغنا يا اخي الستات دول ما بتملاش عنهم حاجة بالعكس دول اطيب من الطيابة واغلب من الغلابة كلمتين بس كده حلوين تلاتة طول بالك بس هتاخدها تحت جناحك وتريحلك الجمجمع بس انتم بالكو مش طويل اسألنا انا هدين انا بنتعلم منك عجي فواز لاah متعلمش منه حاجة الا ده ن انت جوز بنتي وازبح ليك متجوز عليها اعلقك وفي عقلي كررها تاني على حاجها تاكرين يا سهزة علي لا انا مقصودش يعني انابتكلم عنلي كررها تاني انت كررتها على اكتر من مرتارة ربنا يهدي تعبني اخر طعم مخرط على قلبي ولا ميت بصر ليه يا أختي عرفتي حاجة ولا إيه لا 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 ولا حاجة أنهار شكلك مخبية عني حاجة يا نوح خدي منعم يا حبيبتي وطلع لعبه بره شوي ها إيه الحكاية أنت عارفة أن الواحدة بيننا فيه كلام كده ما ينفعش تقوله بس معاك أنت ما بقدرش أخبي عنك حاجة بحس أنك مرايتي فيه إيه أنهار قلقتين تحبت تحبت قوي حيات دمعتي بقت على طول على خد بقت أخاف يبص علي ولا يشوفني نجي المحل بقت على طول بجري على الحمام عشان أغسل وش وهمها بتخنق قوي وباتكبت وهم اسكى البت ساميحة فقعها علقة وطلع فيها القديم الجديد وعمل فيها جمده بمسك نفسي وأنا من جوا خربانة يا لاوي مالك يا حبابتي وامزعالك ولا إيه؟ لا يا أختي طقم الحنية اللي نازل بيه علينا اليومين دول مالوش زي ما في واحدة نفسها في حاجة إلا ورحوا عملها انت كده تقوله عمرك تتبطري على النعمة بطر بطر البطر على أبت أمال ده اسمو إيه يا أختي إن شاء الله ده اسمو الزول الزول يا نهار مش بولك يلا عندي شوغي يلا يا أخوي يلا يا أخوي يلا يا أخوي هان شنتتي برا يا أخوي يلا هاي زحاجة هان الله يخليك يا أخوي السلام عليكم عليكم السلام لي velour بطري عنهار بتتهابت وเหلا مش معقول تحفي يا فواذ ما كنت عرف زوبك هلقات حلوق فرشيني فرشيني والله كتير حلو يسلموا هاي شكلها حلو كتير وغالية كتير بعوولjer بقى من زمانة من غالي بنلخص للهان ده خينك انتى بلا هالكل awful أحسن ما تطلع بإسمك ومع شفيرة كمانة والله يا عزب منظومة وزيلي عاجبك تعريف؟ أنا كتنوي قبرو موجة عليك لأنه المفروض أنه أنا اللي أنزع نقشك معك بس بس شفت زوءك هلقات حلو؟ خلص سامح طب الحمد لله كانت سليمة المرة دي وعدت وين بيبك تعمل عرس يا فواس؟ عرس مين؟ قصدها يعني الفرح فرح؟ أنا ما اتفعناش على فرح؟ ولا؟ بدكيني اتجوز هيك على السكت؟ ليش؟ بشعة ولا فاكحة ولا عورة؟ بشعت ايه وفاكحة ايه؟ ده انت فاكحة حياتي كلها ايه هتقولي كلامنا حبابتي بعدين ما احنا كده كده راحين لبنان شعر عسد ايه وش خص هي بها؟ ما خصنا أنا بدل اتنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تتكلم مع مسليم بين وبينك يا ابن يا فواس هاي دي الليلة بتبقى ليلة العمر بالنسبة لكل بنتي بعدين أنا من طريق استعجالك انت أكيد حيجز بفندق سبعة ستار فندق سبعة ستار ايه؟ ما ينفعش كلام ده خالص ما ينفعش خالص ليش؟ أو ما ينفعش وخلاص ما بيصير هاي هاي أول فرحتنا ايه وأنا مش راح أتجاوز بلا فرح وزفة ما حلو الأقوات إلا الله تاهت والإنان انت مش عايزة فرح وزفة وجوي من ده؟ بلا عالبركة احنا هنعمل فرح جميل جدا 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 بس مش أنا طيب وين؟ في لبنان لبنان بقى صاحبات اللي كانوا معاكي من قبل مدرسة كله يجي الفرح وبكده أبعداني العيد وبما يرضي الله ماشي يا فوز اه يا حاج اه الحمد لله خير إن شاء الله ايه؟ ايام تحصل الكلام ده؟ انت حلو أول أخوة إلا بالله؟ طب ايه فين أنا جايلك حالي؟ وح aumento ماشي ماشي فوز إلحق يا فوز يا أبوى يا رحميني خلاص وايه عدي وفاهميني إذا ما حصل مش عارفة فاجأة كبixo طب بساكت والله كنا عندين كويسين ومن حظي الكويس إن ساميحة جاتت زورنا كلمت الحج وجابوه على الإسعاف على هنا أيوة يعني طب إزاي كل حاجة شرب حاجة والله ما أنا عارف ده إحنا حتى كنا بنعيد وإن بنت اللي جبتي أجله ورحمة أمي يا نعمل أو أبويا جرى له حاجة لكن ما قطعك ومشرحك يميت حتى مالوش لزوم الكلام ده يا ساميح أهي كده يا حج من ساعة اللي حصل ما حصل ونزلة فيها تقنيب وتبكيد زي ما كون أنا اللي وقعته هو في غيرك يا شر البقر سامع يا حج خلاص يا ساميح أولدا ده أبويا يا حج ومالوش ستاب خايف يا أخوي اللي حصل أمي اهدو اهدو الحكامة تستهلش هو كويس بس هيقعد معنا شوية في العناية لما نتطمن عليه العناية يعني على كده بقى هيباد في الإنعاش عادي يا نعمل عادي لازم الدكتور يتطمن عليه طب يعني سكيوز ميه كده يا دكتور هو أبويا فيه إيه بالزبط السلام عليكم ورحمة الله بالتالك ما تحفش انت مش قد الحباية دي شامتان في يا جوز بنتي بصراحة أنا مش قادر يابسك نفسي بالتاحك يا راكل ربنا بيقول ولا تلقوو بيأيديكم من التهلكة تهلوكة. طبعا. هو فيه اكتر من التهلوكة اللي انت بتجوزها دي. ما انا كنت شغال تمام التمام. وفجأة قطعت مياه ونور. شغال تمام التمام. يجدد. يجدد بقى وانت بالدين ربنا. هتفاول علي كمان. يا عم كلنا بالدين ربنا ما تزعلش نفسك. مش كيفية بقى وصلني ليلتي. يعني خير انت اعمل شر انت لقى. هي نعمة. معاكو برا. اه. هي وساميحة. هيدخلو لك دلوقتي. قلت لوكو حدا. لا. اتطمن. الحمد لله. الدكتور بس هو اللي سايح. كبر يا عقلك يا مايا. حتى لو ما عمل فرح بالمرة. هي دي الجوازي بدها الدم. وبعدين هو قالك انه هيعمل الفرح ببيرون. وهي ده اللي بدنا اياه. خلاص يا سليم. اهدى شوي. احنا ما قلنا شي. يعني انت ما شايفي غير انا اللي عم بحكي. وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الارض. هو انا لما بدي اعمل فرحهم بين اصحابي بكون عم بعمل مشكال. بك يا بنتي يا مايا. انت ما عارف المصيبة اللي انا فيها. فواس لو ما مضى العقود اللي مستنية ببيروت. انا حيتحجز على كل املكة. وحيعلنه افليسي. ويشرشحوني عصدو بربيروت. بدل منك عامل هيك بحالك. احكي مع مروان شريكك. يدفع جزء من جيونك. وانت سددلو اياهم لما وضعك يتحسن. مروان هيدا راس الافعى. واكبر واحد قلو مصلحة في اعلان افليسي عشان يستولي على المكتب. عرفتي هلق المصيبة اللي انا فيها يا بنتي. خلاص يا بابا. ما تزعل. رح اعمل متل ما انت بدك. سوريا. سامحين يا بنتي. لكن هذا هو قدرنا. وعلى الانسان انه يواجه قدره بشجاعة. وما يستسلم. وانت هيك برهنتي. انك بنت اصل وقصول. وانا عمري ما راح انسى الجميل. الله يحميك يا بنتي. ممكن اعرف ايه اللي مخليكي قلق انا. هو قالك ياختي على سفرات لبنان. ايوه. قالي. عادي ياختي ما هو بيسافر كتير. لا. دي اول مرة يسافر فيها لبنان. وما. لبنان زي غيرها. كلها بلد ربان. وبعدين هو بيجري وراءك لعيش ورزو. ياختي انت بتطميني نفسك ولا بتتحكي علي. ونبي يهودة تسيبيني في حالي انا مش طيقة نفسي. يعني انت يا الانه هزي. يا لهو. يا بني قلت بايك في القرى دي. ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهور ما احنا الاتنين ياختي في مركب واحدة. عايزاني اقول لك ايه. خايفة ومرعوبة اكتر منك مئة مرة. اعمل ايه. سوا ممكن يكون مسافر شغل مش كده. يا دي نيلي عالكورة واسنين الكور. يا ولا. بسم الله يا رحمة الرحيم. قلت في يا رب. قلت في يا رب. موسيقى 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 المترجم للقناة 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 اشعى تانية خالص حلوة 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 اسمع بقى انا عايزك تكلمهم في مصر وتطمنهم علينا وتقولوهم اني مشغول على الآخر ومعنديش وقت عشان انا هقفل تليفوني وجبت اتنين لبناني واحدة لية وحدة لية اتنين؟ اماني العروسة ده هتعمل فيها ايه حاج؟ داي داي لله انا بقولك اتنين تليفون لبناني عشان نكلم بعض فيهم من غير دوشة كده بقى بعد هتفرق عشان يقضي مهامك لما يورد الله كده ربنا يقويه شكرا مع السلامة انا خير ي 먹는هار التليفون دا من الحاج مش كده اختي؟ شحاتة بيتميننا عالحاج و بيقولو اني مشغول ولما يظه ايبقى يكلمنا مشغول جبايه هطف ترجعيه هاببتي هوا انت شك يا اختي في حكاية السفر دي السلام عليكم ورحمة الله عليه السلامه ورحمة الله وبركاته شاكтра اطلعت كلامكم لا كلام ايه دا كان شحاتة هي تمنع الحاج quantا هاي ماهو لسه مكلمن انا كمان وهو ما قال لكش حاجة يا حاج يعني هو بخير لا الحمد لله بخير مشغول لشوشه او ربنا يوفقه بقى ويقوي ربنا يجيب العوائب سريمة يا رب يا ستة انهار انت فيه؟ ايو انا هنا فيه ايه؟ عايزتي بحاجة مهمة مهمة؟ خير يا ستة انت فيه ايه؟ ايه حايا يا ستة الوقت بقى له يومين على الحال ده لا بيأكل ولا بيشرف ولا عايز يكلم حد انا غلبت معاه يخرف بنتك ودوق ما افتكرت تقوليني؟ مالك يا حبيبي فيه ايه يا ابني؟ مفيش مفيش ازاق يا ابني يا حبيبي يا الله مال الكلام اللي بتقوله الده ده ده ايه؟ ماليش نفسه اقرأ هو ينفع يا حبيبي برضه ما تاكلش؟ ده ان حتى قرأت القرآن ما بقيت استيجي تقرأ معايا مش عاوز اقرأ جرأ ايه يا وايه؟ انت منقبت بترد بالطريقة دي؟ ما تتلمح تقلمك؟ بس 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 شوي يلا تفضل الظاهر ان انا دلعتك بزيادة يلا تفضلي تفضل ايه؟ 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 مالك يا سيزة بقولك ايه؟ انت ناوي تتكلم معايا ولا؟ لو مش عاوز تتكلم معايا براحي اطراحتك بس انا عارف انك عاوز تتكلم معايا تكلم بقى وقولي مالك؟ جده هو الغنى حرام اه؟ الغنى؟ ايه الغنى وده بقى اللي عامل معاك كده؟ انا عاوز اعرف هو حرام ولا لك؟ يا ابني كلمة حرام وحلال دي ما تتقلش كده وخلاص لا 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 دي كلمة لها صور وعلم وفتوى وما يقولهاش غير اهل الدين وبس ام وابا قال كده ليه؟ ابوك قال لك كده؟ الله يخرب بت ابوك يما كنت بغنى في الجنينة وانت كنت مبسوط من صوتي وهو خدني وقال يارى قرآن احسن خليك زي الشيخ محمد رفعت الله 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 هو يا حبيبي فيه ادمن ولا احلم صوت الشيخ محمد رفعت بس انا بحب اغنى وزمالي بحب يسمعها صوتي وكل ما يقوله يغنى غاف لا يكون حرام يا ابني مش احنا مش احنا اللي نقول ده حرام وده حلال لا ما ينفعش احنا نقولها بس انت عارف اعلى حاجة في الكلام اللي انت بتقوله ده كله ايه؟ ايه؟ انك بتخاف ربنا واعمل حسابه عشان كده هتلاقيه دايما بينور طريقك ومنين ما تكون؟ هيتقى معاك بيعميك من شر نفسك ويشيدك للطريق الصح زي ما قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بس يا غادية منهم احب ربنا احب ربنا واحب صوتك واحب الغنى بس من غير ما تنسى ولا تتليه ان سكر الله سبحانه وتعالى فهم تيبني اشتركوا في القناة 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 كنك مدني أو فلاح أو واكع مية بالمية ساعة صافة وإن شي راحة بتتمنها يا خي جراح الهم الهم جراح والمتاعب يومية أيام الصباح لللاح يوم نكون عزو بي يوم الماضة ويوم الراح أيام الكل تطور يا سلاح وياله وارا سنتين الجي سنتين ما معناها وارا صور يبنهوا يزينه ينهوا فسلق منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشعر بتعمل خلاص احنا خلصنا برحلة الكلامة ودافلين على برحلة الفاملة طب ازا خليك هوم وانا راح فوت من هوم تعالي يا انا وانو راح بيه وده اسمه ايه ده كمان خلش يداري نفسك بقى يا حايت خلش يداري انت هتوصي دي ماذا يا عم؟ مستعد خير؟ مسال نوور عيدي كادو من الوتيل العرسين ايه دي؟ عزيزة شامباني عزيزة إيه؟ شامباني شامباني. خمرة يعني؟ لا يا عم حاض الله احنا عايزين ربنا يكرمنا مش يخسف بنا الارض ولا انت عايزة نحصر ابو سميحة لو قتقول لي ما من ابو سميحة يلا بعدين اتكلمت شكرًا شكرًا براحتة خد وقتك انا انت كريمة اشوة مساء الخير يا شحاتي مساء الخير يا سليم بيه خير في ايه برضون بس ما تكون صحيتك من النوم وهي البلد بتاعي كدير عرف لوح دي نم فيها ولا شوف النوم خير شو فيه كل حاجة فيها خيلاني روشاني مطيرا النوم العناية يا روك روك هو انت شفت شي بعد ما انت كمان خيالت واختفت قلوب العزارة فيلك عندي مفاجأة مفاجأة؟ ايه القانسة سبينا يا حرام مبارح ما اجيها نو وطول الليل عم تبكي قالتلي بدي كمل حواري مع اشحاتي هش اووه الانسة لوليتها يا حرام قطعتلي قلبي قالتلي أنا معجبي بس حاتي وبدي اخذ مع parlamentramble شووو؟ هاي يا.. يا.. يا أمه شعاتي لك يا شعاتي الزلمي سخ سخ حقيقي اللي ما شافشي شاف سيان لوليتة و سبينا و خشي شو شو رأيك عجبتك حبيبي؟ أنا مش فاهم دي ليا ولا ليك؟ ديدي هيدي هدية من العروس للعريز هو صحيح ما فيش فارق يعني بين الرجل و مراته طبعا إنها مش للدرجات دي تقبرنا تقبريني يا انتي تعالي شوكرا يا حبيبتي نستيين لاربة طبعا ليه؟ ليه؟ أقول لك عشان نخليه مش عارف هركز و دياني شو مصلحة طبعا بس والله والله شكلا مثل الأمر عليك انتي أمر أمر ايه الجهودة؟ ايه دي؟ فوار أنا مو أخزة مو أخزة حبيبتي بسادي ستولي نفسي كده عشان ما ينفعش الكلام ده ايه بس ما عنا هالحركات هون لا إحدى عنا الحركات دي هو يتعملي كده تاتي يعني يا صعير نعم تتفرج على ايه؟ انتي أمر تشوف شامع؟ نعم بس على الخير بس على نو بأتمنى عيدك أدوات عزب حضرتك عيد المرأة بقولك ايه؟ الهداية دي هداية مننا ليك ودي عشانك انت وحبيبك مش عايز النفر يخبط عليها للادي يلا يات يلا يات من هنا بتعنكم الحاجات دي هنا برضو اه اه يا انهار اه يا اختي دماغي هتنفجر هتنفجر يا اختي شنيور شنيور نازلنا اخواره فيها همتوانا مساعة واحدة بس من غير كوابيس تعبت يا رب تعبت يا حول الله يا ربي يا اختي انت يقل صابك ده انت خست النص ده انت وشك بقى زي اللقمة طب الحاج يرجع من الصفر يسألني عقوله ايه؟ خصب عني والله يا اختي مش بي ايدي عامل ايه؟ بيت انت عايزة تترقي انا عريت يا اختي نص القرآن كله في اليومين اللي فاته لا انت مش فاهماني تترقي رقوة بلاوازمها بلاوازمها؟ لا يا اختي انا ماليش في الكلام ده يا اختي تنايلي ده هو ظل حيطلع بلاوي الزرق اللي عادة في جتتك؟ اسألي مجرب اه انا جربت قبل كده مية مية بس الحربية يا ساميحة دي متعرفش حاجة لان هي دي اللي نشكلها انه عامل فيك بلاوي السودة دي مجد ساميحة غلوية فعلا بس ليه يا اختي تعمل كده؟ يا اختي دي نار نار لو ملقيتش حد تولع فيه تولع فروحها ماشي يا انار انتوا كده؟ نسوا على حد ريزي ست ساميحة انا لسه كنت هخبط عليه كده شو كنت يزوتك يا زينب؟ عايز ايدي الوقتين بس الست دي حما بره وشكلها غريب قوي نعمة؟ احسن يكون ابوها جعلو حاجة بيت ابوك يا نعمة عملتي اه تنف ابوها يا مليالة؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيه وشك كده؟ معلش ايبا يا ساميحة انا ملقيتش حد غير كاروحة رغم اني عارفة انت بتكراهيني وطيق العمى ولطيقيني بس انت عارفة ان انا يتيمة ومليش حد يا اختي عثري في فيلم ده هبدأ عالصبح قولي ايه اللي حصل ابوك يا ساميحة بعد ما شد حيله جاء علي ايه افتر ابويا؟ ده الراجل طلهم المستشفى بيرهج من كتر الفكر ولا انت عايزة تلمي بلويكي عليه وخلاص؟ والله يا ساميحة عندك ابوكي وروح يسألي لو مش مصدقاني وهو يكذبني الله؟ طب ليه؟ عملتي فيه ايه يا بيت انطقي والله يا ساميحة ما عملت له حاجة ده انا قاعدة يا اختي بدحك معه بهزر زي العادة فجأة ليته هدب فيها زي الوبور ولما عيط نزل فيها ضرب يو بقى؟ ما تقولي يا نعمة هي فزورة كرومبو؟ لا فزورة ولا يحزنوني حد لما هي مش فزورة؟ قول كلامي يوقع يا شهيد امان الله؟ انا جيت لك انت عشان انت الوحيد اللي حسس بيه وعارف ان فيه طبعا احنا طول عمرنا عشرة عمر احنا طول عمرنا اخواتها شهيد ازاي تقول كلام زيه؟ عشة بالشهد عشة مش عارف اقولك ايه حاجة مكسوف منك ومش عارف اجيبها لك ازاي؟ يا عمه هاتها زي ما تجيبها بقى؟ بس وانت بتجيبها بقى؟ قولي كلامي يتفهم كلامي يدخل اللي عاد حاكم انت بتقوله كله انا مش فهر منه حاجة قابل هقولك ايه؟ ظهر لنا جبرنا وقاشنا اكتر من نازم بس احنا اللي عملين اقوة لا 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 شعين بغاية هنا وبس بغاية هنا وتكلم عن نفسك انت اه؟ ما تقولش يقولش عمل معروف انا مش نوعس الكلام في سرك البيت صغيرة هلاقي قوة حاجة وانا ما عدتش قادر عليها ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ الله ايه جبر ده بيقوله الدهن في العتاية ايه الدهن ده هو اللي جاب أجلي نعم انت عارف الدهن لما بيجمس على القلب بيجيب أجل صحنا بس طيب الراجل ما تقولش على نفسك كده ايه الطوب اللي انت عملت تحدي فهو ده فيها مش هايين لا 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 ما تقولش كده خالص الله وبعتين وانت عشان خسعتلك شوية يعني هتقلبها من دبا والحصل ده عادي والله عادي وبتحصل في أحسى العائلات انا من ساعة ما تحشت في المستشفى وخراج حسيت ان في حاجة فيها طهارة ان انا مش انا ان انا فيها حاجة غلق حسيت ان ميل يا راجل فالله رفا ايه اللي انت بتقولش هايين انت ملك بتشائن كده ده انت زي الفول لهو ما شاء الله عليك انا عاوزك بقى فيها ده كده وتقولني بالراحة انت ضربتها ليه لما لقيتها بتضحط حسيت انها بتضحك علي واما شفتها بتعايت حسيت انها بتعايت على كبيتة انها تجاوزتني لقيت نفسي نازج فيها ضربة اوه، اوه واما جامل واما أرينك عشراتين طاول عالقامة واما جامل قبل ما الصحصح علي انا اقوم جامل تدي اعرف ليه شاغل حالك بالإسمه مش حادة هايدي يخدام ولا يسوع ليه زعيرينا سكوتك انت منك فاهمين الشي طب واهمني من شان ارتاح مش حادة هايدي صوت فواز يعني هاي دا اللي بيعرف عنه كل صغيري وكبيري وفرض انو كلب ما يبيع صاحبه واحنا ما بدنا اياي بيع صاحبه لكن شو بدك انا بدي اياي يكون صوتي اللي بينخر بودان فواز عشان لما اعرض علي صفقة الشغل يفضل ينخر وينخر لحد ما يوافق خلاص 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 لا مش ما اقول ما شو هايدي صلي ساعة ونص نعترك هاش هادي ماتور نعم سليم انا مش عارف مالي النهاردة كل ما فوق اما يا اخوات عدتاني لا ما شاء الله ما شاء الله شكلك مصحصح مصحصح ايه؟ ده انا تعباك خالص بقولك ايه عم سليم هو الحاج فواز اختفت لك قرأ فيه انسى الحاج هلا بتلاقي دا يبدوب بالعسل اه عسل اشتركوا في القناة 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 ها اشتركوا في القناة 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 بدي أعرف خير يا حج شايفك سيكي وما رديت عن ناس اللي بدوني عملوا معك بزنس أنا قلت أفكر وأعتقد ده من حق بس يا حج هيدا عرض جميل جدا ورائع هيدول عرضوا عليك ثلاثة أضعاف زباين بدون أبضعتك بالاسم والماركة بو أنا بقولك إنه عرض هايل وصعب يطرف الطبع بس أنا عندي التزامات مع شركات تانية لازم أشوف إزاي أخرج منها مش عايز اللي أكسبه من هنا أخسره هنا أنا شايف إنك اقتنعت يا حج العجلة من الشيطان يا حماية عايزين الصبر منه نفكر وناخد وقتنا عشان نعرف نكسبها إزاي يعني هالعملية هادي لو تمت صح يا سلام قديش فيها مكاسب ما هو عشان تتم صح ينزمها وقت وتفكير وتخطيط وبدل ما التلت أضعاف ممكن بأربعة وخمسة كمان برافو يا سهر والله شخصيتك بتقول إنك تاجر وابن سوق محمد جد تلميذك يا حماية العزيز طبعاً إذنك هروح وصل للجماعة فضل بقول لك يا حج الرجل ده أنا مش مستريح له ومتعرفش عمل فيه إيه لا يا عارف وعارف إنك اتنايلت واتدهولت على عينك إيه ده إيه ده إيه ده وعرفت منين حاج باين على وشك انت مش شايفت وريني أه وريني يا نهاري سود إيه حاجة يا تكنيلة فضحتنا وإنما ما عملت حاجك ما أنا عارف إنك ما عملتش ومتأكد كمان عارف ليه عشان انت خلاص بقيت عينتها مساميحة المساميحة اللي مساميحة يا حميد جاء معنا ده أنا لو دورت هلاقيكم مساميحة كمان طب بقول لك يا حاج إنت ناوي تخش الشغلانة مع رجل ده إنت مالك ملاكش ضعب الحاجات دي إيه وعا تتدخل فيها شاحاتها إيه وعا تتدخل في حاجة ما تخصها شاحة إنت المطلوب منك تكلمهم في مصر في اللوم بكرة إحنا راجعين إن شاء الله إيه ده بكرة بكرة مال بكرة مبارح طبعا انت متضايق مريني متضايق هابقى هابقى جيبك لو واحدك يا شاحات طب العروسة دي هتعمل فيها إيه ده صوتش شحاته ده ما ده صوت شحاته ده ما ده شحاته لا حول ولا خوت إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حاجة فواز أنا معجب فيك كتير وبتمنى نقرب ونتعرف على بعضها أكتر بعرف إن الوقت منه مناسب لأي حكي هيدا بزنس كارت تابعي فيه كل اتصالاتي أتمنى إن يحصل بناتنا اتصالي فيه حاجات كتير ممكن نحكي فيها أتمنى إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أتمنى إن شاء الله ما تنس ما ما و ما ما بيرضش برضو على موبايل رغمين او فرده ده حتى شو حتى ما بيردش الصبر الصبر يا ساميحة والغاية بحديته معاه يا أختي الحج وصل الحج وصل يا ما انت كريم يا رب ألف باركة يا حبيبي نوحيشني قوي يعني نمو اتلاقي جعان وانا ما بيقولش أكل الطيارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي ورحمة الله وبركاته يا أختي ألف احرف دلي على كلامتك يا حاج در اي حاج عمل اكلمك على الموبايل ما بتردش اتفضلت تعال يا مايا تعال يا حبتي وتخفيش تعال تفضلت هقدم لكو مايا عروستي الربع الربع عدوية اه يا أختي الحل حاج بالله يا ابن المجنونة اه يا ابن المجنونة يوجد كريبة على طول ديماً لوغد الديني على الحامل ما انت عرفا حاج ما بيضيعش وقت يكسب ريسه على طول اللي انت خايف لا يضيع نفسه هون لي gide نفسه اه طبعاً، ويا ما قلت مثله يا ويلك من قرثة الحريب خلي بالك من نفسك الله فيه حد في الدنيا يجمع الأفاعي ويربيها جوه عبه غيه يا حاج بقى واللقب عنده عالكيف هو كيف ده يا ابني هو اللي بيزيل صاحبه صدقني الله رب الاسر رب الاسر عليك يا ابني رب الاسر عليك قولي ان شاء الله لعروسة اللي رايحة دي رايحة ويعرفة انها واحدة من الليستة وانا لسه متعرفش مفاجأة كالعادة ما انت عارفه يا حاج مجلون مجلون مجلش عاجة يا حاجة السلام عليكم وعليكم السلامة ورحمة الله يا رادا اقمارني يا حاجة اتعا يا ابني شوف ستة عايزة ايه؟ من عناية قد تخيرك يا حاجة انا ايسا بنائي نائب راحتك يا زدي محل محلك جرى حاجة مجلون ستة ومال لو شفت اللي انا شفته يا لهوي شفت يا بلاوي اشكال والوان والسحن شغل برا ما اتضربش فيه مفاك نعم يا حاجة أرزك يا عني اسمان حلوة يا لهوي يا حاجة صواريخ يا حاجة يا حاجة يا حاجة بتقولها في وشي عوز بالله بالشيطان الرجيم يا ابني بتقلنا في مراتك مراتك يا حاجة بقى ما تفقنيش حاجة ده انا اكتشفت يا حاجة بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي الله يعني الوجه اللي حاجبوه ده يبقى ابن عمتك يا لهوي يا لهوي يا لهوي دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزودي في الدنيا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله واما تعاشريهم بقى سبحان الله بتحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات عمهار نورتي مصر تاني وايم والنبي اللي تيجي تقعدي جنبنا شوية عشان نقرب من بعض اهه أمي죠 وتخفيش دول اخواتك مت خفيش وتخفيش وساكل اهلك وناسك حلوة تكله عيرة يا غتي يعدي يغتي يا غتي يغتي دي haut Και thera ee والدعمة. عسل. عسل سميحة دي يا مي. ايه كده لين ونهار ده ضحك وتهضر على طول. ايه هودا. ايه حاجة? السلام عليكم. مش اكرام اضيف واجب برضو ايه? واجب يا حاجة. الحمدلله على السلامة. مارسي. ايه ده دي بتنطم? هاي ده 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 برد. هاي جاية بقولك وستعالك من عزك يا زينب ايوه يا حاج جاهز الودة الرابعة يا الله امرك يا حاج مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج اه طبعا طبعا يلا اندهلهم تعالوا يا عيال تسلموا على باباك وجه بابا جه بابا جه بابا جه بابا جه بابا جه يا حاجز اياله بابا جه اياله اياله دول عائلتي دول شفتيهم دول يبقوا ولادي انت كيف تعمل في جهاج عملت ايه حكت علي وخبيت انك مجوز ما انتي كنت مخطوبة وفساختي الخطوبة اول ما تقدمتلك ورغم كده ما قلت ليش كيف عارفت انه كنت مخطوبة اول انت فاكر ده انا هتجوزك كده عنيني مش تازل ما اسأله وعرف عنك كل حاجة واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقولك انا كمان ايه بس هادة كانت مجرد خطوبة ايه بس هادة كانت مجرد خطوبة وده شعر على الله انا مش عامل حاجة حرام كل دول مراتاتي على سنة الله ورسوله وانا من حق اتجوز واحدة واثنين واربعة كله بما يرضي لناك بس كان لازم تقل لي هيدحقي وانا كمان كان لازم تقولي لي ما دحقي ما اقولي رأسك فوز انت عم تعمل هيدة متل هيدة اموهاي انت ليه مكبرة لعضوها لا اله الا الله لو حسيتي باي تأثير او اي حاجة نقصاكي ساعتها يبقليكي حق انك تشتيكي وتعترضي بس هيدة الوضع ما راح يقدر اتقبله انت لسه ما جربتهوش يا حبيبتي عشان تعرفين هتقبله ولا لأ لك انت ليه عم تعمل فيه هيك شو عملتلك انا حرام عليك انا عملت ايه انا شفتك حبيتك طلقتك للجواز وانت وفاتي ما اظنش ان عملت حالي غصبة عنك بس انت عم تشبرني عشي ما راح يقدر اتحمله موهاي اللي مش هادر استحمله هنا واني اشوفك في الحالة اللي انت فيه ما تبص ليش كده موهاي حبيبتي انا عمري ما اظلمك وهعمل كل اللي اقدر عليها علشان اسعدك انت مراتي دي راتي يا موهاي مراتي وعمرك ما هتحس ان في حدا ناصابك وده بقى انت مش هقل من اي واحدة فيهم بالعكس بالعكس بقى ده انت العروسة اللي جد وخطفتني منهم يعني المفروض هما اللي يبقوا عاملين كده مش انت مراتي شيلي من دماغك ايوا سيوس مجهزي نفسك لسعادة كبيرة مستنيكي وفرحة انا شايله لك هتلاقي معي ابتر ما اللي كنت تتمنى تشوف رواه ايه هنطكت كمان المراتي؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحة؟ نسود عيشته زي ما بيعملوا في الافلام يختي بمثل بيقول يا جوز الاتنين يا قدر يا فاجر ما بالك جوز الاربعة يكون زي ما يكون بس نجننه برضو نجننه؟ لا 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 نجننه لا ده كده يطلقن يختي ما احنا اللي بنديله الفرصة لما كل مرة بنسكت وبنهنن الامور اللي بيجيبها لنا؟ ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش انتي ما شفتيش يا اختي كتا عاملة ازاي؟ ولا يمكن هو اللي يزهق؟ يا رب يزهق يا رب يا بيت انت عابلة الحج فواز مش ساهل وبعدين مش هيسمح لوحدة فيك وانا هتقرب منها ولا انت متعرفوش ولا بتستعبطوا عليها طيب قولي لنا يا اختي نعمل ايه؟ ليه كفرها في عشاتها لحد ما تقول حقي برقبتي وتتفش طيب خلاص ارسم لنا انت الخطة كله حيدق على دماغك وانتو الجوز ان شاء الله ورحمة امي لن خليها تهجي وتتفش بس وحيات ابوك انتي بلاش وش الملاكة بتاعك ده خليكي مسح صحة معايا كده اميه؟ اميه يا اختي اميه اللي انتي هتعمليه انا معاك فيه وانتي عنهار ما هو اصل انا للأسف اني لازم اكون معاكم ولو اني مش متطمنة ولا مرتاحة ماشي نمد قدنا في قدام بعض بقى ونقرى الفتحة على قلة الاصل بيت يا ساميح عايب تناموت في روح الجماعة التكلمة والله بسم الله الرحمن الرحيم ولا اميه علينا ده انا الفواز بقدرني انا هتكون اول مرة بس يا ريت بقى اخر مرة عشان انت بقى ترتاح يدينا ويديك طولة العمرة حاج اه تخش بقى في الموضوع اخبر الشغل ايه المحلات والبيع على الفترة لا كنت مسافر فيها لا الحمد الله كله تمام وزكي عد علي وخد كل الحسابات يعرض عليك في الشركة عشان كمان تشوف الطلبات النقصة زي الفل زي الفل اه اه بيه حوار كده مش هايز اخد ودي معك فيه حوار ايه صفقة عرضها علي يا حماعي الجديد اه ودي بقى تمر الجوازة ان شاء الله حرا عشان كده مرضيتش هدي كلمة برضه اه ومعيك واخد مشاورتك انا مش متطمن ونشوف المصلحة فيه الصفقة دي حلالة في وزن بيه يا حق فيه انت مش عارف ابنك بقى ولا ايه مال ايه يا ابني مش متطمنك انا احكي لك انت احكم يا ابني اني جوا او امرك يا حبي اين شاي بسرعة عليك وعندك شاي بوضة سكر بله لا اللي انت بتقوله ايه حاجة الكلام موزولي وده اللي انا بفكر اقبله طب انت يا فواز ما سألتش نفسك الناس دي واردهم بيه اقلم حيوان يا حاجة اقلم حيوان يا حاجة ايه يا ابني تحتار ليه احنا هنا ماشيين زي الفل اه الصشو بدنا عدية وانا نفس اتكبره ايه بس ما يبعيش على حسب اسمك ايه لا اللي انا بفكر فيه ازاي اكسب هنا واكسب هناك اه بس بقى لازم تاخد بالك من حاجة يا فواز المثل بيقول ايه الطمع ايه اللي مجامة وانت يا ابني شقنت قوي على مجمعة اللي انت في ايه ده حرام حرام يا ابني فكر كويس يا فواز قبل ما تخطي اي خطوة ايه اللي مجمعة ايه اللي مجمعة انا ورايا عروسة دلوقتي تعمل معاها ايه دي بقى ربا يا ناسي انه وراك ماتش اهم لا بس ابنك حريف هاترك هاترك السلام عليكم اه دي السلام يا هاترك البنادي ما تلتقي يا ستي وتتسدي ان يعمل العشد زي اي كل يوم خليك فنفسك يا زينب وروح ينداهلي على المحروشة الجديدة خليها تيجي تضفح قلبك بدت اعمل اليها العشد نفسك كمان زينب قلت خليك فنفسك وروح يعمل اللي طلبته منك وعلى فكرة الحج زمانه على وصول. مهو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيك. خلي من الوش يا زيني. خلي! ده بزعيلة تشيلي. تتخططيني على ناسا. ياختي بنعمل اللي اتفقنا عليه. ايه وعدكني بيتحط لها سم. سم. سم هي مجنون. انت عايز وديني في ستين دهية. ده زيت خروع. الحمد لله. انتي بقى عملتي ايه. عملت اللي قلتلي عليه بالضبط. وسميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليها. تفضل. اللهم ما صل على النبي. امر الحج عنده حق. شو بدك? اتفضل يا هاني ملعاشة جاهز. مرح اطلع غير ما يجي فواز. استتة انهار بتقول انه على وصول. انا ما خصني بحدا مرح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحج بيركن ونازل اهو. عم جاد? ايه يلا انتوليني جاية معك. تفضل. 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 تفضل لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا حبيبي. اهلا. تفضل لك. ايه الحلاوة والجمال ده? ايوة كده. بس خفي شوية. انت كده هتجننيهم. من وقتها ما ظهرت حبس حالب القوضة. لو كخايف اظهر ما يعملوا فيه شيء. دول دول نسمة. نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقولك ايه. دي وحشتيني هوية. هاي ده الحكي بتقول ولا قلو ولا كل واحدة منهم. بقولنش ليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها عشان ترتاحي يا قم. ها 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 ها. ها ها ها. انا جهز يا احلى عروسة. يا خوبة عرفيات. بنفسك يا عمار. انا بتكي الساعة. لما اعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقولك نسمة. 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 فضل يا حبيب. فضل. وانتي يختي مالك كده وشك مسفل. فلواس. ها. ما الفنس لميحة يا حبيبت. فنس لميحة. انا هو يا عليا بسم الله عليك الواد تعبني يا اويا فوز لحد ما انا مغلبني الواد شاقي معلش يا اختي معلش ما هو طالع لابوه حدة منه اصلها بتحبه وبتموت فيه عوبالك يا حبابتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا احنا مش هلتعشها بقى ولا ايه لا الا ما نتعشاش الزي ده احنا لا لازم نتعشها اه وبالذات العروسة بسم الله الرحمن الرحيم اقضي جنب الحب انتي مكثفة ولا ايه ده ليلة ليلتك يا عروسة لا يا اختي مايا ايه وعي تكسفي ابدا ده انتي في بيتك واحنا اخواتك طبعا وبعدان اللي تكسف من بنت عمو ما يجبش منها ايه اعيال يا حبابتي مال عليك ايه انا عاملالك بقى شوية تفول مصري انما ايه عسل يستهلوا بقك ودي اختي مربى بقى دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقك اخودي يا اختي بلاي بالميا ميا لقى ميا لقى العصير افيت اتفضلي يا حبابتي بالهنة والشفا مطرح ما يسري يمري مطرح ما يحطي راسه وحطي رجله بقى براحة يا بنات براحة يا نسم ما تبوش نسمى غاوي جدا العصير لا اله الا الله لا اله الا الله بلاع بلاع عصير من خل العصير اذا بيدي الفول ايه بلاش فول ياكل بيت ماشي كالت بالليل انت مبارح فول ماشي اه منزلت كده اه 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 شاب العصير اه الحمد لله مش قولتلك انه هم نسمى وهيدلعوك ويرحبوا بيكي بزميتك بقى عملك اتدلعت كده في بيتكو مابعرف لاش حاس انه الاكل فيوش غريب لا لا ده عشان انت مش بتعود على الاكل المصري واخدالي على الفتافي الطول كتكية العصافير بتاعتكو ده لا الظاهر انه عن جد تقلب بالاكل يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم وبطن الكاميرا عم بيجهني كتير يا فوز ما تقولي مش نفسك بقى وهو لا اهلك ما يشغل اللي بيلي عم تقلوا المحدة عم بيرد ما هم جايين بكرة يا بنتي لاي لاه الا الله بتشغليه نفسك ليه بقى انت بطنك ما بيعلي بجد والله كتير كتير يا فوزة عن جد كتير لا لا اهلا الله مش للدرجات يا حبيبتي ما تخافيش انا دلوقتي بسويني هضيعلك القلب ده وهتحسي بسهر السهر بيمسح كل الهو جاعة اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فوز عن جد وعن هزار وعن كل حاجة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انهار مجتني مش فهر انهار والنبي ابن حلاب تيجي تلعب بصر انهار والنبي الزعل مكويس علشانك بالذات الليلاتي وبعدين عيب عندنا ضيوف البت غريبة حنفعوضها غسلنا نوسخ على اول مرة ما طلعيش زرابيني يا نهارو انت عارفاها تسلمني يا اخويا زرابينك تسلمني تعالي 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 انا حطتلها ايه في العجل والنبي يا اخويا ما حطيت حاجة مش انت اللقيل اللي حطتلها حبايات منع الحمل جوه في عصير غير حبايات منع الحمل حطتلها ايه عشان يوجع بطنها كده ولا حاجة اوعى انت اللي سبتلنا اللي ابنان كلها ورايح جايبلي عرصة حتت بتاعها سنكوحة كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخدة على قتل العزة بتاعنا ماشي يا نهار انما قسما بالله لو عرفت او شميت بس شميت انك ليك يدعوا بالموضوع ده انت ولا جوزك خيلي يا ولكم اني تسلمني يا اخويا وانا خيرك بس بس اللي ابنان كلها ايه عايبوتي عني غلبان الوحده عن بيت بس بس انسي Zar حة بحيو بتزده ولا حسف درد تزده ولا حى سيزيد بحيو وسيسقط انسي wolf اي BU شوف اصح بطريقةا احطة! آ... شاهدني شاهدني امسك نفسك شواء يا فواز مراك يا فواز اشرب دول بتشوفها ان شاء الله يا رب يا رب بسه و رب الله انا فرحا فيك مهم انت عملت معهم ايه عامل ايه عملت عميد طبعا الكترة تكل بالشجاعة ايه واه اه تمسك نابسك شو يا فواز اه ايه على المسهل بيقول من خب سليم و انه برحمني من امثالك ده حج صحيح اه اخرت خدمة الغزة علق اه 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 صباح الخير يا حج صباح الخير يا حج نور اه 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 خير يا حج فيه ايه اه اخبار بنتك يا شفر بسم الله الرحمن الرحيم الاجتماع ده علشان صفقة كبيرة معروضة على الشركة افتصار الصفقة دي فيها فلوس كتير واسم الشركة هيترفع فوق بعد اذن قطع كلامك يا حج هي الصفقة دي عبارة عن ايه حلو السؤال اه ارحم الله الله حج لله ارحمني بقى من البرشابة ده والنبي ارحمنا وارحمكم بسم الله الرحمن الرحيم دي مجموعة توكيلات لمجموعة شركات من برا مصر هياخدوا سبعين في المية من انتاجنا السنوي يارضوه في طول جنوب شهر اسيا وبعد طول الوروبية باربع اضعاف التمن ايوة بس مش سبعين في المية من انتاجنا كتير شوية حج وده الكلام اللي انا قلته الحج يا ابني اه بس هي بصراحة صفقة مغرية بقى ده اللي نخلينا فكر فيها يبقى بقى لازم نشتغل عليها وفصصها كويس قوي طب وانا جامعهم بالنهاردة عشان كده واحنا جاهزين حج جاهزين ايه يا اخناقة ولا ايه قعد يا ابني قعد انا بلوك روح ضربوا حج زكي وامر حج عايزك تاخد ورقة المشروع ده تدرسه صحا القانوني منه الصغرات والمشاكل اعلمني 24 ساعة صعب يا واحج امار ايه اللي جاهزين واامنا اعتبروا حصل يا سامي الناس اللي عندك دي عايز اعرف كل البيانات بتاعتهم وبيتعاملوا مع مين في مصر يعني مين اللي يعرفهم في مصر تهميني قاود يا مورسي اه؟ 48 ساعة تحت عمرك حج كده بقى حج نتفرغ انا وانت وربنا يعيننا على الرأس الكبيرة نخلص ونجيب اخره همكل عزيز طبعا انا ورانا غيله ايه اتبهدلت غيابك يا باية مين بهدلك يا راحي؟ طعا شوف يلا حصل في مايا لك شو ساك؟ كون؟ طلع مجوز ثلاث غيري يا باية ثلاثة؟ فواز الصياد طلع مجوز غيرك ثلاثة؟ وعلى زنته؟ لا 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 انا ماني مصدع على حكي شو فاكر حاله؟ ديك البرئية؟ شوف تلك الزات النصطب شو عمل؟ صياد لا طلع صياد ميهر وعرف يحطني بالشبكة بينيتهم كلهم عجيبة وغريبة دايما بيذكر ربه وش حادي وراب السجادي وبعدين بيحكوش سنينه بالمسواك وما بيسلم على الستات يطلع متجوز ثلاثة لا 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 شو كان بيقصب علينا؟ وليه مخب بيقصر؟ متل ما نحنا خباينا عليه انه كنت مخطوبة وكيف عارف اني كنت مخطوبة؟ لك تولي عارف كل شي هيدا انسان مش هين يا باية اللي فكرنا موسى تلع في رقوق انا مش رح اقدر استحمل هالشغلة ولك هيدا مجوز كوارث هول او رح يجننوني او رح يموطوني لازم شوف لك صرفة معه روح احكي معه روح يا جميع روح خلينا نفكر بعقل وحكمك شو بدي روح قلو انت متجوز ثلاثة وبنتي زوجة الرابعة هيقلي يا سنين بيه الشرع محلل لأربعة والشرع محلل بالطلاق لا يا حبيبة قلبي يا مايا ما تغلطي يا روحي هلا مفي طلاق خلينا نفكر وانتكتك بهدوء اخ المحلوشي طلع في عرق لبناني مستني يا ايه يا روح حمك لما جوزك يعني تزوج على واحدة تانية ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها يا اما حرم عليك ما تقول ليش كده فواز لا يمكن حيطلق بقامرت ايه يا حبيبتي على راسك ريشة على قديكي نقش الحنة يا بيت يا بيت ده انا خايفة على الهجي فواز ما بيطلقش من واحدة خلف منها انا عارفة كويس وبعدين انا حاجة تانية ده هو ان ما خلينا حطولهم كلهم حبوب منق على الحاملة عشان ما يخلفوش ده نساتر وغطاء مش ممكن فواز حيجي فيهم ويبعني ايه يا خباوة دي وانت بقى مرحاة للاخ معممك ولبسك السلطنين وهو مقضيح بالتلسينة ملكش دعوا بالليبيدي وبينجوز يا تسوي واما يا اخويا بقى شتكيلك باتعالى بخ سمك لا سم ولا احزنون انت اللي جايبة بالجنينية عمات وعياتي فحضن امي يا اخويا باشكلها اهمي وبقولها اللي نفسي فيه والذي كمان كتير علي واذا ما كانش ليا ما كان في بيت ابو يا امي هي اللي تقولها لا ده انا قلبي وبيتي وحضني مفتحلك يا دنايا تبتابع ليه يا اختي تبتابع واحنا ان شاء الله بيت يا اولا حبيلها عشان تنتياحك غري علجتك دهية ايه الجباوة دي وبعدين راجل تحير طالما بارتع في خيرنا واحدة مرميين رمية الكلاب دي قلت البين اللي بيدمي عنه انا بدفع على اختنا اختنا? وزا كانت اختنا شافح اختنا بيه السلح وساكتة لا اله اخذ الله هي ملهاش دعوة يعني ايه ملهاش دعوة الله اذا كان يابني ساكت على حقها فيه مش هدوست على حقنا احنا بفلوسه طبعا يا بيه كل يوم جواز الوز معشر واحنا شغالين شغلانا سودا بناخد منها اكملتوش ما يكفوش حتى الدخان كل واحد باخد نصيبه ما تبصش لغيرك وانت هترتاح وزا كان غير دوقن نصيبي اسيبه ولا ما ترد يا انا ما ترد يا بتاع الجامعة يا رد اقول ايه ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه عالتالين يا نهار اسود هنشتغل عماء واحنا سحب بال حيات امي ما يحصل ابدا وانا اراك فواز الصياد لاخر نفس سوقي حلوة طرطة اللي جابتها وانهار صدق انتو هاتباد شوف يا اساس فاغني انا قريت التظلم بتاعك وده خلاني ارجع للملف بتاع حضرتك وهدرسه من جديد اكتشفت ايه بقى ادخل شكرا عفنا باش شكرا عفنا باش شكرا بس شد الباب اكتشفت ايه بقى فملف حضرتك ان كل الفواتير الموجودة مش مختومة عشان كده اترفضت وعشان كده اتحدد لك التأدير الجزافي ده ولا انا اقدر اقولهولك دلوقت يا اساس فاهمي انك ترجع تراجع حساباتك تاني من جديد او تشوف لك محاسب وزبط لك الدنيا نعمل انا شخصيا ما اقدرش اعملها في اي حاجة يا اساس علي يا اساس علي بنرغ المطلوب ده خراب بيوت وانه مساعدة اعمل اي حاجة بس يخس وينلي شوية معاولين وعلى فكرة يا اساس علي انا برضو ما بنساش الجميل وعنية الاتنين فيك شوفوا اساس فاهمي لا انا روحولك دلوقتي ان انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجة من اللي انت قلتها دي اتفضل نعمل المطلوب هالا ني دامش مون بود مش عايزة كفتا يا مام كل اللي قدامك يا نوها انت بتزعف البيت ليه يا حيات ماتسوبية تاكل ليه يا عوزة مش لما تاكل انت الاول يا سيد سلمني بتخب بقى اكل اهو بتاكل فين يا عالي انت منساك ما عدت ما حطتش لقمة في بقك هو فيه ايه بالزبط بقولك يا حيات انا دماغي مش راية عشان انت حياتك دي اه دا انت مش طيقني بقى وكلامي واقف في زورك انا بصراحة تخنقص ومش عارفة ايه اخرتها بقولك ايه لا اخرتها ولا اولها قديني سايبها لك وماشي عشان ترتاحي لا بقى دا ارتاح تتعدك في نفوخك بجد متاكل يا بيت طيب ما تقول انك واخدها حلوانة في سلوانة عشان تخلع يا اخلع ديها حياتي اتناهي كلامكم مال والله انا قوت الكلام من جنس العمل يا علي بقولك ايه انا مش عاوز خناء وانا مش عاوز اتخاني مال عاوز ايه عاوز اتطمن عليك عاوز اعرف مالك فيك ايه مخنوق شوي مني ولا مش شغلي يا علي من نفسي يا ستي شتحت كده لا اللي ريحني ان اعرف مالك عاوز اتطمن عليك يا علي اتطمن خالص انا كويس الموضوع بس بفكر فيه وش عبالي الموضوع ايه تانية يا علي ما تبلغ عنهم وتخلص ببنا يا سايب لا بقى انا عاوز اعرف انت رايح فين برده مش عارف ليه عندي احساس اني عاوز اتكلم معاه مين دا وهو دا بقى اللي جابني لحد هنا قلت برضو فواز واعي وبيعرف يتكلم هيعرف يطلع كل اللي جواه هو انت مش بتقول ان هو راح لابل حاجة وتكلم معاه يا انهار ابو يا دماغه علي حيسمع منه ومش هتديله المفيد لكن فواز بقى حاجة تانية حيمد ايده ويجبش ويطلع كل اللي جواه انا ما بقيتش فهم علي خالص ربنا يسوقك يا فواز ويجي الحياة ويحقق لها كل اللي نفسها فيه يا رب يا لاوي انا خبطت على جارتي وسبت العيال عندها وجيت على ملوشي عاوز الحق اروح بل ما يجي ويطين عشتي وفواز هيتأخر يا اختي بلنا لي انه عارفة من يوم بتدوز الجوازة السودا دي ما بقيتش عارفة له حاجة ولا عارفة له مواعيد ولا عارفة له نظام حتى هي يا اختي ما بقيتش بتقعد في البيت خرجت من غير ما تقوله نعم انت طيقة عن اخوكي تكن جابها من شعرها اه بحسب صراحة انهار نفسي اشوفها قبل مش للدرجات يعني دي حتة شكلها من لخبط ومفيش حاجة ركبة على بعضها دينا جد طب بقولك ايه الاصول اللي قومة سلم عليها مش كده ولا ايه يا اختي الاصولة كل مصارينها وراي احنا بس هيبت تحب بقى الله بعدين انا عاوز اشوفها مصار يا اهلا يا الفه اهلا وسهلا يا عروسة ايه الجماعة ده تعالي تعالي بحضني حبابتي مين انت؟ انا عميت اخته 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 انا حقيقة اخت فواس اه تشرفنا مرسي مرسي تعالي 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 حبابتي تعالي عوزي لا معلش رح فوت قطة ارتاح شوية انا كتير تعب عليك اه وماي وما لو حبابتي لبيت بيتك العيام جاية كتير وان شاء الله نقعد مع بعض ونرغي للصفح يا لهوي البيت فارعة قوي انهار يا اختر حاميني شوية انا هلاقيها منك ولا من اخوك فواس رعي مشاعر يا حياة مش كده حرام عليك يا واد انت الاصل يا ولا يا امر انت طيب ماشي اذا كان كده ماشي طب بقولك ايه انا هروح بقى اول ما فواس دي جيت خليه عادي علي او يبعتلي وانا اتجيله ماشي حال هاتي بوسها كاتك ستين نيلة على خابتك يا اخت اتنايلي عليك يا موكوسة انا عايز اعرف بقى هو فيه بالظبط هو ايه هيفضل كل ليلة كده بيت عندها هو احنا من نشف حق فيه ولا ايه 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 بنتي اخرباتك الوليه هذا فقط ده هتسمعك براح واسي صاصت بطولع بجاس واسي انا مالي اساسا الله يا دنيلة يا نحو يا امه هاتمقت ماشي اونهار ماشي ورحمة امي لا خليهي بات عند الليلة وحتشوفي يا بنتي حيطقلك عمق يا عبلا شكرا 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 كنت أقول الأعدة دي كلها ما كان يشعر طبق الله يا حق أنا ارتحت أولا ما اتكلمت معك تعالي يا ابني اللي زي عايش يوم هو مستمي سعده أنا مش عاوز على حياة ابنت يا عالي طولة العمر ليك يا حق طيبين ولا عسر مواج دايم سداني أنا عالي عاصل تطمر على حياة ابنتي جرايا حق انت ليه على البتاة دراما كده وانت فيك حاجة لا سمح الله كل واحد فينا بيجي عليه وقت يبعاوز يشب من فوق عشان يمسك الحاجة اللي مواج طيلة بس انت عالي مش محتاج ليه عارف ليه ليه يا عالي؟ لان حياة ابنتي مش بصر أبوها ولا بصر أخوها ولا في بالها انت بتخك كام ولا هي عيشة زي أيوه ويومها بتتخارق معاك عشان تشتغل مع فواز يا عالي فداك عشان تريحك من العذاب اللي انت في يا عالي هيا تشتغل معاك 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 سناد الأشياء جمه. بها تلازمها مشتعدلوا باب. يا ربت جانضة. بس هلاد مات. يا رحمن الرحيم. ليه يا اخي. انت شفت عفريت. بسم الله على مقامك ده احنا مستنينك من بادري. خير ان شاء الله. خير طبعا ان شاء الله يا حج. دي حاجة بسيطة كده. اصل انت يا حاجة كنت وحشتنا يعني وقلنا نرى بنتسلق. فواب. حبيبي. تقبرني ان شاء الله. اشتقتلك كتير كتير يا قلبي. كل النهار دقلك ما بترد علي. شغل بالي حبيبي. بيك شيء. ولا بقلك. بتاع نحكي بقضتنا براحتنا. يعني ايه يا حبيبي كتير يا نهار. الليلة يا حج. الليلة وهتختار واحدة فينا. ولا شو. انا العروسة الجديدة. يا اختيوعي شوية كتير. قلت ايه يا حج. يا عنا. دي ضيفة عندنا ضيفة. ماشي. قلت ايه يا حج. قلت لا اله الا الله. لا اله الا الله. نهدى. خلاص. ما بيتدهاش بقى. شو هيدا؟ بقى يا ستي على مر العصور والزمن. سلو في علة الصياد. لما نقابل مواقف حرجة زي دي نقوم نسأل سؤال. واللي تجاوب على السؤال الصح. تبقى هي يا اختي بطلة الليلة. لا 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 لا. انا ما حصني بهايدا كله. تعال اقف في الصفة بدل ما تخش تقدتي جوها مع نفسك. ها ها. يالا. السؤال الاول. ايه يا حج. الرمانة فيها كان بزرة. والنبي يا حج سألي سؤال تاني والنبي. يا اختي اسم الله. مش ليلتك يا هودا. مش ليلتك. سميحة. يجي يجي حوالي يعني كده ربعمية خمسة وتمانين. الرمانة فيها ربعمية خمسة وتمانين بزرة. مش سؤالك يا سميحة. سؤالك. كم عدد سكان زنزبار؟ قلنا بيا اخويا استعين بصديقك. يا اسم الله. مش ليلتك يا سميحة. مش ليلتك. انهار. يا عامل انهار. سؤال زال. كم عدد طائر البطريق في القطب الجنوبي في الشتاء. يا اخويا وانعرفه في الصيف لما هاعرفه في الشتاء. يخسرها مش ليلتك يا انهار. يخسرها. ماء. نعم. النهار ضعيف أيام ربنا. التانيين. مكتبالك ومكتبالي. هيل اقولي مكتبالك وطالف يا حاجة والله يا اخويا. يا هيل التانيين قالي تانييني. يا هيل التانييني. سينه بك. ما تقولي حاجة يا حبيحي. ودتك . الحمد لله الحمد لله نسألتك ماشي نسألتك قافوا قافوا إستخوات قافوا إستخوات بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 الراحة موسيقى 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 ستي ستي ايه حيا ستي فيها ايه وليه يا مغنونة خضتيني ام حيا ام ايه مش شكرا باع منك سيف اللي في ايدك ده احنا في واكسة. واكسة. واكسة ايه يا وليه? تعالي وريني بسرعة فيه ايه? ايه? خشي يا ستتي. طيب يا وليه فيه ايه? قبل ما اللي قطة اخلص خش. فيه ايه? تعالي يا حبابتي تعالي. سامعوا شايفة اللي احنا سامعين وشايفينه? سامعوا شايفة فيه ايه يا مهرئية. مصيبة. مصيبة يا اختي ينهار اسود لو الحج جهه فيه. مصيبة زيها بس يا حبابل انتي. تعالي وانتي تشوفي بعانيك. روبي. روبي اجيب الكاميرا واصورها؟ ايوه! زي ما جبتي الكاميرا قبل كده وصورتينا روح تتفرج الحاج ايوه اتقولي كده اتعل مني يا بيت! يا بيت ده اللي رب خرم اللي اشترى ما خلص بقيا عنهار مايبقاش قلبي كاسويت اروح اجيب الكاميرا؟ هاتي تقوه نصورها ليه ياختي نصورها ليه؟ عشان ياختي لما الحاج يزحى لبقاش فرج على اللي بيحصل في بيته واللي مايشتري يتفرج طب ياختي منخش كلنا ونروحني صحيح يا سلام عليكي وعلى افقاريتك لا وحياتكو بعدوني انا عن افقاركو السودا دي انا خايفة للحاج يقلب علي ويطلقني ترحيل ايه؟ احنا احنا حمرق ولا ايه؟ انتي مش كنتي خلاص ماينسي معانا ودخلتي في الجو هتجيبي ورا ولا ايه؟ انا مليش في القزية يا سميحة لها غاية كده اقو كفاية خلاص يا بيت يا سميحة بدل ما انتفش واحدة بقى اتنين تقصو دي ايه يا اختي انهار؟ اقصو دي حتى اللي مش معانا يبقى ضدنا هاتي الكاميرا يا سميحة الوكادة لا هوا تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا لنا شيء اه؟ تعالوا شوفوا الحال دايجة دايغتي ولا دايجة سكينها ولا دايجة دايجة بالبط الليل يا سميحة الليل الليل ايه لا التأخير ده كله اعمل ايه يا عمي ما بلعافي على ما الراجل سعب الشغل اللي راضي يسيبني ما كانش عايز هانت الشعبان ركك بس ناخد حقنا في مراسة بقولها وبعد كده اتسبها له بقى رفع بقول لك ايات سوري انت شاف ان المشوار ده حيجيب فايدة اساسا طبعا يا ابنش بيقوله ازاي انا على الوداية العوارة من الساحب طب معنا يا اما زنينة وكانت ايه النتيجة ان انا وانت كنا هنلبس اسود والروح في حديد وهو علم علينا غابي وجبالي يا عم اتمن اتمن انا عرف ادخله من ايه المرادة اهم الحاجة عافظ لحي اتفقنا عليه ما عافظ يا عم تحب بسمع لك لا لا بسمع قدامه عايزك كده في الترسينة وراسة يا شعبان الله انا خاف لاجب دانا الحكومة المرادة الى الايام السودة اللي انا فيها يا ابني يا ابن ارحمني اللي هنعيده هنزيله كل مرة ولا ايه ده انت اهمل اسود طب ما تستنى تسوي اخد كوبات شاية تطافس يا الله بلاها عملتش ربيها شاية ارحمني بقى والله انا خاف اللي مارداش شعب لنا اساسا واحد امبر ببوزك الفعل ده غاب ما تودينا فداه يا ابني ايواجيك يا نعميني يا استاس امسك ما تخلي يا استاس امام امسك من هيئة averديbook 구pe واي اين مجسورنا دي دا جزاتي دا جزاتي عانvisor اتابلك بعد كل اللي عملتوه وانا اللي فاكر انكم جايين ندبانين وعايزين انت صلحوني بصراحة كده يا ابن عام ماردش ربانك تبقى عايش في الياغمة دي كلها متجوز بدا للمرة عشرة واحنا طرفحين الكوتة قولينا عندك كتير ومخدناش حاجة منه انت هاد لسه مصدق الاسطولة دي؟ يا الله هو الحقيق بيزعل ولا يا حاج؟ انت بتاقي خان صوتك يا شعبان؟ انا بقول لحضرتك هو الحق بيزعل يعني يا حاج حقيق ايه اللي بتتكلمه فيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا حاج احنا مش جايين نقول كلام احنا قولنا قبل كده مالجايين تتكلموا فيه؟ بصراحة كده يا علي احنا جايين نقولك ان احنا رضي اصول وعملين حساب للقرابة واختنا اللي في بيتك لكن لو لعندي زاد ما بيننا وما تبناش حقنا يقول محاكم ما بيننا وبينك يا فواز ومش هتبقى قضية مصنع يا حاجة لا اه دي قضية حاجة قوازاتك تشهد ده انت طلحت حاجة من الشعرار يا جدع حاجة عليها انا بط تصاري ده يا حشاتكوا ما ولا ايه؟ وحضرتك عايز بخصوص ايه؟ موضوع شخصي اه بس الحياة هو دلوقتي مشغول جدا لو حضرك حابب بوك تسيب رقم تليفونك طيب تسمح يدليلو سليم الأشعر حماك حماك؟ بره اطلعه بره واحمده ربانا منكم خارجين على رجليكم يلا مهم اللي اضحك في الاخر يا نجم تقامل في المحكامة يا ابن عمي يلا يا عمي يلا يا عمي بالكاملات الحامة دي هوايا عمي الحاجة اهر استيب بيه اهر ايه شوفي لا لا ولا حاجة تفضل تفضل يلا استغفر الله رزيما اهر العائل دي لو جات هنا تايني تطبيلهم لهم حضر تفضل تفضل يا حبيب تفضل تفضل يا سليم بيه لا حال ولا قوة إلا بالله يا عزيزي مسترد الله عزيزي مسترد انا ما ايه النور ده نورت الشركة والمكتب معلش كان لازم افضل لك عشان نارف نتكلم عبعده براحتك انا خايف ما كون جيت بوقت ما انه مناسب يا حاج لا ما تقولش كده بقى ازعل كده ده احنا اهل وبعدين دهنا اللي مستنيين انا قلتلى نفسي خليني اتركلك وقت عشان اتفكر براحتك بس انت عجبتني يا ابن قولي ليه ما تقولش يا عمي انا هقولي انت عجبتني لما قالت بنتك مايا وشيلت من دماغي حكاية الطلاق دي ابغض الحلال عند الله الطلاق الله يفتح عليك ومين قالك انها بدي تطلي هي بس ترعبت وتفاجئت وجيها شد عصبي وهي ده من حقها يا حاج لا لو ترعبت وتفاجئت وجالها شد عصبي ده مقدور عليها نعليجها بس انت غلطان يا حاج غلطان كتير كان من المفروض انك تقلي انه فيه ثلاث نسوا ينغيرها كنت رهامتها وعقالتها على ما اعتقد على ما اعتقد قهوتك مصبوطة مطمي 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 الامر اهو مظبوط عند الحج بسرعة حاضر يا أستاذ هناء خير يا هناء الحج كان بيتخاني مع ولاد عمه ليه؟ تاني؟ تاني تسوق الشعبان؟ ومش كده وبس دي المصيبة كمان إن حماكن هنا وسامع وشايف كل حاجة عمامين؟ أبو ساميحة؟ أبو ساميحة ايه؟ لا ده واحد كده شكله لبناني اسمه آه سليم لاشقر؟ ايوه هو ده يا عيني عليك يا حاج هيلاء منين ولا منين؟ دول عايزين يهيبشوا من ناحية والله بقى احنا قدمناه المعلومات اللي هو عايزها هو عارف مصلحته كويس هو عم الصغير هو دابول عروسك جديدة مش كده؟ ايوه يا ستي هو هي لبنانية؟ خليك في حالك يا هناء وركزي في شغلك يعني هي عاملة ازاي؟ شكلها ايه يعني؟ زي بتوع الأغاني كده؟ ما انت عارفاه؟ صياد؟ هو جميل وتحب بصراحة ما انت اللي هابلة ده تكخيبة حد يجوز واشغال عند الصياد اهو نصيب بقى ده ربنا نجاها ده أنا عن نفسي خايف لا يشوف المراطي حد الآن شش انت sarي عزمها شش بس قالي فكرت بالعرض اللي قالتلك عنه؟ والله الشغل معاك المكسب يا سليم بي يعني وفقت عالشغل معاك اه انما عالشراكات التانية دي ملقلقة كده مان نفهم شو يعني؟ اشرب اهوتك اشرب اهوتك والله يا سليم بي انا عصرت ابناغي ودورت الحكاية كده جوا حاكم انا احب انفع واستنفع اه طلب كل الشغل بما يرضي الله وربنا يكفينا شر الشبهات اي شبهات يا حجر يا خي هيدا سوق عرضه طلب وابضاعه وفي لقمة خبز حتتقسم علينا وانا عايز لقمة الخبز دي تقسم علي انا وانت بس مني فهم شو قصدك يا حجر فاكر شريكك اللي عرفتني عليه في بيروت ايه فاكره مروان صبري شو قصده؟ مروان صبري قاعد بقا قاعد مش قلت مروان صبري قاعد ممتاز مروان صبري عرض علي عرض هايل بس انا مرضي تشتي له كل ولو شو هيدا الحق تعمل اتفاقية مع شريكة لك يا حجر انت هيك بتهز صورتي بالسوق صورة ايه بس وكلام فاضح يا سليم بيه ايه ايه كلام ده؟ ما انا لو بكنتش عايزة اقولك ما كنتش قلتلك من الاساس بس انا عشان راجل دغري بحيب اجيب من الاخر بقولك وعلشان الاقربون اولا بالمعروف انا عايز اعمل الصفقة دي مع جدا شو هي هالفكرة ايدي؟ هو فتح سوق جديد برضو انما في بيروت بيروت؟ اه بيروت سوق وانت عارفه كويس وناس زينا مش غريبة علينا ولا لسان عوج ولا ناس افكارها غريبة يا حج العباية والاحجاب من هم انتشرين كتير في بيروت وهيدا ممكن يسبب اخسارها خلينا اولا المكسة بالابعد احنا لو عملنا حاجة شيك وشكلها حلو وعلوانها جديدة اللبنانيين يحبوا الموضة ممكن دي تبقى موضة وطالما خدوها وعجبتهم هتبقى موضة هناك وهنكسب بدل الجنيه انما في السواب بقى بدل الحسنة الف السواب وحسنة وفي بيروت كمان المتابعة 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 برناموح المتابعة والمتابعة المتابعة موضة لديو المتابعة يا حج ده سواب السواب يا فواز بتاع ربنا ولا تكونش انت بقى خصصت نفسك وبقيت ملاك لهدي المشارية يا بيسير كل واحد فحال ودعي الخلق للخالق لا إله إلا الله محمد الرسول والله طف قولي ايه بقى حكاية عادتك في الغية دي ها قعدتك في الغية كده كترت وطولت من خير ما عطل لك شغلك يا فواز سيبك بس من حوار الشغل ده انت أصلا كما بتحني للغية بيبقى حاجة من اتنين يا مش طاق يا حد يا في حاجة شغلة بالك ايه بص يا فواز بص بزمتك في أحلى من المنظر ده في الدورية سبحان الله سحر حرية مش بس السحر حرية طايرين في ملكوت الله من غير السقف أخلقهم ولا حواجز تمنحهم ولونهم أبيض لون قلبك يا والد والت صغير فاكر يا فواز لما كبرت شوية وجبتك الغية هنا عشان أعلمك إزاي تأكل الحمام وتعوده على الغية من غير ما تخنوه فاكر ساعتها قلت لك يا فواز اقعدها في الباب غية ولد كانت في طيب هاااااا عشان لو طوري تخنق عمره ما هيحط عندك ثاني أبدا حقيقة مثل ما بيقوله هان اللي تفتكره موسى يطلع فرعان ولك انا عملتله صفقة العمر لازم يبوس ايده كان وشه وقفه يقوم يستحمرني ويلعب من وراي مع شريكي اللي شافه مرة او مرتان ريح عالك شوي احسن يصير لك شي يا زليم ولك يا فاتح كانت هيدي صفقة العمر لو تمي كنت حقركة بالريح لكن هيده السرسري اتقامر مع شريكي واعترف لي بكل دهاء وقاحة ويرجع يقول لي يا عم سليم الاقربون اولى بالمعروف ولك شو هالحربية اللي مزوسة ما انت بتقول انه عمى باتفقوا معه بانت ياك انت يلي انا شو انت ما بتعرف التعبان مروان صبري ولك هيده لما يمسك بالشي بيضبك ما رح يترك هالشغلة تروح من ايده اعملوا اللي يقلك عليه ويجيبوا لجيحتك طيب والشغل والعقود اللي عملتها مع الناس ببيروت واللي قلتلهم انه رح يمضي وعلى هذا الاساس صرفوا مصاري كتير خلص خبلهم انه منو موافق وريح حالك ولك يا فادية انت ما بتعرفي قيمة هالصفقة هاي دي الصفقة كانت بالنسبة انها صفقة العمر ومايا مايا ما رح يعصن له شيء بياذن الله انت ما سمعت اللي قالتو هي عم تقول انها عيشة بينات عصابة بدو تجننوها هي مش بدها قتطلق انا رح طلقها بس وقت اللزوم لما اعرف بشو عم بفكر والخط اللي حيمشي عليها وانت كيف هتعرف كل هالقصص معلأسف هيدر محيرني وابو اربع عيون اشحاتي ما بيفهمشي مصطول وما عنده لا معلومة وبنتنا متل ما انت عارفة بطيخة وبتغرق بشور ماي تركها بحالة اللي رضي عليك هي ما اني نقصي لحظة كيف عندت عليها هالفكرة معقولي فكرة شو؟ فاهمي شو هم تقصد الاقربون اولى بالمعروف وليه دعنه قلنا ملوش لازمة المشواردة قادينا من ابناش غير المرمطة وقلة القيمة والطاردة زي الكلاب قدام الناس حيات امي ما انا معدهالو ان خليتوا يلف حوارين نفسه ويتمربط زي الولاية في المحاكم ما بقاش انا تسوقي بس انت مالي ايدك من حوار العضوية ده ايه ده يا راجل مجنون كل يوم جوازة شاكي بتعرف يسموه ايه ده؟ بسموه زير نيسا وفي القانون بيسموه سفيه وانوها تازم يتحجل عليها اشعبال صح؟ وجوازته الاخيرة دي اكبر دليل عليه ايه وجوازته الابليكيدة واللي قبل كيدة كله ممراسة ابونا واللي جابونا اشعبال يا سلام بس لو اختك توقف صفنا مش طيق اسم عصريتي يا شعبال ولو عندها كرامة لو دي عندها كرامة فعلا ما تسموش يعمل فينا كده انا مش عارف سحل لها ولا ايه ده؟ بس خد بالك يا نجم القضية دي لو خسرناها الراجل ده هيركب على التفنة ويدهد الرجنيه وانا واتا هنسوح انا مش هسكت يا شعبال افضل ان اخرب وراء الغاب ما يجيب حقنا هيكد ما بقاش لها غير حل واحد انا وطق الترد شيش يا يا زفت استاذ علي استاذ علي انت ثاني معنش ممكن نتكلم شوية انا ما عنديش كلام اقول لو سمحت يا استاذ علي مش هضفت لكده اتفاضل معنا نتكلم فيها حدة فضل استغفر الله راصم رضيك استغفر الله استغفر الله راصم كم تبقى بنهم عشان تهددني استغفر الله انا ما بهددكش انا تنورك ولازم تسمعني وانا مش عاوز اسمع حالك لا تسمعني عشان مصلحتك ده تهديد تاني باي ده بقى وفهمني وقولنا مش تهديد شغلانا دي متوقف عليها حاجات كبيرة قوي حاجات اكبر منك ومني ومن اللي فوقينا كمان سواء في شغلك او في شغلي عشان كده نوهي انت ما عندكش حل تاني وانا عايز افهمك حاجة بقى انا مليش علاقة بشغلك انا ليه شغلي وبس والموضوع اللي انت بتطلبه مني دي مستحيل اعمله تحت اي ظروف في الدنيا والموضوع ده كلمتك فيه بدل المرة الف مرة وانت مش عايز تفهم انت اللي مش عايز تفهم ان ده مش اختيار مش مع ان انا بعلق عليك ووبشنز يبقى من حقك تقول لا ووبشنز يا علي يا علي انا عاوز الفعك معايا وانا سيدي مش عاوز المنفعة دي اللهو الغاني وسبني بقى عشان هنزل الناس اللي طلبين منك الخدمة دي ناس تقيلة وقادرة قوي مش هاسمحوا لاي حد يقدهم ولا يغزهم حد لو وصلت للدم ومتهيال يا علي انت عندك ايال عايزة ربينا في حاجة تاني عايزة اقولها لك حاجة ايه انا قلتلك انهم مستعدين يدفعوا لك نص مليون جنيه لا لا بقى مليون مقفول بس بشرط الملف يكون عندهم في خلال 24 ساعة مش هكتر فكر كويس يا علي ما ضيعش الفرصة الناس دي زي النحل يدوب في عسلهم يتموت بارسهم عاوزة تطمن عليها فواز ما تلاقيش يا حيات ان شاء الله خير ابوكي كمان راح لو قاعد اتكلم معاه بس مفهمش وعايز ايه طريبا فيه ناس عايزينه يعمل حاجة هو مش عايز يعملها جابرينه على حاجة هو مش راضي عنها حاجة كده يعني خير ان شاء الله وانا يا اخويا ما قلتش لانهار اكتر من كده لاني اساسا مش عارفة ايه الحكاية غلوبت غلوبت معايا فواز عشان يحكي مش راضي قلت بقى مفيش غيرك انت انت اللي حتخليك كله ان شاء الله انت ماشيتي البيت اللي عندك ولا ايه لا لا يا اخويا بتيجي يومين في الاسبوع ما تجيش الاسبوع كله ليه انا متفق معها على كده وانهار بتحسابها على هذا الاساس اه يا اخويا ما هيقالكلي بس انا حبقى مرتاحة اكتر ان ما تجي يومين في الاسبوع لا اله الا الله انت يا بيت تغريبة قوي يا بيت انت بنت الحج منعم واختي الحج فواز الصيان ازاي تبهديه نفسك كده الله انت متعلمة متعلمة ومعاكش هادة في ايه يا اخويا ما انا بفيد ولادي باللي تعلمته وبعدين ما انت فرش للبيت احلى فرشة هو ايه بقى الحمد الله قوي على كده الحمد لله على كل شيء حول على قوة طيب الله بالله طول عمرك فقارية زيك زيك وزيك خدي خدي ايه ده بس يا فواز خديه مش اليوم مع اللي عندك يمكن ينفعوك خديه ده هتكرس من اخوكي بقى كمان ولا ايه خديه خديه يا بيت ربنا يخليك يا اخويا وما يحرمني منك ابدا بنا يخليك اللي يا حبيبتي يا عحلة اختي خبي 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا علي ازاك يا حاج فواز وحشنا يا عم اختي بتقول ان انت بتخلص شغل قبلي كده بكتير انت ايه ترعب بديلها كل ايه صحيح انت كنت فيني علي كل ده كده حديك سخنتها علي كله بسواب وبالشفة الله ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كل شيء. الحمد لله. طعا يا علم عايزك في كلمة. خير يا حاجة. هفضحهم. من راحة. مش هسكت. اهدى. هبلغ عنه. اهدى. اهدى يا علي. اهدى. الامور اللي زيدي ما تتحلش كده. اللي لازم تفهموا ان الناس زيدي عندهم مصلحة بالحجم ده. ممكن يعملوا اي حاجة. اي حاجة. في سبيل ان محد يشوفوا صدق. وانا مخافش حاجة فواس. غير شي بس تهزيت. بس ده كان عشان حياته العيال. انا مش معنى كده ان احسلم له مطوعهم يعني. حد كب صرت انك تطبيعهم? انا بقول لك ايه هدى وفكر بالراحة. يعني اسكت يعني? لا. تفكر. تفكر وتحسبها مظبوط. اي احسابات حاجة فوزها تبقى لصلاحهم. وخصوصا يعني ان المبلغ اللي هم عرضينه ومش مبلغ ولاية. ده مبلغ مغري جدة. خصوصا على موظف زي حلالتي كاحيان ومحنتوش غل مرتب. استغفال الله العظيم يا رب. ما انت اللي فقري. انا ميت مرة وتدعك تعالى معايا. الله. ما انت عرفني كويس اه احج فواس. راجل راضي بقليله ويلاقسمهله ربنا. اين العقل يا حبيبي? اين العقل يا جدوختي? بس برضو الامور ما تتحلش كده. مش فهمك. اهو استود لي ايه? انت دلوقتي لو روح تتبلغ. هتبلغ عن مين? عن اللي بيتطرده. هيلف. اسمه ايه? فهم. فهم ايه? معرفش. ما انت عارفة هو? ممكن ما يبقاش فهمي من بابه. ولا ليه اي علاقة بيه. ايوة. بس هو اللي. طعم. طعم بترميلك. لو كشف في ستين ده هم. وهم في السليم. وانت بقى مفتري وكتاب. انت مفتري وكتاب. لا. طب. طب اعمل ايه? اللي هقولك عليك. بس الاول تصلي على النبي. عليه اوطل الصلاة والسلام. وتطيب كده من راحة الحبيب. اهدى خالص اهدى كده ولوّق. الله 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 الله. اللهم. اللي هؤلاء اوطل الصلاة والسلام. يا سمعني بقى يا ابنها وعدا وعدا شوفت يا اختي بيت عمنا ازاي؟ مفيهاش غلطة ايه النسوان دي يا اختي؟ امال احنا كده ليه؟ وايه المفاقه على اللي جايبها لنا الحاج دي؟ انا حرفاه؟ مش حرفة عجبه فيها ايه؟ وفرحنالي بشوية مطبطة اللي عاملها هملي وحياتك عندي كله نفخه وتركيب وزاق ايه زاق دي؟ انا حرفة بقى يا انهار؟ طب شوفت يا اختي بيتعمل التمارين؟ عملة تتقصع قال يعني بقى البت الرياضية بتعمل التمارين الصباح يلا يا خايبة ده احنا اللي هبلوا مش واخدين بالنا مضروحنا وقاعدين برشين كده لما عملين نهرد اهو النعمة الشريفة قمينا كله بوزداني وقاجن لحد ما انسينا نفسنا وجسمنا يا نهر السودون ده يلبي ستين نيلة لا ما تعملش وراحك قوي كده ده انتي امر وحلوة وجسمك حلو ومش مسقطة ولا عندك بروز ولا في حاجة زيادة بسم الله عليك يا ربنا يخليك لايه يا انهار وانتي والنعمة الشريفة خدي مني امر والنعمة الشريفة مناخيرك منه منمى ووشك امر وجسمك جسمك ولا البت ننفة حريم السلطان يا اختي حودي على دم احنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحسيتنا حوسة اهو النعمة الشريفة وما برضك مؤثرين كده في جسمنا انا مش عارفة يا اختي ايه اللي بيحصل لنا بعد الجواز بنتبدل الواحدة من دول تتجوز عدلة فجأة تقوم لابسة وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغات لما تقلب بوما ماشية في البيت لا مش معاك انا في ديه لا اسكيوز مي بقى يا انهار ما الرجالة برضو نقصة ساعات كده مخها بيزغر بتبعيزة تحجم البيت وخلاص زي ما يكون فيه في الكلب بتاع البيت براغيت بتقرصيهم طول مهم قاعدين كده طيب وبعدين انا مش متطمنة نعمة يا اختي وانا كمان الفربيل عفا عبي البيت دي القانف البيت زي ما يكون هتعمر وتقوم ألشة واحدة فينا ألشة يا نهارسود فينا الموقوسة الثالثة اش عارفة انا عايزة الموقوسة الثالثة اطلعي يا الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي رواية مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جتانين مين؟ هيكون مين يا اختي جز مواكيز جايين يتلموا على خيب ضرادة اوبعي شوية الله الله في ايه يا اخوان مالكم؟ فلي يا حبابتي التلفزيون ده وركزي معنا شوية بس قولنا بس في ايه ايه اللي حصل؟ هوا احنا هنفضل حطين ايدنا على خدنا وصيبين البت اللي برا دي عمالة تتسرسب وتسحب الراجل ناحيتها؟ طيب واحنا يختي في ايدنا ايه نعمله بس؟ يختي اسم الله هوا ازل على السارك في ايدنا ايه نعمله؟ في ايدنا ايه نسويه جراه؟ يختيبوا الراحة شوية احنا جايين نتخانق ده احنا جايين نتفق ايوة نتفق نتفق على ايه بقى والنبي ما عارفها مدام المقالب ما جابتش نتيجة يبقى احنا لازم نعمل زيها؟ زيها؟ اللي هو ايه حضرتك؟ اقول لكم يولا ايه حرب عنيكي؟ حرب عنيكي سميني بحالي؟ مش عارفة ارتاح بلاشي بتقنا يا راكل مالك باقي بطريك كده زي الجيلة ما انا تهرست تحت منك وخبيف جدتي حتة سليمة؟ درا ايه يا راكل؟ انت مساعد السفريا السودة المهبب على عينك دي وانت مش ضيقني جمع؟ مبالاش السيرة دية يا سعاية تخلي الليلة اتعدي شكلها مش معداش حتة اللي على رقابتك لو ما ددنيش حق تشرع ليه؟ ما فيش حوق انسا بطحون ومعجول؟ لا في حوق المرأة يعني ام لها مفترية يا لعبواي يا حاولي محدش بيأكلها بالساعد اخي هوايا مفترية اخي انك الحاولي اخي هوايا اخي هوايا مفترية ربنا يكت انت عاقب لي دعيف عاقب لي داعيم ايه فيه ايه فيه ايه اقولك يا عاقب يا ربا رفيق عامك يا لماذا عدالة السماء رزدد قومت شهاتا مالك يا رابعامك يا لماذا اقولك يا عاقب طلعت اللي لا بتا من السماء ليه كنت بتخري جولا حد ثبتك في الصالح محركة غير متكافئة سيف خشف قدم تبابات ومدافع وكنابل ونبالب وجميع الوحيد الحروب والله ماين حالك اتلح cabbage في مخها خش يالا غير هدومك وتعالا يالا عشان في مهمة محاش حينجزها لي غيرك يالا بسرعة تقولك يا عجل تعالا معايا ولا اقولك خش هك هدومي من جوه انا جيب لك هدومة تلاحظت فعلا خش يالا طيعة يا مصر خديك بيعطل في قلبي عصر خدي بيدي ومشي معايا نعدي نصر ندخل في نصر شايل في قلبي يا مصر شايل يالوي أهم ـ منتبالي أكبر مح업ات اشترايا هناك أشيد هؤلاء كانت كثير، هذا اشيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير البشر وأكرم الأكرمين ما تصلوا عليه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام دي أعدد صلح عرب وبنرد لصحابه بقى البيت ده عمره ما شاف انقسامات ولا اتلافات ولا أحزاب واللي هي أنهار اللي تشوفه يا أخويا الله يفتح عليكي الله يفتح عليكي بقى البيت ده كيان واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة ولا إيهو ده؟ بارك الله وفيك يا حق الله يبارك لك الله يبارك لك الحمد لله نلم إدينا بقى كده ونسلم على بعض ونتعهد أمام الله بلم الشمل ولا يا سميحة؟ الفتحة الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياكا نعبدوا ياكا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللي فيما ما عمت عليهم غير المغضوب عليهم من الطالبين آمين يلا نقوم نصلي ركعتين اه 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 ما بيقولك قوم نصلي بدل ما جبت من شعرك تاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعال يا مائة تعال يا حبيب بروحي احنا نجدد وضعنا جدد يا خوة جدد ايوه هنا حبيب ده متأكد اش حتى عكما عايز امواخزة انت نظرك ضعيف ممكن تسوحني لا متأكد يا حاج ده انا خدتها كعبة ده كتاكي دي كتاكي دي كتاكي احنا خدتها ما وصلت على فوق ده بحيز كده اخليك بقى في العربية ايوه عتلعب في حاجة حاضر حاجة بالتحرق واريالة سعوري كامل نهارض ما قولك يا تسولي شكل احوار القبير ده هيطلع فلانكش. فلانكش? قل الله انت لفلانكش. هدي حق. ايوة يا نعمين يا استاذ. اهو الشيش بتاعتي. بس كده عناجة. وهاتلس احلى بقى حق. لا 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 هاتلوا اهوة. اه. وعندك اهو مزبوط بقى واحد جيه. محمي ده شكل مش فهم حاجة وفي الجيرينيه خالص. حنا روح يا محمي تاني. مش فهم حاجة ايه. والراجل جابها لك على بلاطة. وقال لك طالما مقتبر وصغير في السن وماشي حسب شرع ربنا يبقى محاجش يضل على حاجة. يا احنا لازم نشوف سيكا نجيب بيها حقنا. بقولك يا تسوقي. خلينا في شغلنا وفوقك بقى من داكن دا. دا كان ايه. دا اضع دي بالدم. حالنا ومالنا نزيبه كده? احلى اهوة احلى تسايا يا استاذ دا. وقال لك يا استاذ. النهاردة فيه واحد يزال عليكم مرتين. سهل علينا. قال لك اسم ايه? سليم الاشعر. احلى 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 اح مالوش لزوم يا حد انت قلتيني ملاش هكلمك في مكان اكل عاشق قال لي استنيتك برا شغلك اركبي صبر فتر عارب نقدر نقعد ونحكي براحة فتاة من غير طذيش ولا خبط ترزيع يا عمي ده دي جي ايه وده دي جي ايه يا الله انت هغنى على بشاملها وقاللنا غلاك زي ما تكون خلفاء هتخلص عمي الغامة دولينا فيه ايه قولنا بعمل حاج ده ريتنجز ودولينا ايه السبوبة اللي انت اما مرماطنا والراجل ده عشانا انتو ما بتتذكروا يا وادي وانت قابلنا قابل ايه وقال ان ايه انا غلا شفناها قابلتين يا عمي تنبيعة الوش دي ما تتنسيش انا لو شفت كونه على طول اندي بلاع اه 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 انا شفتكن قابل ايه لما الحشف وواث قلعكن وطردكن من الشرك يا عمي لا حاسب ما احد شغري قلعا انا قابل الكلام ده وهو احد اللي بعتك ولا ايه الحقيقة انا لما شفت في اليوم المشقول اللي حاشف وواث عم بيتطردكن حسان واصعبتوا علي كتير وبعدين قلت لنفسي لازم دور عليكم ونحط ايدينا بايدين بعض عشان اترجع الحق مصعب يا سلام طب وانت مصلحتك ايه ده ده شعباء الراجل البركة ده احنا صعيدنا علي الحرام صعيدنا علي مين يا عمي نتلاقي لعبة من اللعيب الحج شو ما فيك نظر ولا شايفني بريالي لعي لعبة من تفصيل الحج ولقمتوا صعبتوا علي بعدين لما تعرفوا مين انا هتفهموا كل شي تعذروني يا عمي انت طميق انا ابو العروس جديدي يا معطر الرابعة؟ ايوه الزوجة الرابعة الزوجة الرابعة اللي ضحك عليها الحج وعملها البحر طحيني متن بنتقول بنت المسكينة لمعطرة اللي لقيت حالها ضرة لثلاث نسوين عايشين معها نفس البيت وهلا بنتك المسكينة المعترة ما كانت تعرف؟ ولك يا حصرة من وين بدها تعرف؟ أكل بماغة سيارة اخر مدين وشو فاير؟ وشهر العسل ببيرو مسبحة سجاتة مسويك عشان يحكوش فيه سنانه وما بيسلم على الستان يعني خلينا نبلع الطعام والنفلف على الصنارة عشان هيك انا دورت عليكم يا ودي ودن ايه ونفلف مين؟ احنا هنعملك ايه يعني في اللي انت بتحكي فيه ده؟ كلنا في الهوى سوق يا شعباب وانا ما إلي خاطر غريب يعني لما ما نكون احنا بديتي مع بعض غير ما تكون انا واحدة وانت واحدة تكون يا ودي وإحنا جدمرنا بقى ان الكلام ده حقيقي وما بتلعبش بينا عمنا عدك حق يا تسوفي بعدين ما في أصدق من الصور اللي أخدنيها ببيروت لفرح الحش فيرواز وبيبتي تفرج عام الفرح عام الراية في لعب يبوز يا لعب يبوز طعب شبه الله عندي ويا شوهيته يخرب بينكم نسيتوا اننا ببتي والله أعظم تكون على غدر عشان نسيت في باننا عايش وملح مثل ما بنتموز ويته شبه الله شوفوا يا ويته شبه الدنيا شوفوا يا ويته شبه الدنيا تمام تمام اتغدى من عيوني من يوم متابوية والكل نسينا ولقيتنا نعم واخواتهم الكربسين في شقق قضى وصاب لا عندنا دخل ولا مهية ولا أي قرش نصرف منه حفيت ورا شغلانة تكفي مصارف الأكل والشرب والعلاج واشتغلت لي كذا حي بس في كل شغلانة بقى كان بيطلع لي عفريب اللي عينه زيغة واللي ايده عايزة قطعها والي مراته مطقنش من الباب للطاق كده وكل تقصد ايه شوية ملالين ما بيكفوش اي حاجة لحد بقى ملقيت الشغلانة دي قفشت فيها بأيدي واثنين بس هم كان شرطهم علي ان انا بقى محجبة وانا قلت النفسي وماله يا بيت مادان فلوسهم كويسة ومعاملتهم كويسة برضو مفيش مانا قلت النفسي قلبس الحاجة بجوة الشغل وبرا الشغل بقى قلع بس ده كلام بالصح مفيش لا شرع ولا دين يبالوا بحاجة زي جني ده ربنا قال لا اكراها في الدين وجميل قوي انك لبست الحاجة بس الامر بقى تكون لبستيه بقردتك الدين وعن اقتناعه مش عشان وردتك بزيادة ولا عشان تكسامي يا لده صاحب الشغل جايز يكون عندك حق بس هم عرضوا علي شرطه وانا بصراحة كنت مضطر وهم سبولي حرية الاختيار وانا كان علي يوافق يرفض طب قولي لما نبستي الطرحة حسيت بيه خفت ولما بقلحة بخاف اكتر لو الناس تعرف قدي ايه ربنا جميل وقدي يحنين وقدي يحالب بعباده كانوا يعملوا اي حاجة عشان يقربوا منهم وحيحبوه أبطر ما حيخافوا منهم ياريت كل الناس متفكر زيك كده يا حاجة ما كانش حاجة عمل حاجة لهو مضطر ولهو مخصوم قطولي البيت سافاني حاجة منهم هو انت ايه اللي جابك ورايا الشغل و ايه اللي خلاك دورت علي ماذا؟ اه؟ مدعومي اوصلك الوقت التأخر ماشي! ماشا الله! حاجة جميلة! لكن انا هستلم امتى؟ انا اتأخرت جداً كل شيء بقى اوه اوه حاجة مش شغل عشان يطلع زي ما انت عايز لازم ياخد وقت ياخد وقت قدي ايه؟ انا اجلت قبل كده كتير ومعندش استعداد البضاع اللي في المخازن يحصل لها زي المرة اللي فاتت طب المرة اللي فاتت ربك ستر وجات سليمة انما مش كل مرة ايه؟ تسلم الجر الله يفتح عليك انت الضعف عدد العمال وشغل 24 ساعة زي ما انت شغال كده فهمني؟ خلاص يا حاجة تشوف يا حاجة مفتتاح بازن الله الشهر الجاي خلاص يا حاجة زي ما انت عايز مش زي ما انا عايز ده ما عاد وهامل دعاياتي على كده باش مهندس خلاص يا حاجة تؤكد على الله شدي حيلة كده ان شاء الله يا رجالة ايو السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة انت فين يا حاجة كده تدواخني عليك طول اليوم لا دواختيني طول اليوم ماشي انا في المول مع الباش مهندس لا لسه بحكي لك اما اشوفك ما تيجي تبص بص طيب براحتك لو عايز تيجي براحتك ماشي ماشي يالله سلام عليكم اشحاتة اشحاتة نعم يا حاجة فيه اشحاتة ركز معي اشحاتة عايزك تفضل قعد هنا اربعة عشرين ساعة مع الباش مهندس والعماز اللي يحتاجه الباش مهندس تجيبهوله حاضر حاجة عايز عمال زيادة تجيبهم له العمال تجيب لهم عشر تقعد معيهم يشوفوك كده قعد معيهم بيه كده وشايل شنطة يقولك الشنطة دي ممكن فيها فلوس نقبض تقعد فيشتغلوا بحماس حاضروا فهمتني؟ مش عايز اي حاجة عشان ااجل تاني يلا ربنا معي اشحاتة نعم حاجة طلعلي اشحاتة مش عايزك تجيب سر للحاجة منهم باللي قد تقولي عشان لو مش عايز يحكي محرجوش يا سلام يا حاجة طول عمرك بتفهم في الاصول انزل اشحاتة تقليك مع الناس بها كده وركز اه؟ انا رايح مشوار سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يا رجالة اشتركوا في القناة 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 ده حاجة محتاج وقت الفلوس ده والوقت والقرش صياد هاي قدامنا قديه بقى عشان افرش بضعتين ايك مش اقل من شهرين كتير كتير شهر واحد كفاية والله ما انت متكلم شهر واحد كفاية وبضعت يا حضرة ما ينفعش يا حاج بيروت دي سوق مفتوح فيه من كل شكل ولون والمحلات اللي انا بتعامل معها بخصوص بضعت ما لها السكة لبضعتك لازم البضعة تقعد الناس تشوفها واللي تعجبوا حاجة شيء اجيبها لك على بلد فيه ناس من هناك عرضين علي عروض انا مش موافقة عليها انا عايزة تقي شرهم وافرش واخلص قبل ما يشموا خبر ليه الناس دي سكتها مش مسبوطة ما عرفش وما بحبش هظلم استغفر الله العظيم يا رب انا دايما مفترض حسن النواية في الناس اه انما انا مرتحتش وطالما مرتحتش اعتبره باب ريح اسده واستريح علشان كده انا دورت عليك قدم المشيئة بقى قول على بركة الله خلاص يا حاج على بركة الله اديني يومين وارد عليك بالمفيد فيه واحد هناك هو اللي فتح لنا السكة عايزك تكلمه انا متأكد انه هينفعنا ان شاء الله قدم المشيئة دايما نهانة فيه ان شاء الله يا حاج اسمه ايه ده مروان صبري اصعار يعني؟ لا دفليه دفليه يا راجل احنا بتقول كلام ده برضه دفليه ده هو الكلام الصحيحة الاسبوع الجاي انا جاي لناس من لبنان ومن دول كتير في اوروبا فيه دفليه ضخمة حيحصل وحيعرضوا اذياء كتير وفيه ناس اكتر حتيجي تتفرج ومنهم الناس اللي انا عايز اكلمهم معانك واضح لي كلامك يا حاجة في توصو ديه اقولك يا حاجة انت عندك البداع اهي جاهز ومن تصميمك ليه ما تتعرضش بنفس اليوم لان كده كده الناس جاه تتفرج حتتفرج على بضعتك حتتعرف عليك ويبقى الكلام على عينك يا تاجة اعرض بناطف تفليه هو ده اللي يختصر الوقت وينجز الشغل يا حاجة ده شغل التسويق بجد قلت ايه حاجة سيبنا وزينا يا كده اعرفي سيبنا فكر يا حاجة على خير تبناه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا ربك السلام عليكم حاجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المول اخبره يا حاجة المول تمامي تمام والشغل ماشي على ما يرامي حاجة كيبتلهم ااكل كيبتلهم ااكله وزبطهم مية مية الحمد لله ويا عدا لا ما عداش حال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ايوة ايوة فواز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش يا ابن انتوا ايه انتوا عديم هير ولا ايه احنا مين بقى فواز كويس يا اخوي النجاة شوفلك صرفة بقى مع ابوك مش عاوز يدوق الاخلي اللي عملهله بايه ازاك يا حياتي عسل ازاك يا اخوي وحشتني انت ايه حكايتك بقى مختلف مني طول النهار واكل البيت مش عايز تدوقه ايه ومخليني ساي بابتي وعيالي ومش عاوز يريحني ما قلتلك ريحي نفسك وروحي لا هاري سود شايف شايف ابوك بيقول ايه ما عليش يا حياتي انه ازاك شاكله مش حلو تعال 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 اقعد حكا اقعد وريح شوها ما عليش يا فوازي يا ابني حصير بشواء تعم مقدرتش عبد عليك الف سلام عليك يا كبرة الله يسلمك يا ابني تشرب ايه يا اخوي عاملك شاي شاي بالليل كده يا حياتي طب استنى هاجبلك شوية طمر كده من اللي بتحب ماشي بس بشرط تشربي معي انتي وابوي زي زمان هنا هو التربيزة دي لسه يا فاكر يا ابني بس بقى مكانيش تربيزة كانت طبلية ثانية واحد الحمد لله على كل حاجة يا حاجة والله يا ايام زمان دي طبلية تربيزة ايامها تكتسيش هيا يا ابني الله يرحمهمك الفرح موال في مور يا رب الله يرحمهم منك بقى في ايه ها؟ ايام شوية تعب على ابنك ها؟ ماز ايه؟ والله اضحك كتير يا فوز ربي الله دي معينا الداحكة وضحك كده ونور البيت والدنيا اقولك نكتة اقولك نكتة لا لا والنبي استنى انا كمان عاوز اسمعها يا اخوي اقول ها دي النكتة اللي مش هتتغير مرة واحد دخل يا رب الله يا بيته هو مساء للحاجة وانا بنت البطة السودة ها؟ يا بنت ما تقوليش كده دمتوا الاتنين عناية المشهوب بيعني خلاص وانا اكتفيت بقى بالكلام والدحك الحلو ده ومش عايز اعرف حاجة اوعي هتقولي حاجة انا بقولك اهو اوعي لسوما يهفك الشو انت باعيز تفطفط كده لصاحب بحط على فواز وصدت في بيل متخافش متخافش ربنا ما يحرميش بكوا قبل اهو خليك لينا يا حاج بتقولينا فاهم لك مرة واحدة بقى دخلت الاس يا بنت عايزة قولك بس يا حبيبي بقى يا زينة انت يا اللي اتنك زينة حاضر حاضر فيه يا شدي متعصبة كده لإيه فيه لا ايه زينة انت وانك دي ايه وانك منتين وانك منعجيل مش صحب مانا هو كدلك اهو خير ما ديكي تشوف اللي انا فيه بيعيط ومال كل اللي ايه بتعيط ماله زي ما يكون حد قرصه وانا فينا جاهدك عشان تسأليني ماله مانا لو عارفة مانا كنت اقول ذلك خلاص متعصبليش نفسك يا اختي يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم ياما 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 عارفة يا ستة واي ام جعان يا ام مبلول وعملها خلاص يا زينة خذي يا حبيبتي شطفي اكلير ابدعيه خلاصيني عشان خل ايه ده ما انا بقولك على طول هو محتاج غزة يعني اللبن الصناعي ده زي الليته بصراحة بينفقره بطنه ويعمل له مغس زي الليته يا ستة حرامة عليكي هو لا لا بقوله بعيده ولا بعيده ما بتفهمش ولا ايه ما قلتلك خلاص باح ارحمني بقى يا ربي انا كان ماريه من الوقع دي بس ايه فيه ايه 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 الاسها دي ماله ايه يا حاج الوضع عمالي عيق من الصبح والنعم الشريفة ما عارفها ماله ده ما ينه عياله ولا ايه ولا عنده برد مش عارفة يا رب ولما هو اقت مال عياله ولا عنده برد يا ربي ما كان انتش الدكتور ليه ما انت معاك تليفونه والظاهي مش صبح يا حاج عماله ولا هيا ستي الا من الطبيع والرضاع حاضر حاضر حاكله وحاكله وغيرله خدي بالك مني يا زينابو ممشي لا لا الا لا يا قلبي يا عين امك انت مشان ما تاخدي بالك مني انت الاول تبقى زينابو تاخد بالها يا بي بس اعمل ايه بقى انت عارف انا مليش في الحاجات دي خالص وبعدين يا بيبي انا قلتلك مية مرة بقى قلتلك مية مرة انا عايزة بيبي سيطر بيبي ايه؟ بيبي سيطر دي واحدة يا حبيبي شغلتها انها تقعد بالعيال وتاخد بالها منهم وبتاخد كل اخر شهر مرتبها طب انت عندك زيناب موجودة ايه زيناب سيطر ايه لازبيته بقى ندخل واحدة غريبة بيتنا وبتعرف اسرارنا لا اسكيوز ميه بقى يا حاج زينابو دي هتعمل ايه ولا ايه ده هي يعني ما احتصل وحدها انا عايزة واحدة تيجي تاخد بالها من البيبي عشان انا اخد بالي من البيبي بتاعي هتلاعه واخد بالي منه وهتسكه بقولك ايه توحشتني قوي ساميحا مش ليلتك يا ساميحا استغفال الله ساميحا انما ليلتك هرفض حاج انا كان فيه حاجة كده كنت عايزة اتكلمك فيها حاجة واحدة بس يا نهار انت تأموري ربنا يخليك بس انا كنت عايزة بتشوف لي حالة في مدرسة الواد منع مالها مدرسة منع ما بيقدوش الواد دين بقى احنا مودين واحسن مدرس في البلد عشان ينسوا دينه ما بيقدوش دين انت متأكدة من الكلام ده ايوة ما هو كان بيسألني وعرفت منه بالصدفة هلا هلا الله انا هبعد بكرة مورسي ولا اشحات اتأكد الاول وبعدين اتصرف ربنا يخليك لينا يا حبي مرسلناش من قبل المصد ويرزقك على قد اعمالك انهار يا غتي يا عين انهار مش عايزة اوصك يا انهار البيت ده عيلة واحدة ها ما تكشريش يا انهار ما فيش جابهتين ولا حرب امتك كبيرة العقل ها مصر ولبنان اشقة واشقيقة ماشي حبيبت دي ربنا يخليك اللي يا كمل يا عسلين يا رب انا متجوث العسل دي ديتني عسل يا ربي ياختي يصباحك ويربحك وما بين عبيده ما يفضحك قبلا يا رب سلام عليكم وعلكم السلام جاها يا ربي فتح الابواب كلها فوشك ان شاء الله خل اعزبي ربي فنبيه لا اه مش ربنا الفسد في الوقتة من شفع حاسد ان اذا حسد يلاقي يا رب ما أقفل فوشك قال لي باب تحب أجيب لحضرتك قهوة تانية لا 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 ميرسي كلك زوق ليلي هو الحج عادة بيتأخر ايه لا هو ان شاء الله زبانه على وصول ايه يا رب انا قاعد مستنين فضل يا حدي تفضل وزع يا عم وزع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسلمك اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حدي اهلا وسهلا يا عم ورحمة معقولة يا هناء ما عادة سليم بيه انا ما دخلت يوش ليه يا بنتي مكتبي ابدا يا حج انا قلتله ومن بعدر يدخل بس هو مرضيش الحقيقة هي قالتلي بس انا قلتلها ما في الزوم يا بيني وبينك القادة قدامها هناء برضو ألز بكتير الله يحميها ويبعد عنها ولادة الحرام لا دا انت ما شفتش ابوها بقى ألز بكتير يا راجل اه تفد تفد كيفك يا شحاتي الحمد لله ياش حاجي ياش حاجي اه انا عارف انا عارف هيقعد يزن على وداني الحج زيني 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 لحد ما يخليه يوافق ويخش مع المتهات بتاعته المتهات ايه دي يا شحات؟ ماتي مالك انت يخليك في حالك اخصى عليك يا شحاتة ومشانا باجي اقولك على كل حاجة برضو؟ يو بقى عايز انا اقولك ايه؟ بنتو حلوة ولا عادية؟ يا نهاري كسود يا هناء عايز انا اتكلم على حريم الحج ايه هناء؟ انت تجوزت ولا حتي بروع الحي ولا ايه؟ حرام عليك احنا مش راسين زنوب استغفال الله العظيم بس 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 في ايه؟ انت هتدخلني النار ولا عادة؟ مش عايز اعرف وبعدين يعني يا شكلها يطلع ايه يعني؟ امر 14 طبعا ايوة كده؟ ايوة ايوة والله انا اديتك فرصة وانت سكت دنيا صغيرة يا حج واللي عرفته انه فيه اتصال بينك وبين شريكي مروان دنيا صغيرة فعلا وانتو اللبنانيين تعرفوا كل حاجة عن بعض الراجل ما قدمني دراسة عن العرض بتاعه هو بيزن على الشغلانة بصراحة يعني بفهم من ايك؟ انك صرفت نظر عن السفقة اللي انا كنت جايبلك اياه انا فكرت في العرض ولقيته هيوف على ايه بخسارة وانا ما بحبش الخسارة بس انت عايك بتأزيني يا حج هزيك في ايه بقى يا عم سليم؟ ده شغل عرضه طلب لما تتفق مع شريكي من ورا طهري يا حج يبقى بتأزيني وبتخرب بيتي استغفرنا العظيم يا رب استغفرنا العظيم هزيك ازاي يا عم سليم؟ الازى ده فعل من الشيطان وما تنساش ان انا عرضت عليك في الاول وعشان يا سيدي ما تقولش اني بقى زيك تعال نعملها احنا التلاتة مع بعض واه برض انتو شركة شوف يا حج من الاخر هالشغل هيدي بالزيد؟ يا معي يا معو تبضيعتها ليه من ايدك يا سليم؟ لا ما انا قلتلك؟ بسيطة خيرها بغيرها الحمد لله اهم حاجة النواية الصفية قال صلى الله عليه وسلم عليك ما تصلي عليه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه علي ايه افضل الصلاة والسلام؟ تهادوا تحبوا ويه بلدي من اخو كل صغير فوز الهدية مقبولة يا حج ما سبحان؟ كريستال اصلي احنا نروح نفتتاح ونهدها على بماغه لا يا روحي طريق العنف ما بيجيب نتيجة وبعدين ممكن يخرب بيتها انا بدي اياكن دمش ورد مابي طب القضية هنكامل فيها ولا ايه؟ قضية مثل هايدي انا شايف مبقى مطعمية بعدين يمكن لو راحت عالمحكمة تنحفظ بالنيابة ولو وصلت المحكمة هيكسبها من اول جلسة وبعدين انتوا لا هتطلعوا هاك ولا هاك هتطلعوا على فاشوش تسدقى عمينا انت بتتكلم صح؟ ايه يا عمي بتتكلم صح؟ مش المحامي قال زي وكده برضو ايه يا باشا بس نقولوا ايه يعني الاقار اللي ما يسايفش يدوش انا سيبكم من الافكار العباسية وخلينا نفكر بعقلانية ونعمل الصح يا سيدي انا وراك قولينا ايه الصح؟ من بكرة بتستعزوا من الشيطان وبتروحوا وبتصلحوا على ايتكم بالحج فواز ايه؟ انت بتقول ايه يا عم؟ انا بقول الصح روحوا بوصوا على رأسوا وكأن شيئا لم يكن واعتزهوا وقولولوا عمر الدم ما يبقى مياه حج ايه اللي بتقوله يا عم الحج يالا عم شعبان يالا يا عم يالا يا عم يبقى انشغال الحساب وانا قلبي كما دقدر ملح من القلب انا عاد انتوي يا عاد عادوا وسمعوني انا اللي هي خيرك طيب الكلام اللي انت بتقوله ده غريب قوي يا باشا ما غريب الا الشيطان يا شعبان وهي تطريق الوحيد اللي ممكن توصلنا للحج فواز بدك تكسب عدوك محلزت خليك احوالات واعرف عنو كل شيء وفي مثل عندكم بيوت احسن مكان يستخبى فيه الحرام اسم الشرطة يا اكسيلانس انا عايز اعرفه بقى يا ساكلانس انت هتستبد ايه من ورده كله اوعى تقول لي فعل خير اوعى ايه اعرف سبحان مغير الاحوال هو انتو يتعدوا فيه زي الكلاب يتتمحلسوا زي الغطط يا الله ايش ده اللي انت عايزينا يا امم ما هو كله في مصلحة خطوكك العدام هو يحشى يا اولاد وبعدين في الاخر هي اللي بتشيل الهم والبلا نزر على جب تتقى خمسة يوم شاولة كل الحركة اللي عاملينها دي وراها بقى له والله مصيبة ما تلمي لسك شوية يا ابن يا عام بتلك منه ده باكل بابا بيهيز عايز عامولا هايز ما قلوك ايه انا في الليلة دي ما هيبليش غير اختي انهار ولو اي حاجة حصلت لها انا مش هسكت لكم انت هتحدد ايه ما تمسكوا في بعض احسن ما تعلوا صوتكو عشان تخلوا اللي ما يشتري يتفرج علينا يا امي سدقيني ولادك بيدبروا الحاجة شغلوهم عند فواز ده اجيت فيه حاجة وراها لا ده انت عايي القليل لها ده ابو شاخلك عايز تتربى ده لا يا ملا واحنا مرحدي ان تقفلينا ولما هتصلح معاها تقفلينا زي الخزوق يا الله انت عايزي بالزبط مش عايز حاجة ولا بقيت فهم اي حاجة في البيت ده ولا طريقكم الكل بيلعب على الحبل والكل بقى الفوش انتو ايه كل يوم بحالة وكل يوم ممصيبة ايه ده؟ يا سلاة امو كمان ايه ده؟ انت عزت ماشاة؟ مكانك يا سوء في السابع امو تقول ايه؟ ملكش دعوة بيه قعد انت اكمل اكلك ماليش نفس ومن سابعك خايف على اختوكو ياولاد ما انتو كمان وجب عليكو تخافوا عليها انكملوا واحكم في حكاية الصلح ده فيه مصلحة للبيت تروحوا اما اذا كان الكلام اللي بيقولو ده صحيح وانتو رايحين ونوين على نية سودة فانا بقى اللي حقافلكو واقدم شبشب عندي حلسله على جتاتكو مش قالك بقى لاش سكة العوف؟ الشيطان يا سوي طب لما اسخت بقى هالديني اه؟ اقولوا شعبين ايها الاخوة المسلمون ان العلاقة الزوجية هي محل نقاش وجدال إِنَّا تريط للسعادة بسبب الله وإِنَّا تريط للشقاء والتعاسة والعياذ لله وفي ذنسنا اليوم نغوص ونتعلم في تلك العلاقة بحثا عن سبل الحياة من أخطائها وسبل الوصول إلى صوابها أقول لك يا شحات على الحريق راي واحد ياه أهم حاجة عشان ربنا ينجيك من أزاهم تعمل إيه بقى إيه تشد من غير ما تقطع وترخي من غير ما تسيب لبقفلت باب فتح لك شراع بيتة هنا حططولها كفتة برا أيوة الحاج دخلت قابلينا كمان ناوة الحاج كانت وزي ما أنا خلصت كفتة ها كفتة صعب يا حاج لو كنه ويفنا حد فيه اه افتح لك شراع شوف العين اللي ويفه عند المناظير مكنة أبورسي شراع أه مكنة أبورسي مكنة أبورسي مكنة أبورسي بقى كان كبير البصاصير غوي كده غوي فرجة اه تبتح لها شراع لي بقى يا مرسي أنا أولا مه حاج عجب ما تتخنقش فتفرط من يدك أما بقى لو عايزها ما تتني لكش كلمة كبرها وساط الناس اوعى تجيب سيرة أي عيفية اوعى أما بقى لو عايزها تبقى تحت رجليك ايوة ايوة لا حاجة أنا أخرج من هنا أكله بقى بنفسي بس يكملوا نابل اه ايوة طب حاجة عشان باية تخليها تحت رجليك حساسها إنك شهلة فوق دماغك من فوق على راسك شهلة نوم زايتها هتعمل لك خدها مداس وتمتفعنيها سيد كل الناس الله حلوة كمدرسة طب صدق حاجة أنا لو واحدة ست أتمنى تبقى الرابعة في حريمة الرابعة لبسرديني رابعة رابعة حلوة كيفاء عليك اللي في البيت يا شحاطة هاديني بحاول أفكر شفرتها لغا دلوقتي مش عالك لا يا راجل شفرت ايه دي عايزة فيروس رمهولها على طوب بس من غير ما تعدينا ها way مرسي كيف س Lynга حاجة عايزة بتجهز نفسك عشان هتطلع على مطروح ان شاء الله مطروح ليه خير يا حجة خير بإذن الله بحزة هزة ارض عايزة اديك وراء التفاصيل هتعرفك لكل حاجة عنها بكان بمين فيها ليها كلام سلكة مش سلكة ها طبعا احنا نعايزين بجنبها طبعا لاحاجك كسر فيها باب了حضرة انت طومرhhrajحاج واحنا ننفذ الامر لله والحمد لله ايه خير يا حادري؟. هو هو اعود اتوعدش حادري فيه تتشولوني سندوق ولا ناقص؟ ده لا كملوا اكل انتم براحاتكم كدة انا مش شافة وهن هدخل اتوضى واخصيدي وهو ادار شفيت قرآن عم اتخلصوا ونصلي جرعا. ماشي 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 غضر انا مش شافة ماشي هامك ميست اقولكم اهم نصيحة سيحن. اي ستة في الدنيا اي ستة بعد بتعملك اكلة كده من ايديها لازم تقول لها كلمتين حلمين حتى لو هتاكل الاكل ده وتقوم ترجع في الحمان ليه بس كده احجم احنا كنا ماشيين حلم اه لموارس انا ما اخدش بيت تكملوا اكل يلا محاجة 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 والنبس صحيح ياما محاجة 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 المترجم للقناة 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 السميح المترجم للقناة 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 ?". تقصد الناس اللي بيزنوا عليك وفيه غروم كلابها هاد ليه يا علي ناوي تعمل ايه اتأخرت كده ليه يا أستاذ علي معلش اول ما سألت على الانوان ووصلت يعني فاضل استرعينا الأستاذ محمد حسين اعتقد تعرفه كويس من صور اللي عندك في الملف انا سهل هدي جيت لحد عندك مثلا ما طلطت يا أستاذ علي عايزين بقى نخلص من الحكاية دي الأستاذ علي من أكفى الموظفين واعتقد يا باشا انها بقى له شغل معك كتير اهوي واي نعنية ليه بس هو خمصنا جبتي فلوس ملف معك فاضل وين الفلوس ايه 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 ماشى عصي صعد ماشي يسعني ما رح نعملنا علي انت عارف شو فقيمنا بقى ايه ورق تاني انا بعرف عملك شاطر وبتلقطع عالطاير معقولي كل عيدة وما فهمتو شي ايه أويدي ماعليش يا ماشي يا قصلي تفكرنا الا هو على قدو يعني خدنا عليها خصمك وخصمي واحد اللي هو فواز الصيار وهو اللي أكل حقنا ولازم نرجح حقنا على النشف وانت مصدق نفوازها نشربها على النشف فواز عقره ودماغه توزن بلد ققعنا الثلاثة دماغنا بتوزن قرب عالها وبعدين ما تنسوا نكون ولاد عمه من لحمه ودمه وبعدين قوي بده تكونوا جنبه مش ضده برضو مفهمناش مكسبة كتا فين يا عم الجن اقولوك انا باقى مكسب الجن فين فواز عربية جازة حق ماشي يا شهادة اظن كده عدنا لعب وازح ابن عمي ما تزعلوش ماندي يا ولاد عمي انا محبش احكم عمياني كان لازم اسمع واشوف بنفسي دي لقصول هديك يا عم اسمعت بودانك وشفت بعنيك كتأكدت من سلامة نياتنا يا فواز الرجل كان هيددينا فلوس متلتلة الله يا كان جايب لنا مصالح لليها اول ولا اخر ما تخليش لو احد يحتاج لحد لا اله الا الله معايا المكسب اكبر والمصالح اكتر وبما يرضي الله ياه ازيها يعني من بكرة الصبح ان شاء الله تطلعوا على الشركة تقافلوا مرسي وش حاتك وهم هيفهموكو تعملوا ايه نعمل ايه في ايه يا ابني اسمع الكلام وروح الاول واذا عجبك الكلام اعملوا ولو ما عجبناش هيبقى لينا كلام تاني يا تسوقي هيبقى لينا كلام تاني يا حبيبي ايه ده بس يالا انا رايح الشركة تيجو اوصلكو لا اتكى الله ربنا اوصر طريقك انا رايح مش واروف فيها انا وقت شعبان مش واروف ايا ما انت رايح تعمل ايه حينوه حينوه الله حينوه حك الله يالله بينا يا حاجة وصى يا عام تواه وصى وصى يالا انا عجب ده مخفيفة ابن عامك ده يا اخي ياه اخينا شميت نفس يا فندم باللي انت عملته ده نجيت نفسك من فخ كان من صبلك وكان محكوم عالاخر فخ فخ ايه فندم جواب المجهول بيقول انك هتاخد رشوة من ناس ليهم مصلحة وكان محدد المعاد والمكان بس انت سبقت بقى وبلغت يعني هما كانوا شفت بقى كان عاملو فيك ايه يا استاذ علي الله طب هستفيدوا ايه دول كانوا هيموتوا عاللعبة دي دول مصدقوش نفسهم يا فندم ان انا وفيت ان انا قابلك طبعهم كانوا بيرمهوا لك عشان يثبتوا عليك الرشوة وتروح في ستين دهية بقى نهاري سود طب كانوا هيكسبوا ايه من الحكاية دي بيقولوا يخلاصوا منك واللي هيجي بعدك يمكن يكون اسهل لكن انت طلعت اسكى منهم واقعتهم في الحفرة اللي هم عملوها لك لو ايه جبت صاحب المصلحة بنفسه طبعهم عملت كده زي يا استاذ علي طبع ما تقولش كده علي انت جزختي يعني يا اخويا وربنا العالم عزتك عندي يا ادي يا علي قول لي انت عملته معايا كله ويأكد على كده حك لا يا عم انا ما عملتش حاجة يا عم انت هتورطنا انا ادتك النصيحة وبس نصيحة ايه ده انت ادتني سكينة كانوا ناس باسكنها وسنينها وحطينها على الرقاب دي وجبتلي رقابتهم تحت ايه دي لا حاول ولا قوة يا الله لا حاول ولا قوة يا الله لا حاول ولا قوة يا الله يا عم بلا سكينة يا ولد ياولو انت بس اللي قلبك هافيض منظيف محترم عشان كده مالكش في السكك العوجة دي ربنا ايكرمك يا حاج فاضح ان انا عطلتك كتير بس كان لازم اجوه تشكرلك بنفسي وبقول ربنا هيقدرني على الرد جميلة كل فريق ابتدى الجميل ده انت بترده كل يوم بتقول ما انت صاين الامانة امرأة يا ربنا فختي انا عارف انا عارف انك صاين الامانة وعارف انك بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعدك انا عارف بحس وبانا اخليكوا البعض خليك لا يا كزوختي خليك حاجة شفت بقى اخويا قلبه عليك ازاي فواس ده دماغه توزن بلد ابن سوق كده وفاهم تدابير وقلعيب الناس دي ويا ما شاف من اللي زيهم لكن دايما ربنا بينصره عشان قلبه طيب ونيته صافر وهو نصرك انت كمان يا عاي عارف يا حيات اول معرفت اللي كانوا بيضبابهولي قلبي كان هيوقف يا نهر اسود يعني لو كنت سمعت كلامهم كنت رعت في ستين داهية لا يا عاج اللي مع ربنا عمره ما ينضم ابدا ومن يتق الله يجعل لهم اخراجا ايه يا عاج هننسى كلام ربنا بقى ولا ايه ونعم بالله يا حيات بس ده كان كبوس وهنزح في داهية الحمد الله الحمد لله اقول لك على حاجة يا حيات قولي يا عاج الكبوس مش في اللي كانوا عرضينوا عليا الكبوس كان فيها انا وني اضعف وغافة ولا عمر يا صدق حتى لو انت اللي قلتها بس الشيطان اشتر مني ومن نكهات والشيطان صور لي حاجات كتير قوي وشلم النماغي حاجات اكتر اول حاجة صورها للشيطان ده وشك وانت زعلانة مني عشان الفلوس مؤسرة معانا ولا حاجة والحاجة التانية انك تكوني طالبة مني حاجة وانا مش اقدر عليها تعرفي الشيطان صور لي حاجات غريبة كتير قوي منها ان اسمعت صوتك بكلام عمري ما سمعته قبل كده خالص عن فلوس اخوكي وابوكي والعز اللي انت كنت عيش فيه ياه كل ده تبقى على سابر يا حيات وطير النم من هينه وخلت مالي توده تجيب توده تجيب ياه ما فيش اضعف من البشر والبنيها ده ما عاد كل الكلام ده كنت حاسة بيسا ما هي عاجة من غير ما تقوله وده اللي كان واجه عني قوي انت اقول معقولة يا بيت معقولة عاي فكر فيك بالشكل ده معقولة لسه لغاية دلوقتي ما عرفكيش معقولة يا عاي ما انتش فاهم ولا حاسس قد اي انا بحبك ايه ايه قلت ايه ايه يا عاي هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها ده كل حاجة كل حاجة انا اتمنيتها يا علي علي انت الراجل الوحيد اللي يملع عيني في التنى بزيحة طب علي صوته كبير يا علي اللي علي صوته سمعي الجدران والبيزان علي صوته علي صوته يا علي العيال تتسارع ما تتسارع كلهم ياسحوا ويجوا اهتفوا مع بوهم هنا نطلع مظاهرة ونهتف بحياته علي صيار يا علي ايه ما يصحوا ويجوا اهتفوا معايا فلي يعيش أهل صيار ماما صحيوش ليه فلي يعيش أهل صيار يا علي عنا نزاي دلوقتي ماما صحيوش ماما صحيوش ماما صحيوش ماما صحيوش ماما صحيوش دعيلي هناء مصل استعبق التمانية وحضاك هتوزنيني حاجة تاني من هاردة؟ ماما صحيوش يا خبر لا لا اقدرت رواحي ماليش أخر نطي لا عادي حاجة لو حضاك قادة ممكن اقعد يعني فيش مشكلة لا 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 رواحي ديري مش عن اذنك اهل هناء ماما صحيوش ماما صحيوش ماما صحيوش انا عم حمود خلي حد مستقينين اللي عندك استناني شكرا ايه دا ايه دا ايه دا ايه دا اتقيني لحد دوقتي ليه؟ قاعديني ماشي هاو خلاص هو لسه جوا؟ بقى له ساعة قاعد لوحده لا بيستقبل مكالمات ولا عايز يشوف حد بس اناك جدا الشك ان فيه حاجم دايه يبقى اللي قاله مرسي صح وهو مرسي قاله يا شحادة تاني يا هناء تاني انا مش قبتلك خليك في حالك عام لزل قرادة لا حتى بنخرب كل حاجة انا قرادة يا شحادة يا ستة قرادة حلوة انا مش قصدي بس قصدي استغفال الله العظيم بقى يلا يلا نخش نشوف مارة انت مش كنت باستعجلة دلوقتي ما تتكلع الله يلا يا ستة اسمعي الكلام بقى هتي بأنتي واللي في البيت عليه يلا يا شحادة حاضر مالكو تصمرتو كده ايه دخله بصلي مش عودة كحاجة يعني تفضل لحد دلوقتي طيب اخي بقى من حق اعملها مرة من نفسي ما لك يا حال انت حكاية ولاد عمك وحماك دي دايقتك ولا ايه مش عارف يا زاكي ساعة مرجعت وانا مش طيق نفسي ودماغي مش غول اوي ما انا قلتلك يا حاج قلتلك ان الراجل ده سكت ومش عيت لو كلها مطباط اسكتها شحايتا انا الراجل ده مش فارق معايا اصلا قمال في ايه حاج برضو قمال في ايه حاج بنته بنته يا زاكي بنته اللي في بيتي دي لا حاول ولا قوة الا بالله هاعمل معايا ايه طب طبوا ويا زاكي ايه بس يا حال بسم الله الرسول الحمد لله ما قده اللي بحيرني خايفة شايلها زنب أبوها وابقى ظلامتها وفي نفس الوقت خايفة قول ما لقاش دعوة وابقى ظلامت نفسي في الآخر دي في الآخر دي بنته بنته أزاكي والمثل بيقول العرق يمد لسابع جدا وإيه اللي بالإدرع على فمها تطلع البنته لأمها إيه إيه اللي بالإدرع على فمها تطلع البنته لأمها الله يفتح عليك يا زاكي الله يفتح عليك ممكن تسكت بقى شحيت عشانا مش طايا نفسي حاضر حج لا بالشكل ده مش هتعرف تفكر يا حج انت لازم ترتاحها لشان تعرف تفكر على رواقع انت اللي علمتنا كده يا مدرسة إحنا نروح للحج منعم المحال ونصر معها القهوة يبقي مزاجك يتزبط ياب نسكت بقولك اسكت الحج منعم لسه مساويني بكلمتين دلوقتي لا إله إلا الله تقولي روح لو يبقى الصو معا شلت زمان تفطفط باللي في قلبك وتربع ورى ظهرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله يخليل الله يخليل لا نفوقتين مال فين صفت وياحنا يعي في الشهر النقاردة وصفت ابنه تعبان شوية تعبان ازاي يعني؟ تعبان زي كل يوق محد فهم حاجة ايه عم زاك انت هتتزاك علي ولا ايه؟ الكيف من اولا مش مقاولة هاد انت عمال بتتطفز فيه من الصفح محدش كلمة جات علي تسيبني بقى اوزن التقصة التقصة يا ابني خافوا بقى من الهباب اللي انتوا بتتعطوه ده اذا ما كنتوش خايفين على صحاتكم خافوا من رجلة والله كل الوقت ما انصحوا يا حاكي بس هو اللي مش عايز يبطل يبطل انت هتفوقني يا ازاك من الحاجرين اللي مش شاربهم وقلت ايه؟ اغفر الله العزيزي خذوا بالكم متعملوش زي الناس اني ولا عايزوا بالنها ناسه الله فانسانهم الفوزهم خلي بالك ازاكي من الحكاية دي انا مع ربنا خليك انتا في حالك هتخبرت يا ابني ولا ايه؟ وقلت ايه؟ وقليت ان بتندل لنفسه اه اعملي فيها وارع قاوي واعملي بنته زريبة اجيبلي فاة اربع نسوان واني شارع الله لم نفسك بدل ما يقص لسانك الزفر ده؟ يقص لني هلا يا ساتر يا رب طب طماني عليه ماشي لا انا ماليش نصيب بقى اشوفك النهاردة ولو عزت حاجة عصاب هتقولي ماشي يا حبيبي سلام عليكم اكتر حاجة توجه القلب ووجه العيال ربنا يا شفول لا حاولة ولا قوة الا بالله حلا همشي سلام عليكم لا مادري حاجة كلام صفوت عن ابنك يا ابني اوي مؤدل داخم الاول وشافتك انسيتك موسيقى 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 يلا بينا شفولة يلا بينا حاجة مع السلامة عمش حاجة موسيقى انت فاهم حاجة؟ اه ده الصنف ده بينا مش جديد اوي هاتعنك تعنك فوضي موسيقى 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 احكي معك فوز ماشي خليه صباح مال الشكر مالي فوز مال الشكر مال الشكر خش انت وياية اخطوني مال احنا ماسميهناش حاجة انا قلبي تانا هيقع في رجلي ياختي اول ما تحركو خفت ان هكونا سامع حد فينا ولا حست بحركة حد يا خهراء بايد لو كان شاف ولا لا ما حد فينا احنا بايه ولا فايد الوعد دلوقتي المهم حد يكو سامع اي كلمة بتقول هالوا لأ صوتها كان واطيقوي والنها مش عرفة مفي اوتى منها الواطية او الله ياختيها موقوزة حتكون بتقوله اغير انها بتتنع نحي قابلها بقولك ايه يا اختي هم اخواتك قالولك ايه بصد قالولي ان هما فضح ابوها قدام الحق وان كلامهم سادق وعندهم الدني بس كده بقى نقف عند الكلمة دي بقى اسكيوزمي بقى هو بقى يا اختي ليه ما تردهاش طردت الكلمة ايه بقى هي والأهلها دخلة الحجة عليها مش مريحاني مبسوط رايق مش متنكد في زبالة لا يا اختي مش زبالة والله ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان حيبات عند وحدة فينا يا عبيتة يا عبيتة ما هي بردك مش سهلة بيت تسوسة خدته كده على مشامه اول ما داخل رحت مستدوم طلعه على فوق بدل ما يدخل عند وحدة فينا يا عبيتة يلا يا خايبة ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقوله عشان نفهمه وبيفكر فيه اسمال لا سهلة يا عوي اتفضلوا معي يلا بينا نتفضلنا عن ثلاثة يلا بينا بينا انتفضل لا يا يا اختي حض الله وبيني وبين التصنيف خلاص كفية اللي حصل لها ايوة يا خايبة بس احنا لازم نعرف عشان نفهم اسطني اسطني مين انا زينب ويا زنتي عايزة يا بنت يا زينب عادة مهمة دخليها ايوة خش يا اختي انت لسه عزبق ناجي ايوة قلت لي شو صار مع البابا في اشي كتير لازم تعرفها تحتى كو رايحة ضمير اتجاهك اشي زي ايه بقى البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك كل شي عارفه عن شغلك يبقى بلغو اياه وانتي قلت لها ايه طب رأيك شو قلت لها انتي حبتيني بكد ولا انتي احكايتك بزبط بالاول كنت فرصة لقلمت الحية اللي بنت حية اللي بنت عند احلامي كتير وحبت حققها فجأة طلع الانسان بيقدر حققها كل شي قدامها فتركت خطيبة كنت بيتحبيه لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك موز الدني كلها حب بيعمل اشي غريبة بالبني ادم شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فترة قصيرة كلامك اللي اللي دي غريبة ويه مش هادر هفهمه غير كل كلامك اللي قبل كده انتي نفسك حاسك كأنك واحدة تانية ايه اللي بيحصل ما بعرف انا نفسي ما بعرف شو بني فواس انا مني انساني بش ع تركت خطيبة كرميل الاغنى منه حتى لو المثاري كتير مهمة عند حيا اللي حضا بس السد بالزاد لما بتحب عن جد بتنسى كل شي قدام لحظة سعادة مع اللي بتحبه تسمع يا مايه كل اللي بيني وبين أبوك انت ومش هينفع يكون فعادة تانية وانتي قدامك الاختيار يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معا وتنسيني كرميلك اللحظة حلوة عشتها أنا وياك كرميلك اللحظة حب عشتها أنا وياك فواس اخر كلمة بقلك يا عم اطلقنا يا فواس ألا بغرف لمصر ولولا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تخنق معي ولا بهدلني ولا حتى جايب سريتكم بشي عاطل كل اللي عملوا انه خيرني بينكن وبينه وكانت النتيجة انه طلقني نفس اليوم يا فواز نفس اليوم يبقى هو هاك قصد يدمرني ويبقى هدل عيلتي ايا يوم شوف تقصد يا بابا احكي يا سليم انت مساعد ما رجعت من برا وانت منك عبادة حتى من قبل مايه ما تيجي وتعرف بمصيبتها يا جماعة البان حجز على كل مصيباتي وببيروت اعلنوا افلاسي شو فلاسيت فرصة العمر ضاعي انت والسبب ابن الكلب فواز ما ايزاك بشي انت الكيم بدك تبيعه لناس ببيروت عفكرة فواز عارف كل شي عارف اللعبة من اولها لاخرها هو اللي قالي عهل حكي الكلبك ابنو مانو ساكن اصدك مش عبيد يا ماما نحنا اللي تمعنا وهيانا هلق عم ندفع التمن حم ما تصل اكسالا امولا من القلع دي امي انا اصلا ما بقى طايقة لعيشة هون انا راحة عبيروت بركي بارتاح منكن يلا وانت كمان هتسافري معا والشارقة هادي راح بيع عشان اعمل من مصرياتة مشروعية بدك تبيعه على البيت اللي لا منا شو بتكياني عقدت للنسوات انا لازم اشتغل مش هنحل كل المصائب اللي فوق رأسي طعم عنا هوني ما بيت تركك لحالة فاتيا فاميني فواز الصياد فلستي بعداني طلع بنتي فامي لازم اقعد له هون وخلص كل ما تشيك لي معه وبعدان شوف مين فينا حياطحق في النهاية الشيك ده هتوصله البيت سليم لاشقر هتسلمه المايا مايا يا زكي مش ام المايا ولا ابو مايا مايا في اديه محاضر يا حاج فهمت بس ايه ده انت خلاص؟ ومتنساش تبقضيها على الوصل وصل؟ طب لو سألوني ايه بتاع ايه هارد اولوهم ايه؟ كل حقوق اللي ليها عندها خلاص انا مش عايز الحكاية دي ايه ديولي عايزها تخلص خلص هو امرك يا حاج وتخلص وتجي على محل ابوها عايزين انه وقت مع بعض لاتفل ونخلص حوارك دفيلي ده اه صحيح الموديلات الجديدة جهزت ومستنيها بس انك تختار انهي منها اللي هيتعرض عالبرك ماشي يبا احنا نطلع على ابويا نقد ونطلع على المصلح وخلي مورسي يسبقنا على هناك وش حاجة ام ما يخلص معولادة عمي يبا يحصدها طيب ده واجب الشغل وفهمناه واجب الصحبية بقى واجب الصحبية المعاوض عايز فلوس؟ يا فلوس ايه؟ خيرك مغرقنا يا حاج انا عايز اسألك سؤال واحد سؤال ايه؟ انت حبيتها ولا ايه؟ سؤال ايه؟ ياه تفاكرني يا ام زاكي مرديش مشاعر يعني ولا انا حسيس مفيش واحدة جوزتها لما يكون حسدني ايه؟ اي واحدة جوزتها لازم يكون حسدني بالحب معي هتقول لي معقولها ما تحب الاربعة وحسدني الاربعة معقولها اه ايو احب الاربعة بنا يباركلي فيهم يا ربا وبحس بالاربعة الراجل الراجل يقدر يحب الاربعة مش كل راجل يروح يجي يحب الاربعة يعني ولا يبارك مش كده بس الراجل يقدر يحب الاربعة لو عايز يقدر ما كانش ربنا قال له تجوز الاربعة وخلى الراجل تجوز الاربعة صح ولا لا؟ صح صح ولا لا؟ هي بس هزتني يا زاكي هزتني بكلامها وعادت دعاية وأنا جمعة الستات دي لا بتهزني بتهزني يا زاكي سبحان الله بتبقى زي ما ربنا خلقها على طبعتها ضعيفة ودي أحلى حاجة فيها دي أحلى حاجة فيها فيه طبعا بتقولك لا أنا ما بينش ضعفي قدام الراجل ما بينش دموعي عبيضة عبيضة لأن كل ما هي زي ضعفها قدامه كل ما هو حاس برجلته ومسؤوليته ومحياته تخيل؟ هو اللي احساس عنده هو بيديون عنده هاي اه بس هون ما تفهموش كده مش كلهم طبعا ايه الحمد لله يا الله زاكي راحت لحلاء راحت لحلاء مدرسة علي النعمة مدرسة 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 مبروك عليك يا حاج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي اهلالك شهر مبارك وحالك زاكي حاج عمل ايه؟ انا الحمد لله في نعمة الحمد لله والشكر لله هي عمل غيبة طويلة لكلها معلش يا حاج والنعمة كنت مشغولة شهر فترة الفاتحة بعد اما انت عارف الدنيا تلايه ربنا يا اغنيك بحلواء ويكفيك يشر مراه الله يخليك يا حاج والنبي اسلم فمك والنعمة كنت محتاجة الدعوة دي جدا خلاص لك عليك كل ما تجلنا هنا حد عيلي دعوة زيان بس انت بطولي ما تطوليش غيبة حاضر عناية الاتنين بقول لكم نبي حاجة كنت عايزة قشربين كده بس يكونوا حلوين يعني يستحملوا معي شوية الفترة كل بضعة المحل تحته أمري كل اللي انت بحتاجه يا حاجة ولا أمارنا حد أحلى طاق من طرح عندك بسرة من عناية لا مش نويني يكمل كلام له دي مانا اللي عندي قلته وانت سمحت بس اللي عندنا انت نفسه ما سمعتموش أحلى طرح يا حاجة تروح بقي دعوة كل اللي عديمك بس انا عايزة حاجة تستحمل عيلي شوية مش عايزة حاجة اي كلام لا ما تقوليش كده اي كلام ده ايه احنا كل القماش بالتاعنا بتاع بلده دول حلوين قولي بقى بكم دول يحاج ايه ده ايه ده ايه ده ليه كده حتخذيها اظهر منك تجالش ميني في محل قد تعيشين قديك قول ده هو محل قد تعيشك يعني انا مش حمشي من هنا غير لما ندفعك ودفع تمان الحاجة اللي انا خدمت يا ستة تمانهم واصل لا ما واصلش وانا مش حمشي غير لما ادفعهم ولا عايزنا اسيبهم اسيبهم ده بس انت بقى انت ملك حامية قوي كده ليه يا ساتر يا ساتر لا 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 انا محبش كده محبش كده خلاص تعايفني حاسم الستة واعمل لها خصم 90% ايه؟ 9% 90% يلاو 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 المهم لها بحيث ها Zhan ها هраш انجم